بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر الدكتور حمدان بن محمد الحمدان الشريط السابع فصل ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ صلى الله عليه وسلم في غزو النصارى فأرسل أولا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في جيش فقاتلوا النصارى بمؤتة من أرض الكرك وقال لأصحابه أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة فقتل الثلاثة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتلوا فيه وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه ثم أنه بعد هذا غزى النصارى بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاه ولم يأذن في التخلف عنه لأحد وغزى في عشرات ألوف غزوة تبوك فقدم تبوك وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا عليه وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة وذم تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيما والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين لا يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم وقال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية فإذا كان هذا حكم الله ورسوله في من تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة ولا رآه واجبا فكيف حكمه فيهم أنفسهم حتى قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم عند موته صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ففي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما وروى الإمام أحمد وأبو عبيدة عن أبي عبيدة بن الجراح وروى الإمام أحمد وأبو عبيد عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود أهل الحجاز ونصارى أهل نجران من جزيرة العرب وقام خلفائه رضي الله عنهم بعده بدينه صلى الله عليه وسلم فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش لغزو النصارى بالشام وجرت بين المسلمين وبينهم عدة غزوات ومات أبو بكر وهم محاصر دمشق ثم ولي عمر بن الخطاب ففتح عامة الشام ومصر والعراق وبعض خرسان في خلافته وقدم إلى الشام في خلافته وسلم إليه النصارى بيت المقدس لما رأوه من صفته عندهم قال أبو عبد الله محمد بن عائذ في كتاب الفتوح قال قال عطاء الخرساني لما نزل المسلمون بيت المقدس قال لهم رؤساؤهم إن قد أجمعنا لمصالحتكم وقد عرفتم منزل بيت المقدس وأنه المسجد الذي أسري بنبيكم إليه ونحن نحب أن يفتحها ملككم وكان الخليفة عمر بن الخطاب فبعث المسلمون وفدا وبعث الروم أيضا وفدا مع المسلمين حتى أتوا المدينة فجعلوا يسألون عن أمير المؤمنين فقال الروم لترجمانهم عن من يسألون قالوا عن أمير المؤمنين فاشتد عجبهم وقالوا هذا الذي غلب فارس والروم وأخذ كنوز كسر وقيصر وليس له مكان يعرف به بهذا غلب الأمم فوجدوه قد ألقى نفسه حين أصابه الحر نائما فازدادوا تعجبا فلما قرأ كتاب أبي عبيدة أقبل حتى نزل بيت المقدس وفيها إثنى عشر ألفا من الروم وخمسون ألفا من أهل الأرض فصالحهم وكان من جملة المصالحة أن لا يدخل عليهم من اليهود أحد ثم دخل المسجد فوجد زبالة عظيمة على الصخرة فأمر بكنس الزبالة وتنظيف المسجد وأمر ببنائه وجعل مصلاه في مقدمه ثم رجع إلى المدينة وقصته مشهورة في كتاب الفتوحات ثم قدم مرة ثانية إلى أرض الشام لما تم فتحه فشارط بوضع الخراج وفرض الأموال وشارط أهل الذمة على شروط المسلمين فأتم بها المسلمون بعده وقد ذكرها أهل السير وغيرهم فروا سفيان الثوري عن نصروق عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصار الشام وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا ما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة ولا قلاية ولا صومعة ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا خشا للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوا وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم إذا أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا بالمسلمين بشيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يتسموا بأسماء المسلمين ولا يكتنوا بكناهم ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفا ولا يتخذوا شيئا من سلاح ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية ولا يبيع الخمور ولا يجذوا ولا يجذوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا وأن يشدوا الزنانير ولا يجاور المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا شعانين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليهم سهام المسلمين ما جرت عليه سهام المسلمين فإن خالفوا في شيء مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق أخرجه أبو داود في سننه وقال أبو عبيدة في كتاب الأموال حدثنا النظر حدثنا النظر ابن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن خليفة ابن قيس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر فأكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا الكستيجات في أوصاتهم ليعرف زيهم من زي أهل الكتاب وحدثنا أبو المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال كتب عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الزمة قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم أن عمر أمر في أهل الزمة أن يجزوا نواصيهم وأن يركبوا على الأكف وأن يركبوا عرضا لا يركبوا كما يركب المسلمون وأن يوثقوا المناطق قال أبو عبيد يعني الزنانير وكما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الزمة هذه الشروط والتزموها أوصى بهم نوابه ومن يأتي بعده من الخلفاء وغيرهم وهذا هو العدل الذي أمر الله به رسوله في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند وفاته وأوصل خليفة من بعده بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم وهذا امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة رواه أبو داود فكان هذا في النصارى الذين أدوا إليه الجزية وعمر بن الخطاب لما فتح الشام هو أدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى فإن العامة والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم يكن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها فإن إكراها أهل الذمة على الإسلام غير جائز كما قال تعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لمنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن الزبير قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية أهامش الكرك بفتحتين قلعة حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القلزم البحر الأحمر الآن هو بيت المقدس وهي على جبل عالي تبوك بالفتح ثم الضم وواو ساكنة وكاف قال في مراصد الاطلاع واحد تقسيم 253 قرية بين وادي القرى والشام هو بها عين ماء ونخل وكان لها حصن خرب وانظر معجم البلدان اثنان تقسيم 14 قلت وهي إحدى مدن الدولة السعودية اليوم ومركزها المنطقة الشمالية منها وقد وقعت بها غزوة تبوك سنة 9 للهجرة عام الرمادة وتسمى غزوة العسرة لما أصاب المسلمين في عامها من جدب وقحط وقد ورد ذكرها في صحيح البخاري 5 تقسيم 128 باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة خرسان خرسان بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق إزاز ورد قصبت جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي الهند تخرستان وغزنة وسجستان وليس ذلك منها ومن أمهات بلادها نيسابور وهراه ومرو انظر مراسد للطلاع 1 تقسيم 455 محمد بن عائز بن أحمد القراشي أبو أحمد ويقال أبو عبد الله الدمشقي ولد سنة 150 هجريا صاحب المغازي وثقه بن معين وابن حبان وقال النسائي ليس به بأس وذكره أبو زرعة في أهل الفتوى وولي خراجة وولي خراجة الغوطة بدمشق للمأمون من مصنفاته الصوائف والسير والمغازي مات سنة 234 هجرية عطاء بن عبد الله الخرساني هو عطاء بن أبي مسلم ولد سنة 50 هجريا من كبار العلماء رحل وطاف بالبلاد وسكن الشام قال ابن حجر صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس مات سنة 135 هجريا وله تصانيف منها التفسير والناسف والمنسوخ مخطوط أجزاء منها أهمش الدير هو دور الرهبان والراهبات من النصارى وجمعه أديار وديارات وصاحبه ديار ويبنى خارج البلد ينفردون فيه عن الناس الكنيسة هي متعبد اليهود والنصارى وقد تحدث الدكتور رؤوف حبيب النصراني عن الكنائس القبطية وبيّن أن لها طابعا خاصا في كتابه الموجز التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة انظر صفحة 11 إلى 14 مطبع الدار العالم العربي نشر مكتبة المحبة النصرانية بالقاهرة والبيع هي الكنيسة وجمعها بيع القلاية مبنى يبنيه النصارى كالمنارة ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيها بنفسه ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه الصومع كالقلاية تكون للراهب وحده معبد صغير وقيل القلاية تكون منقطعة تكون منقطعة في فلاة من الأرض والصومع تكون على الطرق وهي دقيقة الرأس انظر أحكام أهل الزمى لابن القيم ألق النسوة بفتح القاف واللام ألق لنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون ألق لنسوة ألق لنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين وهي لباس يلبس في الرأس ويكون تحت العمامة يشبه الطاقية وجمعه قلانس وقلانيس سرج الدابة معروف وجمعه سروج وأسرجة الفرس شدت عليه سرجه أو عملت له أو عملت له سرجا الزنانير جمع زنار وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم الناقوس خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاما للدخول في صلاتهم أعود إلى قراءة نص الكتاب فصل وقاتل عمر بن الخطاب الفرس المجوس وفتح أرضهم وظهر تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا هلك كسر فلا كسر بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفق لتنفقن لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل أخرجاه في الصحيحين وهذا بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله إلى المجوس وكتب كتابا إلى كسر ملك الفرس كما كتب إلى ملوك النصارى كما تقدم عن قيصر والمقوقس ولكن ملوك النصارى تأدبوا معه وخضعوا له فبقي ملكهم فبقي ملكهم وأما ملك الفرس فمزق كتابه فدع عليهم فقال اللهم مزق ملكهم كما اللهم مزق ملكهم كل ممزق فلم يبقى لهم ملك قال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حزافة بكتابه إلى كسر فدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسر فلما قرأه يعني كسر مزقه فدع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق وقال ابن إسحاق كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسر وقيصر فأما كسر فلما قرأ الكتاب مزقه وأما قيصر لما قرأ الكتاب طواه ووضعه عنده فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما هؤلاء يعني كسر فيمزقون وأما هؤلاء فستكون لهم بقية قال ابن إسحاق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حزافة ابن قيس السهمي إلى كسر ابن هرمز ملك الفرس وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسر عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى آمن بالله ورسوله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإني أدعوك بدعاية الله فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك فلما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شققه وقال يكتب إلي بهذا الكتاب وهو عبدي قلت وسبب قول قسرى هذا واستعلائه أن الحبشة كانوا قد ملكوا اليمن وملكهم سار إلى مكة بالفيل وملكهم سار إلى مكة بالفيل ليخرب البيت وكانوا نصارى فأرسل الله عليهم من ناحية البحر طيرا أبابيل وهي جماعات في تفرقة تحمل حجارة من طين فألقتها على الحبشة النصارى فأهلكتهم وكان هذا آية عظيمة خضعت بها الأمم للبيت وجيران البيت وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصرا من الله لمشرك العرب فإن دين النصارى خير من دينهم وإنما كان نصرا للبيت وللأمة المسلمة التي تعظمه وللنبي المبعوث من البيت وكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في ذلك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ثم إن سيف ابن ذي يزن ذهب إلى كسرى وطلب منه جيشا ليغزو به الحبشة فأرسل معه عسكرا من الفرس المجوس فأخرج الحبشة من اليمن وصارت اليمن بيد العرب وبها نائب كسرى وسيف ابن ذي يزن هذا ممن بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره وأخبر بذلك جده عبد المطلب لما وفد عليه فلما كانت اليمن مطيعة لكسرى لهذا أرسل إلى نائبه على اليمن أن يأتيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن عسكر اليمن في العادة يقهر أهل يقهر أهل مكة والمدينة قال ابن إسحاق فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه حين بلغه أنه شقق كتابه ثم كتب كسر إلى بازان وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتيان به قال فبعث بازان قهرمان وهو بابويه وقال غيره فيروز الديلمي وكان حاسبا كاتبا وبعث معه برجل من الفرس هو كتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسر وقال لبابويه ويلك انظر من رجل وكلمه واتني بخبره قال فخرج حتى قدم إلى الطائف فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو بالمدينة واستبشر يعني الكفار وقال قد نصب له كسر كفيتم الرجل فخرج حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه بابويه وقال ان الشاه شاه ملك الملوك كسر كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثني إليك فانطلق معي فإن فعلت كتب معك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك به وإن أبيت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك وكان قد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأبقيا شواربهما فكره النظر إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ويلكما من أمركما بهذا قال أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن 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 ربي عز وجل أمرني بإعفاء لحيتي وبقص شاربي ثم قال لهما ارجع حتى تأتيان الغد قال وجاء الخبر من السماء أن الله عز وجل سلط على كسر ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا في ليلة كذا في ساعة كذا فلما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما إن ربي قتل ربكما ليلة كذا في شهر كذا بعدما مضى من الليل كذا صلط عليه ابنه شيرويه فقتله فقال له هل تدري ما تقول إنا قد نقمنا منك ما هو أيسر من هذا فنكتب فنكتب بهذا عنك ونخبر الملك به قال نعم أخبراه ذلك عني وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك تسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر وقول له إنك إن أسلمت أعطيتك أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء وأعطى رفيقه منطقة من ذهب وفضة كان أهداه له بعض الملوك فخرج من عنده حتى قدم على بازان وأخبراه الخبر فقال والله ما هذا بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول ولننظر ما قد قال فلإن كان ما قد قال حقا ما بقي فيه كلام إنه لنبي لنبي مرسل وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا فلم يلبس بازان أن قدم عليه كتاب أن قدم عليه كتاب شيرويه أما بعد فإنني قد قتلت كسرى ولم أقتله ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان قد استحل من قتل أشرافهم وتجهيزهم في بعوثهم فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه فلما انتهى كتاب شيرويه إلى بازان قال إن هذا الرجل لرسول الله وأسلم لله وأسلمت أبناء فارس من كان منهم باليمن وقال أبو معشر حدثني المقبري قال جاء فيروز الديلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كسرى كتب إلى بازان بلغني أن في أرضك رجلا تنبأ فاربطه وابعث به إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي غضب على ربك فقتله فدمه بنحره سخن الساعة فخرج من عنده فسمع الخبر فأسلم وحسن إسلامه وكان رجلا صالحا له في الإسلام آثار جميلة منها قتل الأسود العمسي الكذاب الذي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأسود جبارا استبعى بأبي مسلم الخولاني فقال له أتشهد أني رسول الله فقال أبو مسلم ما أسمع فقال له أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم فردد ذلك عليه مرارا فأمر بنار عظيمة فأضرمت ثم أمر بإلقاء أبي مسلم فيها فلم تضره فأحمدها الله تعالى حين ألقي فيها فقيل له اخرج هذا عنك من أرضك لألا يفسد عليك أتباعك فأخرجه فقدم أبو مسلم المدينة وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر فأناخ رحلته بباب المسجد ثم دخل المسجد فقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر فقام إليه فقال ممن الرجل قال من أهل اليمن قال ما فعل الذي حرقه الكذاب ما فعل الذي حرقه الكذاب قال ذلك عبد الله بن ثوب قال نشدتك بالله أنت هو قال اللهم نعم فاعتنقه ثم بك ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن ثم خرج فيروز الديلمي على الأسود العنسي فقتله وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وهو في مرض موته فخرج فأخبر أصحابه وقال قتل الأسود العنسي الليلة قتل الأسود العنسي الليلة رجل صالح من قوم صالحين وقصته مشهورة وكذلك قصة مسائل من الكذاب ونحوهما من المتنبئين الكذابين هامش عبد الله بن حذافة القرشي السهمي أبو حذافة من السابقين الأولين وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرة وشهد بدرا وغيرها من المشاهد وذكر له ابن حجر قصة عظيمة مع ملك الروم لما عرض عليه التنصر تذل على قوة إيمانه بالله توفى رضي الله عنه في خلافة عثمان هامش كسرة هو أبرويز بن هرمز بن آنو شروان بن قباذ وهو الذي غلب الروم في قوله تعالى ألف ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وقد قتله ابنه وقد قتله ابنه ليلة ثلثاء لعشر خلون من جماد الأولى سنة تسع من الهجرة قال فيه خالد بن حق الشيباني وكسرة إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام تمخضت المنون له بيوم ألاو لكل حاملة تمام أهمش زيف ابن زي يزن زي أصبح الحميري من ملوك العرب اليمانيين وذهاتهم وقد قيل أن اسمه معد يكرب ولد نحو سنة مائة وعشرة قبل الهجرة وتوفى سنة خمسين قبل الهجرة ونشأ بصمعاء وقد استعانى بملك الفرس كسرة على ملوك الحبشة وقتل ملك الحبشة مصروق ابن أبره ثم قتله طائفة من الأحباش بصمعاء وهو آخر من ملك اليمن من قحطان هامش بازان آخره نون ويقال مين الفارسي من الأبناء الذين بعثهم كسرة إلى اليمن وكان ملك اليمن في زمانه وأسلم لما هلك كسرة وبعث بإسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعمله على بلاده ثم مات فاستعمل ابنه شهر بن بازان على بعض عمله هامش هامش قهرمان أي القائم بأموره هامش المقبري هو سعيد بن أبي سعيد المقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها وهو صاحب أبي هريرة وابن صاحبه قال الذهبي ثقة حجة وقال ابن حجر تغير قبل موته بأربع سنين مات سنة مائة خمسة وعشرين هجرية فيروز الديلمي يكن أبا عبد الله وقيل أبا عبد الرحمن ويقال له الحميري لنزوله بحمير وهو من أبناء فارس فرس صنعاء وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة بصنعاء سنة إحدى عشر هجريا على الصحيح مات في خلافة عثمان وقيل في خلافة معاوية باليمن سنة ثلاثة وخمسين هجري أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الخولاني تابعي فقيه عابد ثقة زاهد أصله من اليمن أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدينة في خلافة أبي بكر ثم رحل إلى الشام ومات بها قال ابن حجر عاش إلى زمن يزيد إلى زمن يزيد ابن معاوية قال الذهبي مات قريبا من اثنتين وستين هجريا والله أعلم هامش قصة مقتل الأسود العنسي على يد فيروز الديلمي ومن معه وردت في صحيح البخاري كتاب المغازي باب قصة الأسود العنسي خمسة تقسيم مائة وعشرين ولكن الخلاف وقع في تحديد زمان القتل هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته قال ابن حجر في فتح البار بعد أن ساق قصة قتله قال أبو الأسود عن عروة أصيب الأسود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أنظر فتح الباري ثمانية تقسيم ثلاثة وسبعين كتاب المغازي قصة الأسود العنسي وساق خبرا في الإصابة ثلاثة تقسيم مائتان وخمسة في ترجمة فيروز مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بقتل الأسود قبل أن يموت وقد عزاه وقد عزاه الحافظ رحمه الله إلى سيف ابن عمر التيمي إلى سيف ابن عمر التيمي في الفتوح من طريق ابن عمر وقد أخرجها ابن جرير التبري في تاريخه ثلاثة تقسيم مائتان ستة وثلاثين بسنده عن سيف ابن عمر عن أبي القاسم الشنوي عن العلاء ابن زياد عن أبي عمر أتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي يبشرن فقال قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين قيل ومن قال فيروز فاز فيروز وساقها ابن كثير في قصة طويلة في تاريخه ستة تقسيم ثلاثمائة وعشرة وساق ابن عبدالبر هذا الخبر في الاسبعاد بالسند الذي ذكره ابن كثير وبنفس اللفظ في الجزء الثالث هامش الإصابة صفحة مائتان واثنان قلت ولم أقف على هذا الخبر إلا من طريقي سيف ابن عمر كما ذكر ابن جرير وابن عبدالبر وابن كثير وابن حجر وسيف ابن عمر هو التميمي السعدي ويقال الضبي ويقال الأسدي الكوفي صاحب كتاب الردة والفتوح قال عنه ابن معين ضعيف الحديث وقال أبو حات مفروك الحديث وقال أبو داود وليس بشيء وضعفه النسائي والدار قطني وقيل كان يضع الحديث ونقل ابن حبان والحاكم أنه متهم بالزندقة انظر تهذيب التهذيب 4 تقسيم 295 وميزان لاعتدال 2 تقسيم 255 وعلى هذا فسند هذا الأثر ضعيف لكن ابن عبدالبر قال في الاستيعاب همش الإصابة 3 تقسيم 201 وأهل العلم لا يختلفون أن الأسود العنسي الكذاب المتنبي بصمعاء قتل في سنة 11 ومنهم من يقول في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وليس في ذلك عندي شيء والصحيح أنه قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه خبره وهو في مرض موته الذي مات منه انتهى وانظر تاريخ خليفة بن خياط القسم الأول صفحة 99 والبداية والنهاية 6 تقسيم 310 والله أعلم فصل ولما فتح خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان العراق وخرسان ضربوا الجزية على المجوس كما ضربوها على النصارى بعد أن دعوهم إلى الإسلام كما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على اليهود والنصارى والمجوس بعد أن دعاهم إلى الله عز وجل فإنه صلى الله عليه وسلم بعث العلا ابن الحضرمي إلى المنزر ابن ساوى العبدي صاحب هجر وهي قرية بالبحرين بكتابه صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام قال العلا فلما دخلت عليه قلت يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة إن هذه المجوسية شر دين ليس فيها تكرم العرب ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب ينكحون ما يستحي من نكاحه ويأكلون ويأكلون ينكحون ما يستحى من نكاحه ويأكلون ما يتكرم عن أكله ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة ولست بعديم عقل الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر قال المنذر قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنيا فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات ولقد عجبت أمس ممن يقبله وعجبت اليوم ممن يرده وإن من إعظام من جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر ثم أسلم المنذر وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والتصديق وقال عمر بن عوف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرفوا فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأيهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم أخرجاه في الصحيحين وأخرج البخاري عن بجالة بن عبدك أنه قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وقال بن شهاب أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مشوس هجر وأخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس فارس وأخذها عثمان بن عفان من البربر قال ابن شهاب أول من أعطى الجزية من اهل الكتاب اهل نجران فيما بلغنا وكانوا نصارى وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من اهل البحرين وكانوا مجوسا ثم ادى اهل ايلة واهل اذرح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية في غزوة تبوك وبعث خالد بن الوليد الى اهل دومة الجندل فاسروا فاسروا رئيسهم اوكيدر فبايعوه فاسروا رئيسهم اوكيدر فبايعوه على الجزية قال ابو عبيد الجزية مأخوزة من اهل الكتاب بالتنزيل ومن المجوس والبربر وغيرهم بالسنة هامش المجوس هم عبلة نيران القائلون بان للعالم الهين اثنين احدهما اله الخير وهو بالفارسية يزدان والثاني الظلم وهو بالفارسية اهرم وظهر في ايام الملك كشتاسب احد ملوك الفرس على يد زرادشت كما ذكر الشهر الساني وقد اعتنقها ابنه اردشير وبنى لهم بيت نار واستولى على بعض مدن فارس وظهر ماني في ايام سابور بن اردشير حيث ادعى النبوة وتبعه خلق ولهم شبهة كتاب ويسن بهم سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية منهم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معتقداتهم السجود للنار والشمس واستحلال نكاح المحرمات والاغتسال بالنجاسات هامش العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المنزر ملك البحرين ثم ولاه على البحرين اذا فتحها الله عليه واقره عليها ابو بكر ثم عمر من بعده ثم ولاه عمر البصرة فمات قبل ان يصل اليها وذلك سنة اربعة عشر هجرية له مناقب كثيرة منها انه كان مجاب الدعوة وغير ذلك هجر بفتح اوله وثانيه مدينة هي قاعدة البحرين وقيل ناحية البحرين كلها هجر وهو الصواب عمر بن عوف الانصاري حليف بن عامر بن لؤي صحابي بدري ويقال له عمر مات في خلافة عمر بجالة بن عبدة التميمي العنبري البصري وبجالة بفتح الباء الموحدة والجيم المعجمة وعبدة بفتحتين قال ابن حجر ثقة من الثانية ايلة مدينة على ساحل بحر القلزم البحر الاحمر الان مما يلي الشام قيل هي اخر الحجاز واول الشام وهي مدينة كان بها اليهود الذين اعتدوا في السبت واليهم يجتاز حجاج مصر واليها يجتاز حجاج مصر اذرح بالفتح ثم السكون وضم الراء والحاء المهملة جمع ذرح اسم بلد في اطراف الشام من نواحي بلقاء وعمان دومة الجندل بالضم في دومة وبالفتح من اعمال المدينة تقع بينها وبين دمشق وهي على سبع مراحل من دمشق ودومة من القريات وعليها سور يتحصن به وفي داخله حصن منيع يقال له مارد وهو حصن اكيدر ابن عبد الملك الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجلاه عمر الى الحيرة اكيدر ابن عبد الملك الكندي ملك دومة الجندل في الجاهلية كان شجاعا له حصن وثيق وجه له النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد في 420 فارسا فاحاطوا به وهو يصيد واثروه وذهبوا به الى المدينة بعد ان فتحوا الحصن صلحا وكتب وكتب له الرسول كتابا ورده فنقض العهد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فارسل ابو بكر خالدا اليه فقتله وفتح دومة الجندل عود الى قراءة نص الكتاب فصل وأخرج مسلم عن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم الى الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف وصلى عليه بل نجاشي آخر تملك بعده وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست وأطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وأرسلت الى الناس كافة وختم بي النبيون وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصار ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصار والمجوس بعد المشركين وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم وأيضا فالكتاب المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى فيه كفر من كفر من اليهود والنصار ويأمر فيه بقتالهم كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينه ما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقوله في هذه الصورة أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمثن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وقال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون عود إلى قراءة نص الكتاب فصل فهذه الدلائل وأضعافها مما تبين أنه نفسه صلى الله عليه وسلم أخبر أن رسول الله إلى النصارى وغيرهم من أهل الكتاب أخبر أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم من أهل الكتاب وأنه دعاهم وجاهدهم وأمر بدعوتهم وجهادهم وليس وليس مما فعلته أمته بعده بدعة ابتبعوها كما فعلت النصارى بعد المسيح عليه السلام فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يغير شيئا من شريعته فلا يحلل ما حرم ولا يحرم ما حلل ولا يوجب ما أسقط ولا يسقط ما أوجب بل الحلال عندهم ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعا لم يشرعها المسيح عليه السلام ولا نطق بها شيء من الأناجيين من الأناجيين ولا كتب الأنبياء المتقدمة وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدين فإن المسيح يمضيه لهم وهذا موضع تنازع فيه الملل وهذا موضع تتنازع فيه الملل الثلاث المسلمون واليهود والنصارى وهذا موضع تنازع فيه الملل الثلاث المسلمون واليهود والنصارى كما تنازع في المسيح عليه السلام وغير ذلك فاليهود لا يجوزون لله سبحانه وتعالى أن ينسخ شيئا شرعه والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله بآرائهم وأما المسلمون فعندهم أن الله له الخلق والأمر لا شرع إلا ما شرع الله على السنة رسله وله أن ينسخ ما يشاء وله أن ينسخ ما شاء كما نسخ بالمسيح ما كان شرعه للأنبياء قبله فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرهم بعد المسيح كما وضع لهم الثلاثمائة وثمانية عشر الذين كانوا في زمن قسطنطين الملك الأمانة التي اتفقوا عليها ولعنوا من خلفها من الأريوسية وغيرهم وفيها أمور لم ينزل الله بها كتابا بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع مخالفتها للعقل الصريح فقالوا فيها نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب وأيضا فسيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبروح القدس الرب المحي المنبثق من الأب مع الأب والأب 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 مسجد له وبمجد ناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى وحياة الظهر الآتي آمين ووضع لهم من القوانين والناموس ما لم يوجد في كتب الأنبياء ولا تدل عليه بل يوجد بعضه في كتب الأنبياء وزاد أكابرهم أشياء من عندهم لا توجد في كتب الأنبياء وغيروا كثيرا مما شرعه الأنبياء فما عند النصار من القوانين والناموس التي هي شرائع دينهم وبعضه عن الحواريين وكثير منه من ابتداع أكابرهم مع مخالفته لشرع الأنبياء فدينهم من جنس دين اليهود قد لبسوا الحق بالباطل قد لبسوا الحق بالباطل وكان المسيح عليه السلام بعث بدين الله الذي بعث به الأنبياء قبله وهو عبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة كل ما سواه وأحل لهم بعض ما حرم الله في التوراة فنسخ بعض شرع التوراة وكان الروم واليونان وغيرهم مشركين يعبدون الهياكل العلوية والأصنام الأرضية فبعث المسيح عليه السلام رسله يدعونهم إلى دين الله تعالى فذهب بعضهم في حياته في الأرض وبعضهم بعد رفعه إلى السماء فدعوهم إلى دين الله تعالى فدخل من دخل في دين الله وأقام على ذلك مدة ثم زين الشيطان لمن زين له أن يغير دين المسيح فابتدعوا دينا مركبا من دين الله ورسله دين المسيح عليه السلام ومن دين المشركين وكان المشركون يعبدون الأصنام المجسدة التي لها ظل وهذا كان دين الروم واليونان وهو دين الفلاسفة أهل مقدونيا وأثينة كأرستو وعمثاله من الفلاسفة المشائين وغيرهم وكان أرستو قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة وهو وزير الإسكندر بن فليبس اليوناني المقدوني التي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى وهذا كان مشركا يعبده وقومه الأصنام ولم يكن يسمى ذا القرنين ولا هو ذا القرنين المذكور في القرآن ولا وصل هذا المقدوني إلى أرض الترك ولا بن السد وإنما وصل إلى بلاد الفرس ومن ظن أن أرستو كان وزير ذا القرنين المذكور في القرآن فقد غلط غلطا يتبين أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء القوم ولا بأزمانهم فلما ظهر دين المسيح عليه السلام بعد أرستو بنحو ثلاثمائة سنة في بلاد الروم واليونان كانوا على التوحيد إلى أن ظهرت فيهم البدع فصوروا الصور المرقومة في الحيطان جعلوا هذه الصور عوضا عن تلك الصور وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر والكواكب وصار هؤلاء يسجدون إليها إلى جهد الشرق التي تظهر منها الشمس والقمر والكواكب وجعلوا السجود إليها بدلا عن السجود لها ولهذا جاء خاتم الرسل صلوات الله عليه وسلام الذي ختم الله به الرسالة وأظهر به من كمال التوحيد ما لم يظهر بمن قبله فأمر صلى الله عليه وسلم أن لا يتحر أحد بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها لأن المشركين يسجدون لها تلك الساعة فإذا صلى الموحدون لله عز وجل في تلك الساعة صار في ذلك نوع مشابهة لهم فيتخذ ذريعة إلى السجود لها وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير الصور وتعظيم القبور ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وفي الصحيحين أنه قال قبل موته بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد وإني أنهاكم عن ذلك ولما ذكروا الكنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصوير فيها فقال إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ونهى أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين الذين يسجدون للقبور ففي الصحيح أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها إلى أمثال ذلك مما فيه تجريد التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله فأين هذا ممن يصور صور المخلوقين في الكنائس ويعظمها ويستشفع بمن صورت على صورته وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد نوح عليه السلام إلا هذا والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب والسجود إليها زريعة إلى السجود لها ولم يأمر أحد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابها ولا بالسجود إلى الشمس والقمر والكواكب وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع بخلاف 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 السجود لها والاستشفاع بأصحابها فإن هذا لم يشبعه نبي من الأنبياء ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله عز وجل لا عند قبره ولا في مغيبه ولا يشفع به في مغيبه بعد موته بخلاف الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة وبالتوسل به بدعائه وبالإيمان به فهذا من شرع الأنبياء عليه السلام ولهذا قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وذلك أن المشركين من جميع الأمم لم يكن أحد منهم يقول إن للمخلوقات خالقين منفصلين متماثلين في الصفات فإن هذا لم يقله طائفة معروفة من بني آدم ولكن الثنوية من المجوس ونحوهم يقولون إن العالم صادر عن أصلين النور والظلمة والنور عندهم هو إله الخير المحمود والظلمة هي الإله الشذير المزموم وبعضهم يقول إن الظلمة هي الشيطان وهذا ليجعل ما في العالم من الشر صادرا عن الظلمة ومنهم من قال إن الظلمة قديمة أزلية مع أنها مذمومة عندهم ليست مماثلة للنور ومنهم من قال بل هي حادثة وأن النور فكر وأن النور فكر فكرة رديئة فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة وأن النور فكر فكرة رديئة فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة فقال لهم أهل التوحيد أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب سبحانه وتعالى خلق ما في العالم من الشر وجعلتموه خالقا لأصل الشر وهؤلاء مع إثباتهم إثنين وتسمية الناس لهم بالسنوية فهم لا يقولون إن الشرير مماثل للخير وكذلك الدهرية دهرية الفلاسفة وغيرهم منهم من ينكر الصانع للعالم كالقول الذي أظهره فرعون لعنه الله ومنهم من يقر بعلة يتحرك الفلك للتشبه بها ومنهم من يقر بعلة يتحرك الفلك للتشبه بها يتحرك الفلك للتشبه بها كأرست وأتباعه ومنهم من يقول بالموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سينة بالموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سينة والسهر وردي المقتول بحلب وأمثالهما من متفلسفة الملل وأما مشرك العرب وأمثالهم فكانوا مقرين بالصانع وبأنه خلق السماوات والأرض فكانت عقيدة مشرك العرب خيرا من عقيدة هؤلاء الفلسفة الدهرية إذ كانوا مقرين بأن هذه السماوات مخلوقة لله حادثة بعد أن لم تكن وهذا مذهب جماهير أهل الأرض ومن أهل الملل السلافة المسلمون واليهود والنصارى ومن المجوس والمشركين وهؤلاء الدهرية من الفلسفة وغيرهم يزعمون أن السماوات أزلية قديمة لم تزل وكان مشرك العرب يقرون بأن الله قادر يفعل بمشيئته ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته ولا يجيب دعاء الداعي بل ولا يعلم الجزئيات ولا يعرف هذا الداعي من هذا الداعي ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله بل منهم من ينكر علمه مطلقا كأرسط وأتباعه ومنهم من يقول إنما يعلم الكليات كابن سينة وأمثاله ومعلوم ومعلوم أن كل موجود في الخارج فهو جزء معين فإن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات المعينة لا الأفلاك ولا الأملاك ولا غير ذلك من الموجودات بأعيانها والدعاء عندهم هو تصرف النفس القوية في هيول في هيول العالم كما ذكر ذلك ابن سينة وأمثاله وذعم أن اللوحة المحفوظ هو النفس الفلكية وأن حوادث الأرض كلها إنما تحدث عن حركة الفلك كما قد بسط الرد عليهم في غير هذا المرضى والمقصود هنا أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخرا مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا يقولون إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولأن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن الخليل عليه السلام لما قال هذا ربي أراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم كانوا مكرين بالصامع وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين قال تعالى عن الخليل واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحق لي بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل ني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرون كم أو ينتصرون فكبكبوه فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم لرب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدون لكل ما يعبدونه إلا لرب العالمين وأخبر أنهم يقولون يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم لرب العالمين كما قال تعالى في الموضع الآخر وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ولم يقل من المعطلين فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا معطلين كفرعون العين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء وهذا كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وقال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقال تعالى فيما حكاه عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال ابن عباس وغيره من العلماء هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوها وهكذا قال قال عالمهم الكبير الذي يسمونه فم الزهد وهو من أكبر علمائهم لما ذكر تولد الذنوب الكبار عن الصغار قال وهكذا هجمت عبادة الأصنام فيما سلف لما أكرم الناس أشخاص يعظم بعضهم بعضا فوق المقدار الذي ينبغي الأحياء منهم والأموات وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من العلماء كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح وغيرهما فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء عباده كما أنتم عباده يرجون رحمته كما ترجون رحمته ويخافون عذابه كما تخافون عذابه ويتقربون إليه كما تتقربون إليه وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فبين تعالى أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر مع اعتقاده أنهم مخلوقون فإنه لم يقل أحد قط أن جميع الملائكة والنبيين مشاركون لله سبحانه في خلق العالم وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشاركون قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما تسألهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله وهم يعبدون غيره وقد قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله في غير موضع فأخبر تعالى عن المشركين أنهم كانوا يقرون بأن خالق العالم واحد مع اعتخاذهم آلهة يعبدونهم من دونه سبحانه يتخذونهم شفعاء إليه ويتقربون بهم إليه هامش هامش قسطنطين بن قسطنديوس كلورس ولد في نيش من أعمال يوغزلافيا حوالي السنة 280 بعد الميلاد ونشأ في حشية الامبراطور الروماني والتحق بالجيش في سن 15 من عمره ثم أصبح قائدا وعمره 18 سنة ثم استقل بالسلطة بعد صراع عسكري عنيف سنة 324 ميلاديا واعتنق النصرانية بتأثير والدته عليه ثم عقد مجمع نيقية في عهده عقد مجمع نيقية في عهده وانتهى الأمر فيه بتأليه المسيح مات سنة 337 ميلاديا بالحمة ودفن في إحدى الكنائس واتخذ له تمثال مصب فوق عمود من الرخام وعبده الشعب الوسني هامش بيلاط البنطي أحد ولاية الرومان على اليهود كان وليا من قبل الإمبراطور الروماني تي باريوس الذي تولى سنة 14 ميلاديا وقدامت ولاية البنطي 20 سنة ذكر عنه المؤرخون أنه كان قاسيا وفظا غليظا ومتغطرصا ذبح عددا كبيرا وفرض الضرائب هامش اليونان جيل معروف وهم من رجل اسمه اللين ولد سنة 74 لمولد موسى عليه السلام وهم من ولد يافث وقيل من جملة الروم وهم فرقتان فرقة يقال لهم الإغريقيون وفرقة يقال لهم اللطينيون وقد ظهر منهم فلاسفة ذكرهم الشهر الثاني في الملل والنحل منهم بقراط وسقراط وأفلاطون وأرستو طاليس وغيرهم مقذونية بفتح أوله وثانيه وضم الزال المعجمة وسكون الواو وكسر النون وياء خفيفة اسم مصر باليونانية القديمة وجاء ذكر حدودها في المعاجم أثينية هي اليوم عاصمة اليونان إحدى دول أوروبا بنيت قديما ويرجع تاريخ بناءها إلى سنة 1582 قبل الميلاد وكانت منبع الفلسفة وبها إلى الآن آثار وتماثيل كثيرة ولها مواني ثلاثة بيرية ومونيسي وغير وهذه المواني متصلة بالمدينة بحائط طويل هامش أرستو بن نيقو ماخس الفيثاغوري تتلمز على أفلاطون ثم صار بعده أستاذا انتهت إليه فلسفة اليونان فكان هو خاتمهم وكان مشركا يعبد الأصنام وهو الذي جعل المنطق إله العلوم النظرية وكان معلما للإسكندر الذي ستأتي ترجمته وقد عني فلسفة المسلمين بفلسفة أرستو وسموه معلمهم الأول وله كتاب في الحيوان تسع عشرة مقالة نقله بن البطريق إلى العربية هامش الإسكندر بن فليبس اليوناني المقدوني هو الإسكندر بن فليبس بن مصريم المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية وأحد ملوك اليونان ملك مقدونية وكان وكان في عهد أرستو طاليس من حكماء اليونان وهو معلمه حتى قيل إنه سار على آدابه وعمل بها في سياسة رعيته وسيرة ملكه قال ابن كثير وكان الإسكندر متأخرا عن ذي القرنين المذكور في القرآن بدهر طويل هامش ذو القرنين الذي ورد ذكره في القرآن اختلف في اسمه فقيل عبدالله بن الضحاك وينتهي نسبه إلى زيد بن كهلان بن سبع بن قحطان وكان من حمير وقيل اسمه مرزبان بن مرزبة وقيل الصعب بن ذي مرائد وهو أول التبابعة وقيل لأنه بلغ قرني الشمس غربا وشرقا وملك ما بينهما من الأرض قال الحافظ بن كثير وهذا أشبه من غيره ثم قال والصحيح إنه كان ملكا من ملوك العادلين من الملوك العادلين وقيل كان نبيا رسولا وأغرب من قال ملكا من الملائكة هامش ابن سينة هو أبو علي الحسين ابن عبدالله ابن الحسن ابن علي ابن سينة البلخي ثم البخاري يلقب بالشيخ الرئيس فيلسوف طبيب شاعر ولد سنة ثلاثمائة وسبعين هجريا كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا بمعاد ولا رب ولا رسول وقد حكى ابن القيم رحمه الله جملا كثيرة من ضلالاته وأباطيله له تصنيف منها الإشارات في جزئين والقانون في الطب وتقاسيم الحكمة وغيرها مات سنة أربعمائة سمانية وعشرين هجريا هامش السهروردي هو يحيى بن محمد بن حبش بن أمير أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي فيلسوف متصوف ولد سنة خمسمائة تسعة وأربعين هجريا في سهرورد بالضم ثم السكون وفتح الراء والواو وسكون الراء الأخرى من قرى زنجان ونشأ بمراغة وسافر إلى حلب فنسب إلى انحلال العقيدة فنسب إلى انحلال العقيدة فأفتر علماء بإباحة دمه فسجناه الملك الظاهر غازي وخنقه في سجنه بقلعة حلب سنة خمسمائة سبعة وثمانين هجريا من مؤلفاته التلويحات مخطوط وهياكل النور مطبوع ومقامات الصوفية أهمش بطرس أحد تلامذة المسيح عليه السلام أو من حواريه بناء على ما ورد في عدة مواضع من العهد الجديد وفي رسالتيه الرسالة الأولى والرسالة الثانية ففيها النص بطرس رسول يوسع المسيح بطرس رسول يسوع المسيح الإصحاح الأول من الرسالة الأولى صفحة ثلاثمائة خمسة وسبعين مطبع دار الكتب مطبع دار الكتاب المقدس صفحة ثلاثمائة خمسة وعشرين مطبع دار العالم العربي القاهرة واسمه أيضا سمعان بالسين المهملة فقد ورد في الإصحاح الأول من الرسالة الثانية لبطرس سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله صفحة ثلاثمائة واحد وثمانين مطبع دار الكتاب المقدس وورد اسمه شمعون بن الحمام في إنجيل متى الإصحاح السادس عشر فقر سبعة عشر طوبى لك يا شمعون بن الحمام وجاء في كتاب الدين والدولة في إثبات نجوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلي بن رتين التبري منصه هو سمعان بن يون كان صياد سمك فدعاه المسيح وسماه كيفا أو الصخرة قال في قاموس الكتاب المقدس صفة باليونانية كيفاس علم مأخوذ عن الآرامية كيفا أي صخرة أو حجر وهو اسم أعطاه يسوح المسيح لسمعان ويقابله باليونانية بطرس وهو الاسم المعروف به الآن هامش فم الذهب ذكر ابن البطريق في تاريخه نظم الجوهر صفحة 151 إلى 154 أن اسمه يوحن وأنه أصبح بطرياركا على القسطنطينية في سنة 17 من تاريخ تملك الملك تملك الملك داوذ وسيوس الذي ظهر في عهده الفتنة الذي ظهر في عهده الفتنة أهل الكهف وقد أقام البطريارك يوحن فم الذهب على هذا المنصب خمس سنين وستة أشهر ثم نفي ومات في النفي وقد وصفه ابن البطريق المسيحي بأنه عالم كبير ثم ذكر أن سبب تسميته فم الذهب أن امرأة ندبته عند موته فقالت يا يحن يا فم الذهب فسمي فم الذهب اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر الدكتور حمدان بن محمد الحمدان الشريط الثامن فصل وكذلك تعظيمهم للصليب واستحلالهم لحم الخنزير وتعبدهم بالرهبانية وامتناعهم من الختان وتركهم طهارة الحدث والخبث فلا يجبون غسل جنابة ولا وضوء ولا يجبون اجتناب شيء من الخبائث في صلاتهم لا عذرة ولا بولا لا عذرة ولا بولا ولا غير ذلك من الخبائث إلى غير ذلك كلها شرائع احدثوها واكتدعوها بعد المسيح عليه السلام ودان بها ائمتهم وجمهورهم ولعنوا من خالفهم فيها حتى صار المتمسك حتى صار المتمسك فيهم بدين المسيح المحض مغلوبا مقموعا قبل ان يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأكثر ما هم عليه من الشرائع والدين لا يوجد منصوصا عن المسيح عليه السلام وأما المسلمون فكل مجتمع عليه فكل مجتمع عليه اجماعا ظاهرا يعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يحدث ذلك ولم يحدث ذلك أحد لا باجتهاده ولا بغير اجتهاده بل ما قطعنا بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يوجد مأخوذا عن نبيهم وأما ما يظن فيه إجماعهم ولا يقطع به فمنه ما يكون ذلك الظن خطأ ويكون بينهم فيه نزاع ثم قد يكون نص رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا القول وقد يكون مع هذا القول ومنه ما يكون ظن الإجماع عليه صوابا ويكون فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر خفية دلالته أو معرفته عن بعض عن بعض الناس وذلك أن الله تبارك وتعالى أكمل الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبينه وبلغه البلاغ المبين فلا تحتاج أمته إلى أحد بعده يغير شيئا من دينه وإنما تحتاج إلى معرفة دينه الذي بعث به فقط وأمته لا تجتمع على ضلاله بل لا يزال في أمته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم الساعة فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأظهره بالحجة والبيان وأظهره باليد والسنان ولا يزال في أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة والمقصود هنا أنما اجتمعت عليه الأمة إجماعا ظاهرا أنما أجمعت عليه الأمة إجماعا ظاهرا تعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ونحن لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الأمة وأما كثير من طوائف الأمة ففيهم بدع مخالفة للرسول وبعضها من جنس بدع اليهود والنصارى وفيهم فجور ومعاصي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك كما قال تعالى له فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وذلك مثل إجماعهم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الأمم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب فإن هذا تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو منقول عندهم نقلا متواترا يعلمونه بالضرورة وكذلك إجماعهم على استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم على استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند إلى النقل المتواتر عن نبيهم وهو مذكور في كتابهم وكذلك الإجماع على وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن ودع الناس إلى حجه وحجته الأنبياء حتى حجه موسى بن عمران ويونس بن متى وغيرهما وإجماعهم على وجوب الاغتسال من الجنابة وتحريم الخبائث وإجاب الطهارة للصلاة فإن هذا كله مما تلقوه فإن هذا كله مما تلقوه عن نبيهم وهو منقول عنه صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا وهو مذكور في القرآن وأما النصارى فليس في الصلوات التي يصلونها منقولة عن المسيح عليه السلام ولا الصوم الذي يصومونه منقولا عن المسيح بل جعل أولهم الصوم أربعين يوما ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه إلى الربيع وليس هذا منقولا عندهم عن المسيح عليه السلام وكذلك حجهم للقمامة وبيت لحمة وكنيسة صيدنايا ليس شيء من ذلك منقولا عن المسيح عليه السلام بل وكذلك عامت أعيادهم مثل عيد القولندس وعيد الميلاد وعيد الغطاص وهو القداس وعيد الخميس وعيد الصليب الذي جعلوه في وقت ظهور الصليب لما أظهرته هيلانة الحرانية الفندقانية أم قسطنطين بعد المسيح عليه السلام بمئتين من السنين وعيد الخميس والجمعة والسبت التي في آخر صومهم وغير ذلك من أعيادهم التي رتبوها على أحوال المسيح والأعياد التي اتدعوها لكبرائهم فإن ذلك كله من بدعهم التي ابتدعوها بلا كتاب نزل من الله تعالى بل هم يبنون الكنائس على اسم بعض من يعظمونه كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهذا بخلاف المساجد التي تبنى لله عز وجل كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال في بيوت أذن الله أن ترفع وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعثى أولئك أن يكونوا من المهتدين والنصارى كأشباههم من المشركين يخشون غير الله ويدعون غير الله هامش يونس بن متى اشتهر بأمه متى كما اشتهر عيسى عليه السلام بأمه مريم وهو من أنبياء بني إسرائيل بعث إلى أهل نينوى فنهاهم عن الأصنام وأوعدهم بالعذاب في يوم معلوم إن لم يتوبوا وضمن ذلك عن ربه عز وجل فلما أظلهم العذاب آمنوا فكشفه الله عنهم وجاء يونس لذلك اليوم فلم يرى العذاب حلا ولا علم بإيمانهم فذهب مغاضبا قال تعالى وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا الآية من سورة الأنبياء ثم دخل السفينة بدجلة فوقفت السفينة فقال رئيسها فيكم من له ذنب وتساهموا على من يلقونه في البحر فوقعت المساهمة على يونس فرموه فالتقمه الحوت وسار به وكان من شأنه ما ذكره الله في كتابه هامش بيت لحم بالفتح وسكون الحاء المهملة بليدة قريبة من بيت المقدس المشهور أن عيسى عليه السلام ولد به وقيل لخم بالخاء المعجمة وقيل لغتان صيد نايا صيد نايا بعد الدال المهملة نون وبعد الأليفياء بلدة من أعمال دمشق مشهورة بكثرة الكروم وهي من مزارات النصارى عيد القلندس جاء في مخطوط جواب الأنصاري الدمشقي على رسالة بوليس أن هذا العيد يعني الختان وقد ذكر أنه مما كان في إنجيل الصبوة أن المسيح لم يكن له آلة النسل بل كان أمسحا قال وقد عملوا القلندس الذي معناه الختان لألا ينسب إلى ناسوته نقص خلق ولأن الإنجيلات شاهدة بأن أم المسيح ختنته ثامن يوم ولادته عيد الميلاد هو اليوم الذي يولد فيه المسيح عليه السلام والنصارى تتخذ ليلة يوم الميلاد عيدا وتعمله قبط مصر في التاسع والعشرين من كايهك وما برح لأهل مصر به اعتناء وما برح لأهل مصر به اعتناء قال المقريزي وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرق الجامات المملوئة من الحلاوات القاهرية وغيرها عيد الغطاص من مواسم النصارى بمصر عمل الغطاص ولهذه الليلة عندهم شأن عظيم لا ينام الناس فيها وسميت الغطاص لأنهم يغطصون في الماء في تلك الليلة ويزعمون أن ذلك أمان من المرض عيد الخميس اسمه خميس العهد قال المقريزي ويسميه أهل مصر من العامة خميس العدس ويعمله نصارى مصر قبل الفصح بثلاثة أيام ويتهادون فيه وكان من جملة رسوم الفاطمية ضرب خمسمائة دينار ذهبا وتفرقاتها على جميع أرباب الرسوم فيه عيد الصليب تعيد الكنيسة القبطية للصليب المقدس تعيد الكنيسة القبطية للصليب المقدس مرتين الأولى في العاشر برمهات والأخرى في السابع عشر توت يقول الأب متى المسكين أما العيد الرسمي في كنيستنا حسب التقليد فهو الواقع في عشر برمهات ولكن الكنائس الأخرى في الشرق حدرت الرابع عشر سبتمبر كتذكار دائم لتمجيد الصليب والتعييد لظهوره ويوافق الآن بعد التعديل السابع والعشرين سبتمبر هي لانا هي والدة الإمبراطور قسطنطين قيل أنها أناضولية بلقانية وقيل سورية وهي قديسة كما يقول الأب متى المسكين تكبدت أتعاب السفر إلى أورشليم وهي بالغة من العمر أكثر من سبعين سنة وذلك لتكشف القبر المقدس وتبني كنيسة هناك وقد بنت كنيستين إحداهما على القبر وعرفت بكنيسة القيامة والأخرى في بيت لحم قال ابن كثير ويعنون بالقيامة التي يقوم جسد المسيح منها ثم أمرت بأن توضع القمامة على الصخرة ثم أمرت بأن توضع القمامة على الصخرة التي هي قبلة اليهود فلم يزل كذلك حتى فتح عمر بيت المقدس فكنس عنها القمامة ووضع المسجد أمامها حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالأنبياء وهو بالأقصى عود إلى قراءة نص الكتاب فصل والمقصود هنا أن الذي يدين به المسلمون من أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى السقلين الإنس والجن أهل الكتاب وغيرهم وأن من لم يؤمن به فهو كافر مستحق لعذاب الله مستحق للجهاد وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بذلك وذكره الله في كتابه وبيّنه الرسول أيضا في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب فإنه تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة ولم يبتدع المسلمون شيئا من ذلك من تلقاء أنفسهم كما ابتدعت النصارى كثيرا من دينهم بل أكثر دينهم بل أكثر دينهم بل أكثر دينهم وبدلوا دين المسيح وغيروه ولهذا كان كفر النصارى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم مثل كفر اليهود لما بعث المسيح عليه السلام فإن اليهود كانوا قد بدلوا شرع التوراة قبل مجيء المسيح فكفروا بذلك ولما بعث المسيح إليهم كذبوه فصاروا كفارا بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه وبتكذير الكتاب الثاني وكذلك النصارى كانوا بدلوا دين المسيح قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فابتدعوا من التثليث والاتحاد وتغيير شرائع الإنجيل أشياء لم يبعث بها المسيح عليه السلام بل تخالف ما بعث به وافترقوا في ذلك فرقا متعددة وكفر فيها بعضهم بعضا فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كذبوه فصاروا كفارا بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه وتكذيب الكتاب الثاني كما يقول علماء المسلمين إن دينهم مبدل منسوخ وإن كان قليل من النصارى كانوا عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم متمسكين بدين المسيح كما كان الذين لم يبدلوا دين المسيح كله على الحق فهذا كما أن من كان متبعا شرع التوراة عند مبعث المسيح كان متبسكا بالحق كسائر من اتبع موسى فلما بعث المسيح صار كل من لم يؤمن به كافرا وكذلك لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار كل من لم يؤمن به كافرا والمقصود في هذا المقام بيان ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من عموم رسالته وأنه نفسه الذي أخبر أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم وأنه نفسه صلى الله عليه وسلم دعا أهل الكتاب وجاهدهم وأمر بجهادهم فمن قال بعد هذا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أنه لم يبعث إلينا بمعنى أنه لم يقل إنه مبعوث إلينا كان مكابرا جاحدا للضرورة مفتريا على الرسول فرية ظاهرة تعرفها الخاصة والعامة وكان جحده لهذا كما لو جحد أنه جاء بالقرآن أو شرع الصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت الحرام وجحد محمد صلى الله عليه وسلم وما تواطر عنه أعظم من جحد اتباع الحواريين المسيح عليه السلام وإرساله لهم إلى الأمم ومجيئه بالإنجيل وجحد مجيء موسى عليه السلام بالتوراة وجحد أنه كان يثبته فإن النقل عن محمد صلى الله عليه وسلم مدته قريبة والناقلون عنه أضعاف أضعاف من نقل من نقل دين المسيح عنه وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل به نقل دين موسى عليه السلام فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زال كثيرين منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها وما زال فيهم من هو ظاهر بالدين منصور على الأعداء بخلاف بني إسرائيل فإنهم زال ملكهم في أثناء الأمر لما خرب بيت المقدس الخراب الأول بعد داود عليه السلام ونقص عدد من نقل دينهم حتى قد قيل إنه لم يبقى من يحفظ التوراة إلا واحد والمسيح عليه السلام لم ينقل دينه عنه إلا عدد قليل لكن النصارى يزعمون أنهم رسل الله معصومون مثل إبراهيم وموسى وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليه إذ المقصود هنا بيان من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لم يبعث إلا إلى مشرك العرب فإنه في غاية الجهل والضلال أو غاية المكابرة والمعاندة فإن هذا أعظم جهلا وعنادا ممن ينكر أنه كان يأمر بالطهارة والغسل من الجنابة ويحرم الخمر والخنزير وأعظم جهلا وعنادا ممن ينكر ما تواتر من أمر المسيح وموسى عليهما السلام وقد ظهر بهذا بطلان قولهم علمنا أنه لم يأتي إلينا بل إلى جاهلية العرب عنوان فصل فإذا عرف هذا فاحتجاج هؤلاء بالآيات التي ظنوا دلالتها على أن نبوته خاصة بالعرب تدل على أنهم ليسوا ممن يجوز لهم لاستدلال بكلام أحد على مقصوده ومراده وأنهم ممن قيل فيه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فليسوا أهلا أن يحتجوا بالتوراة والإنجيل والزبور على مراد الأنبياء وسائر الكلام المنقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء عليهم السلام بل ولا يحتجون بكلام الأطباء والفلاسفة والنحاة وعلم أهل الحساب والهيئة على مقاصدهم فإن الناس كلهم متفقون على أن لغة العرب من أفصح لغات الآدميين وأوضحها ومتفقون على أن القرآن في أعلى درجات البيان والبلاغة والفصاحة وفي القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم التي يذكر فيها أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يحصى إلا بكلفة ثم مع ذلك من النقول المتواترة عن سيرته صلى الله عليه وسلم في دعائه لأهل الكتاب وأمره لهم بالإيمان به وجهاده لهم إذ كفروا به ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بسيرته صلى الله عليه وسلم وهذا أمر قد انتلأ العالم به وسمعه القاصي والداني فإن كان الناس المؤمن به وغير المؤمن به يعلمون أنه كان يقول إنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم وأن ظهور مقصوده بذلك مما يعلمه بالاضطرار الخاصة والعامة ثم شرعوا يظنون أنه كان يقول ثم شرعوا يظنون أنه كان يقول إني لم أبعث إلا إلى العرب واستمر على ذلك حتى مات دل على فساد نظرهم وعقلهم أو على عنادهم ومكابرتهم وكان الواجب إذ لم يكن له معرفة معاني هذه الآيات التي استدلوا بها على خصوص رسالته أن يعتقدوا أحد أمرين إما أن لها معاني توافق ما كان يقوله أو أنها من المنسوخ فقد علمت الخاصة والعامة أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد هجرته إلى بيت المقدس نحو سنة ونصف ثم أمر بالصلاة إلى الكعبة البيت الحرام والنصارى يوافقون على أن شرائع الأنبياء فيها ناسخ ومنسوخ مع أن ما ذكروه من الآيات ليس منسوخا ولكن المقصود أن المعلوم من حال الرسول صلى الله عليه وسلم علما ضروريا يقينيا متواترا لا يجوز دفعه فإن العلم بأنه كان يقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق معلوم لكل من عرف أخباره صلى الله عليه وسلم سواء صدقه أو كذبه والعلم بأنه كان يقول إنه رسول الله إلى جميع الناس ممكن قبل أن يعلم أنه نبي أو ليس بنبي كما أن العلم بنبواته وصدقه ممكن قبل أن يعلم عموم رسالته فليس العلم بأحدهما منقوفا على الآخر ولهذا كان كثير ممن يكذبه يعلم أنه كان يقول إنه رسول الله إلى جميع الخلق وطائفة ممن تقر بنبواته وصدقه لا تقر بأنه رسول إلى جميع الخلق والمقصود هنا الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع الخلق أهل الكتاب وغيرهم هو متواتر معلوم بالاضطرار كالعلم بنفس مبعثه ودعائه الخلق إلى الإيمان به وطاعته وكالعلم بهجرته من مكة إلى المدينة ومجيئه بهذا القرآن والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق وإيجاب الصدق والعدل وتحريم الظلم والفواحش وغير ذلك مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإن قيل بل في القرآن ما يقتضي أن رسالته خاصة وفيه ما يقتضي أن رسالته عامة وهذا تماقض قيل هذا باطل ويعلم بطلانه قبل العلم بنبوته ويعلم بطلانه قبل العلم بنبوته فإنه من المعلوم لكل أحد آمن به أو كذبه أنه كان من أعظم الناس عقلا وسياسة وخبرة وكان مقصوده دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه وكان يقرأ القرآن على جميع الناس ويأمر بتبليغه إلى جميع الأمم وكان من طلب منه أنه يؤمنه يؤمنه حتى يقرأ عليه القرآن من الكفار وجب عليه أن يجيبه ولو كان مشركا فكيف إذا كان كتابيا كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وكان قد أظهر أنه مبعوث إلى أهل الكتاب وسائر الخلق وأنه رسول إلى استقلين الجن والإنس فينتنع مع هذا أن يظهر ما يدل على أنه لم يبعث إليهم لم يبعث إليهم فإن هذا لا يفعله من له أدنى عقل لمناقضته لمراده فكيف يفعله من اتفقت عقلاء الأمم على أنه أعقل الخلق وأحسنهم وأحسنهم سياسة وشريعة وأيضا فكان أصحابه والمقاتلون معه بعد ذلك ينفرون عنه وقد كان عادتهم أن يستشكلوا ما هو دون هذا وهذا لم يستشكله أحد ثم بعد هذا فلو قدر أن في القرآن ما يدل على أنه لم يبعث إلا إلى العربي وفيه ما يدل على أنه بعث إلى سائر الخلق كان هذا دليلا على أنه أرسل إلى غيرهم بعد أن لم يرسل إلا إليهم وأن الله عم بدعوته بعد أن كانت خاصة فلا مناقضة بين هذا وهذا فكيف وليس في القرآن آية واحدة تدل على اختصاص رسالته بالعرب وإنما فيه إثبات رسالته إليهم كما أن فيه إثبات رسالته إلى قريش وليس هذا مناقضا لهذا وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب كقوله تعالى يا أيها الذين يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل كقوله يا بني إسرائيل وليس هذا التخصيص لليهود منافيا لذلك التعميم في رسالته خطاب لليهود تارة وللنصارة تارة وليس خطابه لإحدى الطائفتين ودعوته لها مناقضا لخطابه للأخرى ودعوته لها وفي كتابه خطاب للذين آمنوا من أمته في دعوته لهم إلى شرائع دينه وليس في ذلك مناقضة بأن يخاطب أهل الكتاب بأن يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم وفي كتابه أمر بقتال أهل الكتاب المصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثم لم يكن هذا منعا أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بل هذا الحكم ثابت في المجوس بسنته واتفاق أمته وإن قيل إنهم ليسوا من أهل الكتاب فهذا كله مما يعلم بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته فكيف ونحن نتكلم على تقدير نبوته والنبي لا يتناقض قوله وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته معلوما بالاضطرار قبل العلم بنبوته وبعد العلم بنبوته فالعلم الضروري اليقيني لا يعرضه شيء ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ من أهل البدع النصارى وغيرهم يتبعون المتشابهة ويدعون المحكم وبسبب منظرة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم بالمتشابه وعدولهم عن المحكم أنزل الله تبارك وتعالى فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فالتأويل يراد به تفسير القرآن ومعرفة معانيه وهذا يعلمه الراسخون ويراد به ما استأثر الرب سبحانه وتعالى بعلمه من معرفة كنهه وكنه ما وعد به ووقت الساعة ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الله والضلال والضلال يذكرون والضلال يذكرون آيات يذكرون آيات تشتبه عليهم معرفة معانيها فيتبعون تأويلها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها وليسوا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلها مع أن هؤلاء الآيات من أوضح الآيات وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظير ما سلكوه في الكتب المتقدمة وكلام الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها فإن فيها من النصوص الكثيرة الصريحة بتوحيد الله وعبودية المسيح ما لا يحصى إلا بكلفة وفيها كلمات قليلة فيها اشتباه فتمسكوا بالقليل المتشابه الخفي المشكل من الكتب المتقدمة وتركوا الكثير المحكم المبين الواضح فهم سلكوا في القرآن ما سلكوه في الكتب المتقدمة لكن تلك الكتب يقرون بنبوة أصحابها ومحمد صلى الله عليه وسلم هم فيه مضطربون متماقضون فأي قول قالوه فيه ظهر فساده وكذبهم فيه إذ لم يؤمنوا بجميع ما أنزل إليه وإن قالوا كلامه متماقض ونحن نحتج بما يوافق قولنا إذ مقصودنا بيان تناقضه إذ مقصودنا بيان تناقضه قيل لهم عن هذا أجوبة أحدها أنه في الكتب المتقدمة ما يظن أنه متعارض أضعاف ما في القرآن وأقرب إلى التناقض فإذا كانت تلك الكتب متفقة لا تناقض فيها وإنما يظن تناقضها يظن تناقضها من يجهل معانيها ومراد الرسل فيكون كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب الثاني أنهم متمسكون بالمتشابه في تلك الكتب ومخالفون المحكم منها كما فعلوه بالقرآن وأبلغ الثالث أنه إذا كان ما جاء به متناقضا لم يكن رسول الله فإن ما جاء به من عند الله لا يكون مختلفا متناقضا الثالث أنه إذا كان ما جاء به متناقضا لم يكن رسول الله فإن ما جاء به من عند الله لا يكون مختلفا متناقضا وأن ما يتناقض ما جاء من عند غير الله قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فكل كتاب ليس من عند الله لا بد أن يكون فيه تناقض وما كان من عند الله لا يتناقض وحينئذ فإن كان متناقضا لم يجرز لهم الاحتجاج بشيء منه فإنه ليس من عند الله وإن لم يكن متناقضا ثبت أن ما فيه من عموم رسالته وأنه رسول إليهم فليس فيه شيء يناقضه فإن ما جاء من عند الله لا يتناقض الرابع أن نبين أن ما فيه من عموم رسالته لا ينافي ما فيه من أنه أرسل إلى العرب كما أن ما فيه من إنزار عشيرته الأقربين وأمر قريش لا ينافي ما فيه من دعوة سائر العرب فإن تخصيص بعض العام بالذكر إذا كان له سبب يقتضي التخصيص لم يدل على أن ما سوى المذكور مخالفه وهذا الذي يسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب والناس كلهم متفقون على أن التخصيص بالذكر متى كان له سبب يوجب الذكر غير الاختصاص بالحكم لم يكن للإسم اللقب مفهوم بل ولا للصفة كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فإنه نهاهم عن ذلك لأنه هو الذي كانوا يفعلونه وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير حق سواء كان ولدا أو غيره ولم يكن ذلك مناقضا لتخصيص الولد بالذكر الخامس أنه في ذلك أسوة بالمسيح عليه السلام فإن المسيح خص أولا بالدعوة ثم عم كما قيل في الإنجيل ما بعثت وأرسلت إلا لبني إسرائيل وقال أيضا في الإنجيل ما بعثت إلا لهذا الشعب الخبيث ثم عم فقال لتلامذته حين أرسلهم كما في الإنجيل كما بعثني أبي أبعث بكم فمن قبلكم فقد قبلني وقال أرسلني أبي وأنا أرسلكم وقال كما أفعل أنا بكم كذلك أفعلوا أنتم بعباد الله فسيروا في البلاد وعمدوا الناس باسم الأب والابن والروح القدس ولا يكون لأحدكم ثوبان ولا يحمل معه فضة ولا ذهبا ولا عصى ولا حرابا ونحو ذلك مما هو في الأنجيل التي بين أيديهم من تخصيص الدعوة ثم تعميمها وهو صادق في ذلك كله فكيف يسوغ لهم إنكار ما في الإنجيل عن المسيح نظيره ثم يقال في بيان الحال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث المسيح وغيره وإن كانت رسالته أكمل وأشمل كما نذكر في موضعه فأمره بتبليغ رسالته فأمره بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفة بعض طائفة وأمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا ثم بتبليغ طائفة بعض طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض كما قال تعالى وأوحي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي من بلغه القرآن فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم ونبين هنا أن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب بل ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن فأمره الله تبارك وتعالى أولا بإنزار عشيرته الأقربين وهم قريش فقال تعالى وأنزر عشيرتك الأقربين ولما أنزل الله عليه هذه الآية انطلق صلى الله عليه وسلم إلى مكان عال فعلى عليه ثم جعل ينادي يا بني عبد مناف إني نزير لكم بين يدي عذاب شديد إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه وهذه القصة رواها ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرهم في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن والمسانيد والتفسير قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية وأنزر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين ورهتك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعب الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون القريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقال أبو هريرة لما نزلت هذه الآية وأنزر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذ نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها وقالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية عمّة رسول الله يا عباس عمّة رسول الله لا أملك لكم من الله شيئا وقال ابن إسحاق لما نزلت هذه الآية جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني زهرة حتى عدد الأفخاذ من قريش ثم قال إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين وإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فقال أبو لهب أليهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم فأنزل الله تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ودعا قريشا إلى الله وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وأنزل تعالى لإلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر أمر جميع الخلق بعبادته كقوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقريش هم قومه الذين كذبه جمهورهم أولا كما قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسيح كذبوه أولا ثم أمره الله تعالى أن يدعو سائر العرب فكان يخرج بنفسه ومعه أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة وكانت العرب لم تزل تحج البيت من عهد إبراهيم الخليل عليه السلام فكان صلى الله عليه وسلم يأتيهم في منازلهم بمنى وعكاض ومجنة وذي المجاز فلا يجد أحدا إلا دعاه إلى الله ويقول يا أيها الناس إني رسول الله أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما يعبد من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به يا أيها الناس إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي فمن يمنعني أن أبلغ كلام ربي إلا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتزل لكم بها العجم فيقولون يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك هذا لعجب وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن دعوته ويظهر رسالته ويدعو الخلق إليها وهم يؤذونه ويجادلونه ويكلمونه ويردون عليه بأقبح الرد وهو صابر على أذاهم ويقول اللهم لك الحمد لو شئت لم يكون هكذا لو شئت لم يكون هكذا لو شئت لم يكون هكذا فلما اشتد عليه أمر قريش خرج إلى الطائف وهي مدينة معروفة شرقي مكة بينهما نحو ليلتين ومعه زيد بن حارثة ومكث بها عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرافها إلا جاءه في منزله وكلمه ودعاه إلى التوحيد فلم يجبه أحد منهم وخافوه على أحداثهم وأغروا به سفهاءهم فجعلوا يرمونه بالحجارة إذا مشى حتى أن رجليه لتدميان وزيد مولاه يقيه بنفسه حتى ألجأوا إلى ظل كرمة في حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة فرجع عنه ما كان تبعه من سفهائهم فدعا فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهامني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح له أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل علي سختك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فلما رأى ابن ربيعة ما صنع به راثيا له وقال لغلام لهما يقال له عداس وكان نصرانيا خذ قطفا من عنب ثم اجعله في طبق ثم اذهب إلى ذلك الرجل يأكله ففعل عداس وأقبل به حتى وضعه بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يده قال بسم الله ثم أكل فنظر عداس إلى وجهه ثم قال له والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك فقال عداس أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى فقال له عداس وما يدريك ما يونس بن متى والله لقد خرجت من نينوة وما فيها عشرة يعرفون متى من أين عرفت أنت متى وأنت أمي وفي أمة أمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخي كان نبيا وأنا نبي فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه فلما رجع عداس فقال ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه فقال يا سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجل لقد خبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة وهو محزون إذ لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة فقال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد فعلوا وفعلوا فقال يا زيد إن الله عز وجل جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه ثم ذكر ابن إسحاق دخوله مكة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي من أهل مكة وطائف ما لقي ودعا بالدعاء المتقدم نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال كما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلا إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعالة فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله على المشركين فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وفي الصحيحين عن خباب ابن الأرت ابن الأرتي أنه قال لما اشتد البلاء علينا من المشركين أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا فقال لقد كان من قبلكم يأخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه حتى يجعل فرقتين ما يصرف ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرف ذلك عن دينه وليتمنى الله هذا الأمر وليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون وذكر ما لقى نبي صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى والاستهزاء والإغراء وهو صابر محتسب مظهر لأمر الله بتبليغ رسالته لا تأخذه في الله لوم تلائم مواجه لقومه بما يكرهون من عيب دينهم وآلهتهم وتضليل آبائهم وتسفيه أحلامهم وإظهار عداوته وقتاله إياهم ما بلغ مبلغ القطع قال عكرمة عن ابن عباس ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فلما حضر الموسم حج نفر من الأنصار فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فريق منهم فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله وأخبرهم بالذي أتاه الله فأيقنوا واطمأنت قلوبهم إلى دعوته وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته وما يدعوهم إليه فصدقوه وآمنوا به وكان من أسباب الخير الذي ساق الله للأنصار إلى ما كانوا يسمعون من الأخبار في صفته فلما رجعوا إلى قومهم جعلوا يدعونهم سرا ويخبرونهم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثه الله به من النور والهدى والقرآن فأسلموا حتى قل أن يوجد دار من دورهم إلا أسلم فيها ناس لا محالة وقد ذكر الله ذلك في القرآن وأخبر أن أهل الكتاب كانوا يخبرون العرب به ويستفتحون به عليهم فكان أهل الكتاب مقرين بنبوته مخبرين بها مبشرين بها قبل أن يبعث فقال تعالى فيما يخاطب به أهل الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فقد أخبر تعالى أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أي يستمصرون به وكانهم والعرب يقتتلون فيغلبهم العرب فيقولون سوف يبعث النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر قتلة وكانوا ينعتونه بنعوته وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة وكما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله بما لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وأخبر أنهم باءوا بغضب على غضب فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم فأما أن يراد بالتثنية تأكيد غضب الله عليهم وأما أن يراد به مرتان والغضب الأول تكذيبهم المسيح والإنجيل والغضب الثاني لمحمد والقرآن أهمش تأويل الكلام تأويل الكلام له معنيان رقم واحد تأويل الكلام بمعنى ما أوله إليك المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام ويرجع والكلام إنما يرجع إلى حقيقته التي هي عين المقصود والكلام إنشاء وإخبار ومن الإنشاء الأمر وتأويل الأمر فعل المأمور به وتأويل الإخبار هو عين المخبر به إذا وقع رقم اثنان تأويل الكلام تفسيره وبيان معناه وهذا ما عناه ابن جرير في تفسيره بقوله القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا وهذا هو معنى التأويل عند السلف أما في عرف المتأخرين فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به وهذا الاصطلاح غير متفق مع ما يراد بلفظ التأويل في القرآن عند السلف وملخص ما مضى أن التأويل يستعمل في ثلاث معاني الأول الحقيقة التي يؤول إليها الكلام الثاني بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين الثالث اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين والأصوليين وهو صرف اللفظ إلى آخر ما ذكرناه صادقا هامش يقسم علماء الأصول دلالة غير المنظوم إلى أربعة أقسام رقم واحد دلالة الاقتضاء وهي ما كان المدلول فيه مضمرا إما لضرورة الصدق المتكلم أو لصحة الملفوظ به عليه رقم اثنان دلالة التنبيه والإيماء وهي في القياس رقم ثلاثة دلالة الإشارة ومثالها دلالة قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهراء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر رقم أربعة دلالة المفهوم وينقسم إلى قسمين رقم ألف مفهوم موافقة رقم باء مفهوم مخالفة أما مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل الظن ويسمى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمراد به معنى الخطاب وهذا ما اتفق على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال ليس بحجة وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق ويسمى دليل الخطاب أيضا وهو عند القائلين به منقسم إلى عشرة أصناف متفاوتة في القول متفاوتة في القوة والضعف وقد ذكروا لمفهوم المخالفة شروطا كثيرة منها ما يرجع للمسكوت ومنها ما يرجع للمنطوق أهامش في إنجيل متى الإصحاح الخامس عشر فقرى 24 فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة قلت لعل الشيخ رحمه الله يقصد بالعموم هنا العموم المقيد ببني إسرائيل فإن المسيح عليه السلام في أول الأمر خاطب الحواريين التلاميذ ثم أمرهم بعد ذلك أن يدعوا بني إسرائيل وحدهم وليس في الأنجيل ما يدل على عموم رسالة عيسى عليه السلام إلى الناس كافة بل إن فيها ما يدل على الخصوصية ببني إسرائيل وهذا واضح من قوله ما بعدت وأرسلت إلا لبني إسرائيل وقوله إلا لهذا الشعب الخبيث عدا ما ورد في إنجيل متى الإصحاح الثامن والعشرون وتلمذ جميع الأمم وتلمذ جميع الأمم وقد أجيب عنها بأجوبة منها رقم واحد أن هذه الوصية لم ترد عنه قبل رفعه ولم يسمعها منه تلاميذه لذلك فهي إن زعم صدورها منه بعد رفعه فتكون من قبل الرؤى والأحلام أو الأوهام مما يدعو إلى الشك فيها رقم إثنان تتضمن عبارات التسليث الأب والابن الروح القدس فكيف يستقيم ذلك مع أن التسليث وألوهية المسيح لم تتقرر إلا في مجمع نيقية سنة 325 ميلاديا وألوهية الروح القدس في مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلاديا مما يقطع بأن هذه الفقرات مصطنعة وألفت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل المذكور وهناك أجوبة أخرى ساقها محمد عزة الطهطاوي في كتابه القيم النصرانية والإسلام وأثبت فيه بأدلة كثيرة خصوصية دعوة عيسى عليه السلام من الأناجيل نفسها ثم بيّن أن أول ما قال بعالمية المسيحية بوليس في رسائله وأثبت ذلك بإقوال علمائه نفسهم انظر الكتاب المذكور صفحة 289 إلى 302 وانظر المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنيبر صفحة 136 وانظر كتاب المسيح إنسان أم إله للدكتور محمد مجدي مرجان صفحة 125 و127 فما بعدها وله في هذه المسألة كلام جيد أهمش من بالكسر وبنون في درج الوادي الذي ينزله الحجاج ويرمى فيه الجمار من الحرم سمي بذلك لما يمنى فيه من الدماء أي راق وحده من مهبة العقبة إلى محسر ومسجدها مسجد الخيف وبينها وبين مكة فرسخ عكاظ بضم أوله آخرها ضاء معجمة وهو نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليال كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له الأثيداء وهو أعظم أسواق الجاهلية مجنة بالفتح وتشديد النون اسم سوق العرب كانت في الجاهلية قيل بمر الظهران قرب جبل يقال له الأصفر كانت تقوم العشر الأواخر من زي القعدة وقبلها من أوله عكاظ وقيل بلد على أميال من مكة زي المجاز من أسواق العرب في الجاهلية ويقع خلف عرفة وكانت تقيم بعكاظ شهر شوال إذا حجت ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم به عشرين يوما من زي القعدة ثم تنتقل إلى سوق زي المجاز فتقيم به إلى أيام الحج هامش عداس مولى شهبة بن ربيعة كان نصرانيا من أهل نينوى قرية من قرى الموصل ولقي النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد جاء في الإصابة نقلا عن الوقدي أنه خرج مع سيده إلى بدر فقتل بها وقيل أنه لم يقتل بها بل رجع فمات والله أعلم نينوى بالكثري ثم السكون وفتح النون والواو قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل تقابلهما من الجانب الشرقي عبد يا ليل بتحت نية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحت نية ساكنة ثم لام ابن كلال بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام قال ابن حجر واسمه كنانة وقيل مسعود وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف رجل من القريتين عظيم والآخر عطبة بن ربيعة وقيل غيرهما وقد وفد مع وفد الطائف سنة عشر فأسلموا قاله ابن حجر نقلا قاله ابن حجر نقلا عن موسى ابن عقبة وابن إسحاق قال وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك لكن ذكر المديني ذكر المديني كما قال ابن حجر أن الوفد أسلمه إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك والله أعلم الأخشبان هما جبل مكة قعيق عان وأبو قبيس سميه بذلك لعظمهما وخشونتهما انظر تفسير غريب الحديث صفحة عشر وفتح الباري ستة تقسيم مئتان خمسة وعشرين وشرح مسلم للنووي إحدى عشر تقسيم مئة خمسة وخمسين المجلد السابس خباب بموحدتين الأولى مثقلة ابن الأرت بفتح أوله وثانيه وتشديد التاء ابن الأرت التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب في الله شهد بدرا والمشاهد كلها مات رضي الله عنه بالكوفة سنة سبع وثلاثين أعود إلى قراءة نص الكتاب فصل وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته تزيد على ألف معجزة مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات ومثل القرآن المعجز ومثل أخبار أهل الكتاب قبله وبشارة الأنبياء به ومثل أخبار الكهان والهواتف به ومثل قصة الفيل التي جعلها الله آية عام مولده وما جرى عام مولده من العجائب الدالة على نبوته ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطين بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه ومثل اخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله عز وجل من غير أن يعلمه إياها بشر فأخبارهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح وهود وشعيب وصالح وغيرهم وبالمستقبلات وبالمستقبلات وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلم من أهل الكتاب ولا غيرهم ولم يكن بمكة أحد من علماء أهل الكتاب ممن يتعلم هو منه بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان العربي ولا كان هو يحسن لسانا غير العربي ولا كان يكتب كتابا ولا يقرأ كتابا مكتوبا ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين سفرة وهو صغير مع عمه أبي طالب لم يفارقه ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم وسفرة أخرى وهو كبير مع ركب من قريش لم يفارقهم ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب وأخبر من كان معه بأخبار أهل الكتاب بنبوته مثل إخبار بحيرة الراهب بنبوته وما ظهر لهم منه مما دلهم على نبوته ولهذا تزوجت به خديجة قبل نبوته لما أخبرت به من أحواله وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر ولكن المقصود هنا التنبيه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة مثل نبع الماء من بين أصابعه غير مرة ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق العظيم وتكثير الماء القليل حتى شرب منه الخلق الكثير وهذا قد جرى غير مرة له ولأمته من الآيات ما يطول وصفه فكان بعض أتباعه يحيي الله له الموتى من الناس والدواب وبعض أتباعه يمشي بالعسكر الكثير على البحر حتى يعبر إلى الناحية الأخرى ومنهم من ألقى في النار فصارت عليه بردا وسلاما وأمثال ذلك كثير ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم بالأمور الماضية خبرا مفصلا لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيا أو من أخبره نبي وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحد من البشر وهذا مما قامت به الحجة عليهم وهم مع قوة عداوتهم له وحرصهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم وكان علم سائر الأمم بأن قومه المعادين له المجتهدين في الطعن عليه لم يمكنهم أن يقولوا أن هذه الغيوب علمها إياه بشر فواجب على جميع الخلق أن هذا لم يعلمه إياها بشر ولهذا قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فأخبر أنه لم يكن يعلم ذلك هو ولا قومه وقومه تقر بذلك ولم يتعلم من أحد غير قومه ولهذا زعم بعضهم أنه تعلم من بشر ولهذا زعم بعضهم أنه تعلم من بشر ظهر كذبه لكل أحد كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل وقالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فكان بمكة رجل أعجمي مملوك لبعض قريش فادعى بعض الناس أن محمدا كان يتعلم من ذلك الأعجمي فبين الله أن هذا كذب ظاهر فإن ذلك رجل أعجمي لا يمكنه أن يتكلم بكلمة من هذا القرآن العربي ومحمد صلى الله عليه وسلم عربي لا يعرف شيئا من أنسنة العجم فمن كلمه بغير العربية لا يفقه كلامه فلا ذلك الرجل يحسن التكلم بالعربية ولا محمد صلى الله عليه وسلم يفهم كلاما بغير العربية فلهذا قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أي يملون إليه ويضيفون إليه أنه أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي وهذا لسان عربي مبين وكذلك قال بعض الناس عن القرآن إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلا عن أوليائه فإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحد يعينه على ذلك وليس في قومه ولا في بلده من يحسن ذلك ليعينه عليه فلهذا قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا فإن جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزور ولهذا لم يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين وكذلك قولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فإن قومه المكذبين له يعلمون أنه ليس عنده من يملي عليه كتابا وقد بين ما يظهر كذبهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياه إلا بإعلام الله إياه فإن الله يعلم السر في السماوات والأرض ثم لما تبين بطلان قولهم هذا ذكر ما قبحوا به في نبوته فقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما يؤكل وما يلبس وقالوا هل لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يستغني عن ذلك بكنز ينفق منه أو جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا يقول مثلوك بالكاذب والمسحور والناقل عن غيره وكل من هذه الأقوال يظهر كاذبه لكل من عرفك لكل من عرفك ولهذا قال تعالى فظلوا فلا يستطيعون سبيلا والظل الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق الموصلة إلى المقصود بل ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة وقال تعالى وقالوا لو لا يأتين بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى فإنه أتهم بجلية ما في الصحف الأولى كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئا فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك صار هذا منقولا بالتواتر وكان مما أقر به المخالفوه مع حرصهم على الطعن لو أمكن فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحج على قومه وعلى جميع من بلغه خبر ذلك وقد أخبر بالغيوب المستقبلية وهذه تقوم بها الحج على من عرف تصديق ذلك الخبر كما قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض ثم قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك في المستقبل وكان كما أخبر وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهذا الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنة ولم يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وقال عن الكفار وهو بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر وظهر تصديق ذلك يوم بدر وغيره وبعد ذلك بسنين كثيرة وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكان الأمر كما وعده وظهر تصديق ذلك بعد سنين كثيرة وكذلك قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فأظهر الله ما بعثاه به بالآيات والبرهين واليد والسمام وقال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس وهذا يصدق الخبر الأخير وهو أنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وقد أيده تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا يعرف قط أحد دع النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهذا هو الواقع فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة فهذه عادة الله وسنته يعرف بها ما يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حتمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادع النبوة وكذب عليه تأييدا لا يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الأنبياء قبله أن الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا يؤيده فصار هذا معلوما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل العقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وقال تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وقال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي استهزئوا به وبين أن ما أخبرهم به حق بوقوع الخبر مطابقا للخبر وكان الأمر كذلك ومثله قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أخبر أنه سيريهم في أنفسهم وفي الآفاق ما يبين أن القرآن حق بأن يروا ما أخبر به كما أخبر به ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فأنه قد يشهد للقرآن بأنه حق بالآيات البينات والبراهين الدالة على صدقه التي تتبين بشهادة الرب تعالى بأنه حق فلا يحتاج مع الشهادة الحاضرة إلى امتظار الآيات المستقبلة فقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر أخبر باقتراب الساعة وانشقاق القمر وانشقاق القمر قد عينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الصورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة ثم ذكر حال الأنبياء ومكذبيهم فقال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فأخبر أنه أبقى السفن آية على قدرة الرب وعلى ما جرى لنوح مع قومه ثم قال فكيف كان عذابي لمن كذب ونذري وكذلك ذكر قصة عاد وثمود ولوت وغيرهم يقول في عقب كل قصة فكيف كان عذابي ونذر ونذره وإنذاره وهو ما بلغته عنه الرسل من الإنذار وكيف كانت عقوبته للمنذرين والإنذار هو الإعلام بالمخوف والإنذار هو الإعلام بالمخوف فتبين بذلك صدق ما أخبرت به الرسل من الإنذار وشدة عذابه لمن كذب رسله وذكر قصة فرعون فقال ولقد جاء آل فرعونا نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر وذكر في قصة محمد صلى الله عليه وسلم مع الناس أنواع من ذلك فقال قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ومثل هذا كثير في القرآن من ذكر دلائل النبوة وأعلام الرسالة ليس هذا موضع بسطه وإنما المقصود هنا التنبيه على جنس ذلك وما يذكره بعض أهل الكتاب أو غيرهم من أنه نصر فرعون ونمرود وسن حاريب وجنكسان وغيرهم من الملوك الكافرين جوابه ظاهر فإن هؤلاء لم يدعي أحد منهم النبوة وأن الله أمره أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار بخلاف من ادعى أن الله أرسله بذلك فإنه لا يكون إلا رسولا صادقا ينصر الله ويؤيده وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم أو يكون كاذبا فينتقم الله منه ويقطع دابره ويتبين أن ما جاءه به ليست من الآيات والبراهين التي لا تقبل المعارضة بل هي من جنس مخارق الصحرة والكهان والكذابين التي تقبل المعارضة فإن معجزات الأنبياء من خوصها أنه لا يقدر أحد أن يعارضها ويأتي بمثلها بخلاف غيرها فإن معارضتها ممكنة فيبطل دلالتها والمسيح الدجال يدعد ألوهية ويأتي بخوارق ولكن نفس دعواه الألوهية دعوة ممتنعة في نفسها ويرسل الله عليه المسيح ابن مريم فيقتله ويظهر كذبه ومعه ما يدل على كذبه ومعه ما يدل على كذبه من وجوه منها أنه مكتوب بين عينيه كافر ومنها أنه أعور والله ليس بأعور ومنها أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت ويريد أن يقتل الذي قتله أولا فيعجز عن قتله فمعه من الدلائل أدل على كذبه ما يبين أن ما معه ليس آية على صدقه بخلاف معجزات الأنبياء فإنه لا يمكن أحد من الإنس والجن أن يأتي بنظيرها ولا يبطلها مثل قلب العصى حية لموسى وإخراج ناقة لصالح من الأرض وأحياء الموت للمسيح وانشقاق القمر وإنزال القرآن وغير ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم فإن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية واقترحوا عليهم شقاق القمر فأراهم ذلك وقد أخبر الله تعالى بذلك في القرآن فقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ثم ذكر تعالى ما جرى قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح وهود وصالح ولوط ثم فرعون وهذه الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده وهي الأعياد والناس كلهم يسمعون يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر وقول المكذبين أنه سحر والناس كلهم المؤمنون به والمنافق والكافر والناس كلهم المؤمن به والمنافق والكافر يقرون على هذا لم يقل أحد منهم أن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر ومعلوم بالضرورة في مضطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس المؤمنين به لأسرع الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلا عن أعدائه من الكفار والمنافقين لا سيما وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم وأيضا فمعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه مع أنه كان أخبر الناس بسياسة الخلق فلو لم يكن القمر انشق لما كان يخبر بهذا ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به وأجعله آية له فإن من يكون من أقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه كاذب به فأجعله من أعظم آياته الدل على صدقه ويقرأه على الناس في أعظم مجامع وقال اقتربت الساعة وانشق القمر بصيغة الفعل الماضي ولم يقل قامت الساعة ولا ستقوم بل قال اقتربت أيدنت وقربت وانشق القمر الذي هو دليل على نبوة محمد وعلى إمكان انحراق الفلك الذي هو قيام القيامة وهو سبحانه قارن بين خبره باقتراب الساعة وخبره بانشقاق القمر فإن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم هو من أشراط الساعة وهو دليل على قربها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بعدت أنا والساعة كهتين وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطة وقد قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه كما يذكر ذلك عن المسيح في الإنجيل أنه لما سئل عنها فقال إنها لا يعلمها أحد من الناس ولا الملائكة ولا الإبن وإنما يعلمها الآب وحده وهذا مما يدل على أنه ليس هو رب العالمين وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لما سئل عنها قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض أي خفيت على أهل السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله فانشقاق القمر كان آية على شيئين على صدق الرسول وعلى مجيء الساعة وإمكان انشقاق الفلك فإن المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم لرب العالمين وانشقاق السماوات وانفطارها سواء أقروا بالقيامة الصغرى وأن الأرواح بعد الموت تنعم أو تعذب كما هو قول الفلاسفة اللا إلهيين أو أنكروا المعادة مطلقا كما أنكر ذلك من أنكره من مشرك العرب والفلاسفة الطبيعيين وغيرهم ينكرون انشقاق السماوات ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق كما ذكر ذلك أرسل وأتباعه وزعم أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي ممتنعة بزعمهم في الفلك المحدد إذ لا خلاء وراءه عندهم وهذا لو دل فإنما يدل على ذلك في الفلك الأطلف لا في مدونه فكيف وهو باطل فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه الأحياذ التي هي فيها سواء سمي خلاء أو لم يسمى كما هو مذكور في غير هذا الموضع والمقصود هنا أنه تعالى أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب الساعة لأنه دليل على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام الساعة الكبرى وهو آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من أشراط الساعة والله تعالى في كتابه يجمع بين ذكر القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة ذكر في أولها القيامة الكبرى وفي آخرها القيامة الصغرى وذلك كثير في سور القرآن في سور القرآن مثل سورة قاف وصورة القيامة وصورة التكاثر وصورة الفجر وغير ذلك وقد استفادت الأحاديث بانشقاق القمر في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا وفي لفظ ونحن معه بمنا فقال كفار قريش صحركم ابن أبي كبشة فقال رجل منهم إن محمدا إن كان صحر القمر فإنه لا يبلغ فإنه لا يبلغ من سحره أن يصحر الأرض كلها فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك وعن أنس بن مالك أنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه من شقق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما فنزلت اقتربت الساعة من شقق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وهذا حديث صحيح مستفيد رواه ابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وهو أيضا معروف عن حزيفة قال أبو الفرج بن الجوزي والروايات في الصحيح بانشقاق القمر عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس رضي الله عنهم ولما زعموا أن هذا القرآن هو ألفه قال الله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ثم تحداهم بعشر سور فقال تعالى أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ثم تحداهم بسورة واحدة فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا وقال تعالى أيضا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به ثم سجل على جميع الخلق العجز سجل على جميع الخلق العجز إلى يوم القيامة بقوله قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فأخبر من ذلك الزمان أن الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يقدرون على معارضة القرآن بمثله فعجز لفظه ومعناه ومعرفه وعلومه أكمل معجزة وأعظم شأنا والأمر كذلك فإنه لم يقدر أحد من العرب وغيرهم مع قوة عداوتهم وحرصهم على إبطال أمره بكل طريق وقدرتهم على أنواع الكلام أن يأتوا بمثله وأنزل الله إذ ذاك آيات بيّن فيها أنه رسول إليهم ولم يذكر فيها أنه لم يرسل إلى غيرهم فقال تعالى في سورة القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسنين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وقال في سورة السجدة أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون وقال في سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث نعمته على هؤلاء وحجته عليهم بإرساله وذكر بعض حكمته في إرساله وذلك لا يقتضي أنه لم يرسل إلا لهذا بل مثل هذا كثير معروف في لسان العربي وغيرهم قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ومعلوم أن في هذه الدواب منافع غير الركوب وقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينزر يوم التلاق يومهم بارزون فقد أخبر أنه ينزل الملائكة بالوحي على الأنبياء ينزل يوم القيامة وذلك لا يمنع أن يكونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنين والأمر والنهي بالشرائع وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فأخبر تعالى أنه خلق العالم العلوي والسفلي ليعلم العباد ليعلم العباد قدرته وعلمه ومع هذا ففي خلق ذلك له من الحكمة أمور أخرى غير علم العباد ومثل ذلك قوله تعالى وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ومعلوم أن في جعل الكعبة قياما للناس والهدي والقلائد حكما ومنافع أخرى وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسناء ومعلوم أن في ملك الله حكما ومعلوم أن في ملك الله حكما حكما أخرى غير جزاء المحسن والمسيء وكذلك قوله وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله رسلان مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومعلوم أن في إرسال الرسل سعادة من أمن ومعلوم أن في إرسال الرسل سعادة من آمن بهم وغيرها حكم أخرى غير دفع حجة الخلق عن الله وكذلك قوله تعالى كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم ومعلوم أن في تسخير حكما ومنافع غير التكبير وقوله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم وقال تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ودائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ومعلوم أن لله حكما في خلق الشمس والقمر والليل والنهار غير انتفاع بني آدم وكذلك قوله هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ومعلوم أن لله حكما في خلق الشمس والقمر والليل والنهار غير انتفاع بني آدم وذلك قوله هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وفيها حكم أخرى وقال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وفي إنزال الكتاب من هدى من اهتدى به واتعاضه وغير ذلك مقاصد غير الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ومعلوم أن في مبعث الخلق يوم القيامة مقاصد غير بيان مختلف في علم هؤلاء ومما يبين ذلك أنه قال في الآية التي احتج بها لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار بل وليبشر من آمن به ولأمرهم بالمعروف ونهيم عن المنكر وتحليل الطيبات وتحريم الخبائس وغير ذلك من مقاصد الرسل كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين لا ينافي كونه لم يصفهم في موضع آخر إلا بالإنذار إلا بالإنذار وقد قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحضرة حصار النصارى فقام خطيبهم فخطب بهذه الآية ولما قرأ قوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أشار إلى جند الإيمان قرأ قوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشار إلى جند الصلبان وقال تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط وفي إنزال الكتاب والميزان حكم أخرى من المشارة والإنذار وغير ذلك وكذلك قوله عن أهل الكهف ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وفي بعثهم حكم أخرى بدليل قوله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وقال تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من هداية الخلق وقيام الحجة على من بلغهم وغير ذلك وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وفيه حكم أخرى من قيام الحجة على الخلق وضلال من ضل به ومثله قوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من البشارة والأمر والنهي وغير ذلك وكذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله ومعلوم أن في جزاء المؤمنين مقاصد أخرى غير علم أهل الكتاب وما معه وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها ومعلوم أن فيه حكما أخرى مثل تبشير من آمن به والأمر والنهي وإنذار غير هؤلاء من العرب وقال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومعلوم أن فيه حكمة أخرى غير الإنذار وقال تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومعلوم أن فيه حكمة أخرى من إنذار الخلق كلهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتبشير المؤمنين فقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ومعلوم أن في أخذ الميثاق حكما أخرى وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيما وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى قوله لنريه من آياتنا وقوله وجعلنا الليل والنهار آيتين إلى قوله لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكذلك قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وفي ذلك كله حكم أخرى وكذلك قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وإن كانت هذه لام العاقبة فليست العاقبة منحصرة في ذلك بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك حكم أخرى ومثل قوله وكذلك زين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وفي إرساله حكم أخرى وكذلك قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وفي إنزاله تبشير وإنذار وأمر ونهي ووعد ووعيد وكذلك قوله في عيسى بن مريم هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكذلك قوله الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله وفيه حكم أخرى كما قال في الآية الأخرى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وقال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك إلى قوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون وكذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وفي كونهم وسطا حكم أخرى وقوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفيها حكم أخرى وكذلك قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا وفي ذلك حكم أخرى من البشارة والأمر والنهي وقال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء إلى قوله وليمحس وليمحص الله وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى ولكن لا بد لتقصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فإن هؤلاء كانوا أولى المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ومعلوم أنه نزل به ليكون بشيرا وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائف ويضع الآثار والأغلال صلى الله عليه وسلم أهامش معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قسمان الأول حسية وهي ثلاثة أنواع رقم واحد خارج عن ذاته صلى الله عليه وسلم وهي المعجزات التي أجراها الله على يديه رقم اثنان في ذاته صلى الله عليه وسلم كخاتم النبوة الذي بين كتفيه وما شهد من خلقته وصورته الدال على نبوته رقم ثلاثة في صفاته صلى الله عليه وسلم كصدقه وأمانته وشجاعته إلى آخره الثاني عقلية وهي ستة أنواع رقم واحد أنه من قبيلة ليست من أهل العلم ولم يرحل إلا إلى الشام مرتين فلا يتهم والحالة هذه بأنه ادعى النبوة من عنده رقم اثنان انقضى من عمره أربعون سنة ولم يخض في ذلك والشباب هو سن الحماس والاندفاع لمثل هذه الأمور رقم ثلاثة تحمله في أداء رسالة أنواع المشاق وصنوف المتاعب رقم أربع كان صلى الله عليه وسلم مجابة دعوة فما دع الله في شيء إلا وأجاب دعوته رقم خمسة جاءت البشارة به في الكتب السابقة والنصوص في ذلك كثيرة وموجودة رقم ستة أخبر عليه السلام عن الغيوب بما يشهد أنه نبي من عند الله وإلا فمن أخبره بذلك انظر إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليماني من صفحة تسعة وسبعين إلى صفحة خمسة وثمانين وتنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كامونة صفحة مئة وثلاثين هامش بحيري الراهب كان حبرا من أحبار اليهود قال ابن كثير والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا ثم نقل عن المسعودي أنه كان من عبد القيس وكان اسمه جرجس هامش نمرود بن كنعان بن كوس بن سام بن نوح ملك بابل وكان أحد ملوك الدنيا قال الحافظ ابن كثير ملك الدنيا فيما ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة مؤمنان وكافران فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان والكافران النمرود وبختنصر وذكروا أن نمرود هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغى وبغى وعتى وآثر الحياة الدنيا وقد صلت الله عليه ذبابا من البعوض هو وجيوشه فأكلت لحومهم وتركتهم عظاما بادية ودخلت وحدة منها في منخر الملك فعذبه الله بها حتى هلك وقد قص الله في سورة البقرة المحاجة التي دارت بينه وبين أبينا إبراهيم عليه السلام وكيف بهت فيها وانتصر الحق على الباطل هامش الدهرية سموا دهرية نسبة إلى الضهر حيث ينسبون النوازل إليه والفلسفة الدهرية ومشرك العرب والفلسفة الإلهيون يتفقون جميعا على إنكار المعاد كما ذكر المؤلف رحمه الله والدهرية ينكرون ابتداء العالم وينكرون وجود الله وينفون الرسالة والأمر والنهي واجعلونها من الأمور المستحيلة في العقول ثم هم بعد ذلك ينكرون السواب والعقاب ولا يفرقون بين الحلال والحرام وينفون أن يكون في العالم دليل على صانع ومصنوع وخالق ومخلوق وقد ذكر ابن القيم أن الدهرية فرقتان رقم واحد فرقة قالت أن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك متحركة متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركتها رقم اثنان وفرقة قالت إن الأشياء ليس لها أول البتة وإنما تخرج من القول إلى الفعل فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء تكونت الأشياء مركباتها وبصائطها من ذاتها لا من شيء آخر وقالوا إن العالم دائم لم يزل ولا يتغير ولا يضمح الانتهى فصل وأما احتجاجهم بقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته فهذا كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهذا في عمومه نزاع فإنه إما أن يكون خطابا لجميع الناس ويكون المراد إنا بعثنا إليكم رسولا من البشر إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة فمن الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولا بشريا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون وإما أن يكون الخطاب للعربي وعلى التقديرين فإنما تضمن ذكر أنعامه على المخاطبين بإرساله رسولا من جنسهم وليس في هذا ما يمنع أن يكون مرسلا إلى غيرهم فإنه إن كان خطابا للإنس كلهم فهو أيضا مرسل إلى الجن وليس من جنسهم فكيف يمتنع إذا كان خطابا للعرب بما امتن به عليهم وأن يكون قد امتن على غيره بذلك فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس وقد أخبر في الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وقال بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصبا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم أنغبقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ونظير هذا قوله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقومه قريش ولا يمنع أنه ذكر لسائر العرب بل لسائر الناس كما قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وهذا على أصح القولين وأن المراد بقوله وإنه لذكر لك ولقومك أنه ذكر لهم يذكرونه فيهتدون به وقيل أن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس شرفا لجميع قومه بل من كذب به منهم كان أحقا بالذم كما قال تعالى تبت يداء بلهب وقال تعالى وكذب به قومك وهو الحق بخلاف كونه تذكرة وذكر فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين فعم العالمين جميعهم فقال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين فاصل هذا الكلام على الوجه الأول وهو قول من يقول أنه لم يقل أنه أرسل إلا إلى العرب أنه لم يقل أنه أرسل إلا إلى العرب وأما الوجه الثاني وهو أن نقول هو ذكر أنه رسول إلى الناس كافة كما نطق به القرآن في غير موضع كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وقوله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقد صرح فيه بدعوة أهل الكتاب وبدعوة الجن في غير موضع فإذا فإذا سلموا أنه ذكر ذلك ولكن كذبوه في ذلك فإما أن يقروا برسالته إلى العرب أو لا يقروا فإن أقروا بأنه رسول أرسله الله لم يكن مع ذلك تكذيبه كما تقدم بل يجب الإقرار برسالته إلى جميع الخلق كما أخبر بذلك كما تقدم أن من ذكر أنه رسول الله لا يكون إلا من أفضل الخلق وأصدقهم أو من شر الخلق وأكذبهم فإنه إن كان صادقا فهو من أفضلهم وإن كان كاذبا فهو من شرهم وإذا كان الله قد أرسله ولو إلى قرية كما أرسل يونس بن متى إلى أهل مينوى كان من أفضل الخلق وكان صادقا لا يكذب على الله ولا يقول عليه إلا الحق ولو كذب على الله ولو في كلمة واحدة لكان من الكاذبين لم يكن من رسل الله الصادقين فإن الكاذب لا يكذب في شيء فإن الكاذب لا يكذب في كل شيء بل في البعض فمن كذب على الله في كلمة واحدة فقد افترى على الله الكذب وكان من القسم الكاذبين في دعوة الرسالة لا من الصادقين وأيضا فإن مقصود الرسالة تبليغ رسالات الله على وجهها فإذا خلط الكذب بالصدق فإذا خلط الكذب بالصدق لم يحصل مقصود الرسالة وأيضا فإذا علم أنه كذب في بعضها لم يتميز ما صبق فيه مما كذب فيه إلا بدليل آخر غير رسالته فلا يحصل المقصود برسالته ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه وقد قال تعالى ما يبين أنه لا يقر كاذبا عليه قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ثم قال تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته فقوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق كلام مستأنف ليس داخلا في جواب الشرط فإنه لو كان معطوفا على جواب الشرط لقال ويحق الحق بالكسر لالتقاء الساكنين كما في قوله قم الليلة فلما قال ويحق الحق بالضم دل على أنه جملة مستأنفة أخبر فيها أنه تعالى يمحو الباطل كباطل الكاذبين عليه ويحق الحق كحق الصادقين عليه فمحو الباطل نظير إحقاق الحق ليس مما علق بالمشيئة بل لا بد منه بخلاف الختم على قلبه فإنه معلق بالمشيئة ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة محو الباطل كتعليق الختم بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه وقال تعالى في صيانته وأحكامه لما تبلغه رسله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا ألقى الشيطان ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وأيضا فإذا لم يكن أرسل إلا إلى العرب وقد دعا اليهود والنصار إلى الإيمان به وكفرهم إذا لم يؤمنوا به وكفرهم إذا لم يؤمنوا به وجاهدهم وقتل مقاتلهم وقتل مقاتلهم وسبذ ذرياتهم كان ذلك ظلما لا يفعله إلا من هو من أظلم الناس ومن كان نبيا قد أرسله الله فهو منزه عن هذا وهذا فالإقرار برسالته إلى العرب دون غيرهم مع ما ظهر من عموم دعوته للخلق كلهم قول متناقض ظاهر الفساد وكل ما دل عليه أنه رسول فإنه يستلزم رسالته إلى جميع الخلق وكل من اعترف بأنه رسول لزمه الاعتراف بأنه رسول إلى جميع الخلق وإلا لزم أن يكون الله أرسل رسولا يفتر عليه الكذب ويقول للناس إن الله أمركم باتباعي وأمرني بجهادكم إذا لم تفعلوا وهو كاذب في ذلك ومعلوم أن كل ما دل على أن الله أرسله فإنه يدل على أنه صادق في الرسالة وإلا فلا فالرسول الكاذب لا يحصل به مقصود رسالة بل يكون من جملة المفترين على الله الكذب وأولئك ليسوا من رسل الله ولا يجوز تصديقهم في قولهم إن الله أرسلهم انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني وأوله فصل وأما أن لا يقر برسالته بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن علي ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر الدكتور حمدان بن محمد الحمدان الجزء الثاني الشريط الأول فصل وإما أن لا يقر برسالته إلى العرب ولا غيرهم بل قالوا فيه ما كان يقوله مشرك العرب من أنه شاعر أو ساحر أو مفتر كاذب ونحو ذلك فيقال لهم على هذا التقدير فدليلكم أيضا باطل ولا يجوز أن تحتجوا بتقديركم تكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن تحتجوا بشيء من كلام الأنبياء قبله سواء سواء صدقتم محمدا صلى الله عليه وسلم في جميع ما يقوله أو في بعضه أو كذبتموه فدليلكم باطل فيلزم بطلان دليل فيلزم بطلان دينكم على كل تقدير وما ثبت بطلانه على كل تقدير فهو باطل في نفس الأمر فيثبت أنه باطل في نفس الأمر وذلك أنكم إذا كذبتم محمدا لم يبقى لكم طريق تعلمون به صدق غيره من الأنبياء فيمتنع مع تكذيبه القول بصدق غيره بل من اعتقد كذبه وصدق غيره لم يكن عالما بصدق غيره بل يكون مصدقا لهم بغير علم وإذا لم يكن عالما بصدقهم لم يجز احتجاجه قط بأقوالهم بل ذلك قول منه بلا علم ومحاجة فيما لا علم له بها فإن الدلائل الدال على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر من الدلائل الدال على صدق موسى وعيسى ومعجزاته أعظم من معجزات غيره والكتاب الذي أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره بعث به غيره والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن أو مثله أو منه وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها هنا لأن جواب كلامهم لأن جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهم السلام مع التكذيب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم أو من أعظمهم عنادا واتباعا لهواه وذلك أن هؤلاء القوم احتجوا بما نقلوه عن الأنبياء ولم يذكروا الأدلة الدالة على صدقهم بل أخذوا ذلك مسلما وطلبوا أن يحتجوا بما نقلوه عن الأنبياء قبله وبما نقلوه عنه على صحة دينهم وهذه حجة داحضة سواء صدقوه أو كذبوه فإن صدقوه بطل دينهم وإن كذبوه بطل دينهم فإنهم إن صدقوه فقد علم أنه دعاهم وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته كما دع المسيح وموسى وغيرهما من الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره وكفرهم في غير موضع ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب بطلان دين النصارى يوجب بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه فإن من كان رسولا لله فإنه لا يكذب على الله ومحمد صلى الله عليه وسلم قد علم منه أنه دع النصارى واليهود إلى الإيمان به وطاعته كما دع غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة في القرآن من ذلك وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكره كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ومخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقد ذكر كفر اليهود والنصارى في غير موضع كقوله تعالى عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح وقال تعالى أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فقد قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم في الموضعين وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم وقال تعالى وقالت النصارى المسيح بن الله والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذكر الله عنهم هذه الأقوال لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم وهذا قول طائفة منهم كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية أن عيسى هو الله وعن النصطورية أنه ابن الله وعن المريوسية أنه ثالث ثلاثة وتارة يحكون عن النصطورية أنه ثالث ثلاثة وعن الملكية أنه الله ويفشرون قولهم ثالث ثلاثة بالأب والابن وروح القدس والصواب أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية والنصطورية فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس فتقول أن الله ثالث ثلاثة وتقول عن المسيح أنه الله وتقول إنه ابن الله وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة وهم متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك وهو قولهم نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق وأما قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فقد فسروه بالتسليث المشهور عنهم المذكور في أمانتهم ومن الناس من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية وقولهم ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالأب والابن والروح القدس وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله والرب وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين يعبدان من دون الله قال السدي في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالت النصارى إن الله هو المسيح وأمه إن الله هو المسيح وأمه فذلك قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقد قيل قول ثالث أغرب من ذلك عن أبي صخر قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال هو قول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة وهذا ضعيف وقد ذكر سعيد بن البطريق في أخبار النصارى أن منهم طائفة يقال لهم المريميون يقولون إن مريم إله وإن عيسى إله وأما الأول فمتوجه فإن النصارى المتفقين على الأمانة كلهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة والله تعالى قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنها وبين أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقال فآمنوا بالله ورسله ثم قال ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم لم يذكر هنا أمه لم يذكر هنا أمه وقوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكذلك قال معمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم هو قوله كن فكان وكذلك قال قتادة ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد على الجهمية وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى قال أحمد ثم إن الجهمة دعا أمرا فقال إن وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق قلنا أي آية قال قول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته فقلنا إن الله منعكم الفهم في القرآن عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن لأن عيسى يجري عليه نسمه ومولده نسمه ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب وهو يخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله من الله قوله وليس الكن مخلوقا وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته لأن الكلمة مخلوقة وقالت النصارى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال هذه الخرقة من هذا من هذا الثوب وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة قال أحمد وأما قوله جل ثناؤه وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقهم الله كما يقال عبد الله وسماء الله وفي نسخة روح يملكها الله خلقها الله وقال الشعبي في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم الكلمة حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان وقال ليث عن مجاهد روح منه قال رسول منه يريد مجاهد قوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس سمي روحا كما سمي كلمة لأنه خلق بالكلمة والنصار يقولون في أمانتهم تجثد من مريم ومن روح القدس لأنه كذلك في الكتب المتقدمة لكن ظن أن روح القدس هو صفة لله وجعلوها حياته وقدرته وهو رب وهذا غلط منهم فإنه لم يسمي أحدا من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من صفاته روح القدس بل روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء كالوحي والهدى والتأييد ويراد بها الملك وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن عيسى بن مريم استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة فقذفوه وأمه فلما سمع عيسى ذلك قال اللهم أنت ربي وأنا من روحك خرجت وبكلمتك خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث وقد قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فهذا يوافق قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك والمقصود هنا أنهم سواء صدقوا محمدا أو كذبوه فإنه يلزم بطلان دينهم على التقديرين يلزم بطلان دينهم على التقديرين فإنه يلزم بطلان دينهم على التقديرين فإنه إن كان نبيا صادقا فقد بلغ عن الله في هذا الكتاب كفر النصارى في غير موضع ودعاهم إلى الإيمان به وأمر بجهادهم فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر به فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر به وقد أخبر بكفر النصارى وضلالهم وإذا ثبت هذا لم يغني عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب والمعقول بل يعلم من حيث الجملة أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل وإن لم يبين فساد حججهم على التفصيل لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقا كما أن المسيح عليه السلام لما حكم بكفر من كذبه من اليهود كان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك باطلا فكل ما عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فهو باطل وإن كذبوا محمدا تكذيبا عاما مطلقا وقالوا ليس هو نبي أصلا ولا أرسل إلى أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم بل كان كذبا امتنع امتنع مع هذا أن يصدقوه امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوة غيره فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به نبوة محمد بطريق الأولى فإذا قالوا علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المتواطر إلينا قيل لهم معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وتواترها أبلغ والكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأمته أفضل وشرائع دينه أحسن وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل وهو صلى الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين العدل والفضل فإن ساغ لقائل أن يقول هو مع هذا كاذب مفتر كان على هذا التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك فيبطل بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم جميع ما معهم من النبوات إذ حكم أحد الشيئين حكم مثله فكيف بما هو أولى منه فلو قال قائل إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبيا أو أن داود وسليمان ويوشع كانوا أنبياء والمسيح لم يكن نبيا أو قال ما تقوله السامرة أن يوشع كان نبيا ومن بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكنوا أنبياء أو قال ما يقوله اليهود إن داود وسليمان وأشعية وحبقوق ومليخة وعاموس ودانيال كانوا أنبياء والمسيح ابن مريم لم يكن نبيا كان هذا قولا متناقضا معلوم البطلان فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحقوا بالنبوة وأكملوا نبوة ممن أثبتوها لهم ودلائل نبوة الأكمل أفضل فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون الفاضل وصار هذا كما لو قال قائل أن زفر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد لم يكونوا فقهاء أو قال إن الأخفش وابن الأنباري والمبرد كانوا نحاتا والخليل وسيبوي والفراء لم يكونوا نحاتا أو قال إن صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباءا وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطباءا أو قال إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة وبطليموس ونحوه لم يكن لهم علم بالهيئة ومن قال إن داود وسليمان ومليخ وعاموس ودانيال كانوا أنبياءا ومحمد بن عبد الله لم يكن نبيا فتناقضه أظهر وفساد قوله أبيا من هذا جميعه بل وكذلك من قال إن موسى وعيسى رسولان والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من عند الله ومحمد ليس برسول والقرآن لم ينزل من الله فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله وتدبر كتابه والكتب التي قبله وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع لكن المقصود هنا التنبيه على مجامع جوابهم وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد يدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء فلو ناظرهم من يكذب بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجة لهم ولا حجة لهم أيضا على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء فإن جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم أنبياء فيمتنع أن يصدقوا بالفرع من القدح في الأصل الذي به علموا صدقهم وأيضا فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم وأخبارهم فكذلك تعلم نبوة محمد بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأولى فيمتنع أن يصدق أحدا من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة مما جاء به هامش الثعلبي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق مفسر من أهل نيسابور له اشتغال بالتاريخ من كتبه الكشف والبيان في تفسير القرآن مخطوط وقد ذكر الزهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون واحد تقسيم 229 أنه يوجد منه نسخة غير كاملة في مكتبة الأزهر برقم 131 خمسة آلاف خمسمائة واحد وستين ويعرف بتفسير الثعلبي توفى رحمه الله سنة 427 هجريا هامش اليعقوبية نسبة إلى يعقوب البرزعاني وكان راهبا بالقسطنطينية النصطورية نسبة إلى نصطور وسبق بيان مذهبهم في قسم الدراسة المريوسية لعلها منسوبة إلى برايموس من القرن الثاني الميلادي ولد بالإسكندرية وانتخب بطرياركا وكان وعظا يقيم الأساقف والقساوسة ومكثا 12 عاما وكانت وفاته سنة 121 ميلاديا كما ذكر النصارى الملكية هي المسيحية الرسمية وهي أسبق من النسطورية واليعقوبية وتنسب إلى ملوك النصارى وقيل إلى ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومذهبهم أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم اللهوت تعني الجانب الإلهي من عيسى في معتقد النصارى الناسوت يعنون به الجانب البشري من عيسى هامش السدي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير تابعي حجازي الأصل صاحب التفسير والمغازي والسير قال الحافظ ابن حجر صدوق يهم ورمي بالتشيع مات سنة 127 هجريا وقيل سنة 128 هجريا هامش عزير ابن جروة ويقال بن سوريق ويقال بن سروخة من نسل هارون بن عمران قال الحافظ ابن كثير والمشهور أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيا سعيد ابن البطيق طبيب مؤرخ من أهل مصر ولد بالفستات وأقيم بطرياركا في الإسكندرية سنة 321 هجريا من مؤلفاته كتاب نظم الجوهر في التاريخ وهو مطبوع معمر بن راشد الأسدي مولاهم ثقة ثبت فاضل من كبار الطبقة السابعة مات سنة 154 هجريا وهو ابن 58 سنة الخلال أحمد بن هارون أبو بكر الخلال مفسر عالم بالحديث واللغة من كبار الحنابلة من أهل بغداد جامع علم أحمد ومرتبه كما قال الزهبي من كتبه تفسير الغريب وطبقات أصحاب ابن حنبل والسنة والعلل وغيرها الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة من شعب همدان بفتح المعجمة من شعب همدان وكنيته أبو عمرو ولد سنة 20 للهجرة وهو من التابعين اشتهر بكثرة علمه وسعة حلمه كان حافظا تقيا فقيها شاعرا ثقة مشهورة نقل عنه قوله ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي له مرسيل صحيحة مات رحمه الله سنة 900 هجرية ليث هو ليث ابن أبي سليم ابن زنيم القرشي مولاهم أحد العلماء والنساك قال ابن حجر صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك مات سنة 48 و100 هجرية وقيل سنة 143 هجرية ابن السائب محمد ابن السائب الكلبي الكوفي المفسر النسابة الأخباري كان سبائيا من أصحاب ابن سبأ قال ابن معين ليس بثقة وقال الضار قطني وجماعة متروك وقال الجوز جاني وغيره كذاب صنف كتابا في تفسير القرآن وسئل الإمام أحمد هل يحل النظر في تفسيره قال لا وقال الزهبي لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به مات سنة 146 هجريا يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف ولد بمصر وخرج مع موسى إلى البحر لما سار ببني إسرائيل ومتفق على نبوته عند أهل الكتاب فإن السامر لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع لأنه مصرح به في التوراة ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم السامرة طائفة من اليهود اختلفوا عن سائر اليهود بأنهم آمنوا بموسى وهارون ويوشع عليه السلام وأنكروا نبوة من بعدهم إلا نبيا واحدا يأتي من بعد موسى وقد افترقوا في تعيينه ولهم توراة غير التي بأيدي سائر اليهود التوراة السامرية ولهم زيادة تقشف عن باقي اليهود وقبلتهم جبل يقال له غريزيم غريزيم ويقولون أن مدينة القدس هي نابلس وتبعد ثمانية عشر ميلا عن بيت المقدس ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس ولغتهم غير لغة اليهود قالوا والتوراة كانت بلسانهم وهي قريبة من العبرانية فنقلت إلى السامرية حبقوق معناه في التراث الإسرائيلي المعانق ويزعمون أنه كان كيعقوب يصارع الله بالصلاة ويقرون أنه كان لاويا من صبط لاوى بن يعقوب من صبط لاوي بن يعقوب وله سفره المسمى باسمه ويتألف من ثلاثة إصحاحات مليخة أو ملاخي يذكر الدكتور صابر في التراث الإسرائيلي صفحة 263 أنه لا توجد دراسات حول ملاخي تفصح عن شخصيته وسلسلة نسب آبائه كذلك في كل كتابات العهد القديم لا يُعثر على أثر يذكر من قريب أو بعيد وملاخي لعلها وملاخي لعلها اختصار لكلمة ملاخية التي تعبر في العبرانية عند شراح التراث عن ملاك الرب أو مرسل أو مرسل الرب عاموس أحد أنبياء بني إسرائيل ولد كما في سفره في قرية تقوع الواقع في جنوب أرشليم وكان رعيا للغنم كما ورد في سفره ويذكر الدكتور طعيمة أن ظهوره كان في أيام الملك ياربع عام الثاني ملك إسرائيل ويتكون سفر عاموس من تسعة إصحاحات دانيال من صبق يهوذة ويمتد نسبه إلى عائلة داود بن يفي ويعني اسمه في العبرية الله دياني أو قاضي عاش عصر المحنة الكبرى التي اتعرض لها شعب يهوذة وقد أسر في غزو بابل وهو الذي فسر حلم ملك بابل عن التمثال العظيم كما ورد في سفر دانيال ابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم المصري ولد سنة 132 هجريا تفقها بالإمام مالك وصاحبه عشرين سنة وهو صاحب المدونة طبعت في ستة عشر جزءا رواها عن الإمام مالك قال في الانتقاء روايته صحيحة قليلة الخطأ مات بمصر سنة 191 هجريا رحمه الله المزني هو إسماعيل بن يحيى المزني من مزينة قبيلة من مضر صاحب الإمام الشافعي كان عالما زاهدا مجتهدا محجاجا صنف كتبا كثيرة في مذهب الشافعي منها الجامع الكبير والجامع الصغير ومختصر المختصر وغيرها كانت ولادته سنة 175 هجريا ووفاته سنة 264 ميلاديا الأثرم هو أحمد بن محمد بن هاني الطائي أبو بكر الأثرم من حفاظ الحديث أخذ عن الإمام أحمد وآخرين له كتاب في علل الحديث وآخر في السنن وناسخ الحديث ومنسوخه توفر رحمه الله سنة 261 هجريا الأخفش هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري المعروف بالأخفش الأوسط لقب به لصغر عينه المعروف بالأخفش الأوسط لقب به لصغر عينه مع سوء بصرهما لصغر عينيه مع سوء بصرهما نحوي من علماء البصرة متكلم حاذق صحب الخليل قبل صحبته لسيبوي له تصاميف كثيرة في النحو وغيره أضاف في العروض بحر الخبب توفى رحمه الله سنة 215 هجريا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ولد في الأنبار سنة 271 هجريا من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة كان حافظا للشعر والأخبار كان يحفظ 300 ألف بيت شاهد وكان ثقة صدوقا له تصنيف في اللغة وعلوم القرآن وغريب الحديث وغيرها توفى سنة 328 هجريا ببغداد أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكثر كما قال الزبيبي ورد سنة 210 هجريا بالبصرة وهو إمام في الأدب والعربية ببغداد في زمانه له تصنيف منها الكامل وإعراب القرآن وغيرهما توفى ببغداد سنة 286 هجريا الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن من فراهيد حي من الأزدي باليمن ولد سنة 100 هجريا إمام اللغة والأدب وواضع علم العروض وشيخ سيبويه كان شعرا وذكيا وورعا زاهدا له تصنيف كثير منها العين في اللغة ومعاني الحروف والعروض وغيرها توفى رحمه الله سنة 170 هجريا سيبويه عمر بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب ومعنى سيبويه رائحة التفاح وهي كلمة فارسية ولد سنة 148 هجريا إماما نحا وأعلم الناس بالنحو بعد الخليل كما قال البغوي ألف كتابه في النحو فكان فريدا في بابه توفى رحمه الله بالأهواز وقيل بشيراز سنة 180 هجريا الفراء يحيى بن زياد الديلمي مولى بني أسد أبو زكريا ولد سنة 144 هجريا لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب كان يقال له أمير المؤمنين في النحو كان فقيها متكلما يميل إلى الاعتزال له تصنيف كثيرة في النحو واللغة توفى سنة 207 هجريا في طريق مكة دقراط بن أبرقيلس فيلسوف مشهور من فلسفة اليونان وطبيب من أطبائهم له في الطب تأليف عديدة كما ذكر القفطي كان في زمان أردشير من ملوك الفرس جالينوس حكيم فيلسوف طبيب بارع وعالم بالطبيعيات والهندسة كان بعد المسيح عليه السلام بنحو 200 سنة وله تصنيف عديدة كوشيار بن لبان الجيلي أبو الحسن مهندس من علماء الهيئة صنف مجمل الأصول في أحكام النجوم والزيج الجامع أو البالغ في حساب الكواكب توفى سنة 350 هجريا الخرقي هو محمد بن أحمد الحنفي الخرقي نسبة إلى خرق من قرى مرو فلكي رياضي ولد سنة 469 هجريا وتوفى سنة 533 هجريا من آثاره التبصر في الهيئة الرسالة الشاملة في الحساب ومنتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك بطليموس القلوذي صاحب كتاب المجسطي وغيره إمام في الرياضة وعالم في النجوم وقد شرح كتابه المجسطي جماع من علماء الفلك وكلهم عالة على بطليموس وأول من عني بكتابه وترجمته وترجمه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من النصارى إنما يعتمدون في النبوات على بشارة الأنبياء بمن يأتي بعدهم فيقولون المسيح عليه السلام بشرت به الأنبياء قبله بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبشر به نبي وجواب هؤلاء من وجهين أحدهما أن يقال بل البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أعظم من البشارة بالمسيح صلى الله عليه وسلم وكما أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو عيسى بن مريم بل هو آخر ينتظرونه وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال فأنه الذي يتبعه اليهود ويخرج معه سبعون ألف مطيلس من يهود أصبهان ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهود ورائي تعالى فاقتله كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل مسيح الهدى عيسى بن مريم مسيح الضلالة الأعور الدجال على بضع عشرة خطوة من باب لد ليتبين للناس أن البشر لا يكون إلها فيقتل من ادعى فيه أنه الله وهو بريء مما ادعى فيه لمن ادعى في نفسه أنه الله وهو دجال كذاب فهكذا البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة وقد يتأولها بعض أهل الكتاب على غير تأويلها كما قد بسط في موضع آخر فإن بسط الكلام في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب له موضع آخر الجواب الثاني أن يقال ليس من شرط النبي أن يبشر به من تقدمه كما أن موسى كان رسولا إلى فرعون ولم يتقدم لفرعون به بشارة وكذلك الخليل عليه السلام أرسل إلى نمرود ولم يتقدم به بشارة نبي إليه وكذلك نوح وهود والصالح وشعيب ولوط لم يتقدم هؤلاء بشارة إلى قومهم بهم مع كونهم أنبياء صادقين فإن دلائل نبوة النبي لا تنحصر في أخبار من تقدمه بل دلائل النبوة منها المعجزات ومنها غير المعجزات كما قد بسط في موضع آخر وهؤلاء النصارى إنما مستند دينهم إنما مستند دينهم في التسليف والاتحاد وغير ذلك هو السمع وهو دعواهم أن الكتب الإلهية جاءت بذلك ليس مستندهم فيه العقل فإذا تبين أنهم مع تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يمتنع أن تثبت نبوة غيره امتنع استدلالهم بالسمعيات وأما العقليات فإن تشبثوا ببعضها فهم معترفون بأن حجتهم فيها ضعيفة وأنها على نقيد مذهبهم أدل منها على مذهبهم أدل منها على مذهبهم وسنبين إن شاء الله تعالى أن لا حجة لهم في سمع ولا عقل بل ذلك كله حجة عليهم وأما تمثيلهم الكتاب بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيل باطل غير مطابق لأن الإقرار بالوفاء إقرار بسقوط الدين ولا مناقبة بين ثبوت الدين أولا وسقوطه آخرا بالوفاء بل أمكن مع هذا دعواه وأما من يذكر أنه رسول الله فلا يمكن أن يقر بأنه رسول الله في بعض ما أنبأ به عن الله دون بعض ولا يمكن اتباع بعض كتابه الذي ذكر أنه منزل من عند الله دون بعض فإنه إن كان صادقا في قوله إنه رسول الله كان معصوما فيما يخبر به عن الله ولا يجوز أن يكذب في شيء منه لا عمدا ولا خطأ ووجب اتباع الكتاب الذي جاء به من عند الله ولم يكن رد شيء مما ذكر أنه جاء به من عند الله ولم يمكن رد شيء مما ذكر أنه جاء به من الله وإن كان كاذبا في كلمة واحدة مما أخبر به عن الله فهو من الكاذبين المفترين فلا يجوز أن يحتج بشيء من دينهم ولا دين غيرهم بمجرد إخباره عن الله بل ولا بمجرد خبره وقوله وإن لم يذكر أنه خبر عن الله كما لا يجوز مثل ذلك في سائري من عرف أنه كاذب في قوله إني رسول الله كمسهلمة الحنفي والأسود العنفي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وبابا الرومي وأمثالهم من الكذابين والواحد من المسلمين وإن كان الله لا يؤخذه بالنسيان والخطأ بل والرسول أيضا وإن لم يكن يؤخذ بالنسيان والخطأ في غير ما يبلغه عن الله عند السلف والآئمة وجمهور المسلمين لكن ما يبلغه عن الله لا يجوز أن يستقر فيه خطأ فإنه لو جاز أن يبلغ عن الله ما لم يقوله ويستقر ذلك ويأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله ولم يقوله الله كان هذا مناقضا لمقصود الرسالة ولم يكن رسولا لله في ذلك بل كان كاذبا في ذلك وإن لم يتعمده وإذا بلغ عن الله ما لم يقوله وصدق في ذلك كان قد صدق من قال على الله غير الحق وإذا بلغ عن الله ما لم يقوله وصدق في ذلك كان قد صدق من قال على الله غير الحق ومن تقول عليه ما لم يقوله وإن لم يكن متعمدا ويمتنع في مثل هذا أن يصدقه الله في كل ما يخبر به عنه أو أن يقيم له من الآيات والبراهين ما يدل على صدقه في كل ما يخبر به عنه مع أن الأمر ليس كذلك ومن قامت البرهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب لا عمدا ولا خطأ وهذا مما اتفق عليه جميع الناس من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأ وإنما تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه فلا ينافي مقصود الرسالة كما نقل من ذكر كما نقل من ذكر تلك الغرانيق العلاء وأن شفاعتها لترتجى هذا فيه قولان للناس منهم من يمنع ذلك أيضا وطعم في وقوع ذلك ومن هؤلاء من قال إنهم سمعوا ما لم يقله فكان الخطأ في سمعهم والشيطان ألقى في سمعهم ومن جوز ذلك قال إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان لم يكن في ذلك محذور وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير الحق كفعل طالب الرياسة المصر على خطأه وإذا كان نسخ ما جزم بأن الله أنزله وإذا كان نسخ ما جزم بأن الله أنزله لا محذور فيه فنسخ مثل هذا أولى أن لا يكون فيه محذور واستدل على ذلك بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وعلى كل قول فالناس متفقون على أن من أرسله الله وأقام الآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله لم يكن ما يبلغه عنه إلا حقا وإن كانت الآيات الدل على صدقه دلت على صدق من ليس بصادق وبطلان مدلول الأدلة اليقينية ممتنع والصدق الذي هو مدلول آيات الأنبياء وبراهينهم هو أن يكون خبره عن الله مطابقا لمخبره لا يخالفه عمدا ولا خطأ ولو قال قائل أنا لا أسمي الخطأ كذبا أو قال إن المخطئ لا إثم عليه في خطأه قيل له هذا لا ينفع هنا فإن الآيات دلت على أن الله أرسله ليبلغ عنه رسالاته والله لا يرسل من يعلم أنه يخبر عنه بخلاف ما قال له كما لا يجوز إرسال من يتعمد عليه الكذب بل الواحد من الناس لا يرسل من يعلم أنه يبلغ خلاف ما أرسل به ولو علم أنه يقول عليه ما لم يقل وأرسله مع ذلك لكان جاهلا سفيها ليس بعليم حكيم فكيف يجوز ذلك على أعلم العالمين وأحكم الحاكمين وأيضا فإن الآيات والبراهين دلت على صدقه في كل ما يبلغه عن الله وأن الله مصدقه في كل ما يبلغه عنه فيمتنع أن لا يكون صادقا في شيء من ذلك ويمتنع أن يصدق الله في كل ذلك من لا يصدق في كل ذلك فإن تصديق من لا يصدق كذب والكذب ممتنع على الله وإذا تبين أن من ذكر أنه رسول الله إما أن يكون رسولا صادقا في جميع ما يبلغه فيمتنع مع هذا تماقض أخباره لأنها كلها صادقة وإما أن يكون غير صادق ولو في كلمة فلا يكون رسولا لله فلا يحتج بشيء مما يخبر به عن الله كان تمثيل من ذكر أنه رسول الله بالمقر باستيفاء وثيقته تمثيلا باطلا فإن صاحب الوثيقة الذي أقر بوفائها بعد كانت له حجة ثم استوفاها ومن ذكر أنه رسول الله إما صادقا وإما كاذبا وعلى التقديرين لا يجوز أن يحتج ببعض كلامه دون بعض وإذا قال القائل مقصودي أبين أنه متناقض وأن نفس كلامه يبين أنه لم يرسل إلينا وأن ديننا حق كما أن نفس كلاما الذي كان له الحق هو المقر بالوفاء قيل إن كان كلامه متناقضا فليس برسول وحينئذ فلا يجوز لك أن تحتج بشيء مما بلغه عن الله بخلاف المقر بالوفاء فإن إقراره مقبول على نفسه فإنه شاهد على نفسه بالوفاء وإقرار المقر على نفسه وشهادته على نفسه مقبولة ولو كان كافرا وفاسقا بخلاف شهادته وخبره عن الله فمن شبه إقرار المقر على نفسه بقول الذي يقول إنه رسول الله دل ذلك على غاية جاهله بالقياس والاعتبار والتمثيل فإن إقرار المقر على نفسه حجة عليه ولو كان فاسقا معروفا بالكذب وليس هو مثل شهادة الإنسان على غيره فإن شهادته على غيره لا تقبل إذا كان معروفا بالكذب فكيف بمن شهد على الله بأن الله أرسله فالمقر على نفسه يمكن قبول إقراره على نفسه ولا يقبل دعواه على غيره وكذلك الشاهد قد تقبل شهادته فيما ليس هو خصما فيه ولا تقبل شهادته بما دعاه وأما من يقول إنه رسول الله فلا يمكن أن يصدق في بعض ما يخبر به عن الله ويكذب في بعض بل إن كان كاذبا في كلمة واحدة فليس هو رسولا لله فلا يحتج بكلامه وإن قدر أن الكلام في نفسه صدق لكن نسبته إلى الله أن الله أرسله به وأوحاه لا يكون صادقا فيه إذا كذب في كلمة واحدة لأن الله لا يرسل كاذبا وإن لم يكن كاذبا في كلمة واحدة واجب تصديقه في كل ما يخبر به فلا يمكن تصديقه في بعض ما يخبر به عن الله دون بعض بخلاف المقر والشاهد وإن كان المقصود بيان تناقضه كان هذا احتجاجا على أنه ليس برسول فلا ينفعهم ذلك مع أنه تبين أنه ليس بمتناقض وإن كان المقصود إلزام المسلمين به فقد بينا أنه لا يلزمهم من وجوه متعددة فهذا بيان أنهم لا يجوز لهم لاحتجاج بشيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم سواء صدقوه أو كذبوه ثم يقال لهم ثانيا في الجواب عن التمثيل بالوثيقة إن الإقرار بالاستفاء يناقض استفاء الحق وأما القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس في إخباره بأنه أرسل إلى قريش ثم إلى العرب ما يناقض إخباره بأنه أرسل إلى جميع الناس أهل الكتاب وغيرهم كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة لا لهم بقوله يا بني إسرائيل ما يمنعه أن يكون مرسلا إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلى النصارى والمشركين وهو لم يقل قط إني لم أرسل إلا إلى العرب ولا قال ما يدل على ذلك بل ثبت عنه بالنقل المتواطر أنه قال إنه مرسل إلى جميع الجن والإنس إلى أهل الكتاب وغيرهم ولو قدر أنه قال إنه لم يرسل إلا إلى العرب ثم قال إني أرسلت إلى أهل الكتاب لكان قد أرسل إلى أهل الكتاب بعد إرساله إلى العرب كما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وقال أيضا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين نفي تحريمها في الزمن الأول وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاه ولكن يظهر الدين إذا أوجب شيئا ثم نسخ إيجابه كما نسخ إيجاب الصدقة بين يدي النجوة ففي مثل هذا يتمسك بالنص الناسخ دون المنسوخ كما يتمسك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار بالدين هامش روى مسلم في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة روى البخاري في كتاب الجهاد والسير باب قتال اليهود ثلاثة تقسيم 232 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتلهم روى البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب المظالم باب كسر الصليب وقتل الخنزير ثلاثة تقسيم 107 وفي كتاب الأنبياء باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها هامش الحارث الدمشقي هو الحارث بن سعيد متنبئ كذاب من أهل دمشق وله أتباع يعرفون بالحارثية كان مولى لأحد القرشيين ونشأ متعبدا زاهدا ثم ادع النبوة ثم لبس على الناس بما يظهر لهم من أوهام وضلالات ثم لبس على الناس بما يظهر لهم من أوهام وضلالات ذكر المؤرخون منها أنه يأتي إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسيح ويطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء وغير ذلك من الأوهام حتى تبعه خلق كثير فتنوا به ووصل خبره إلى عبد الملك بن مروان لكنه لم يدركه حيث اختفى في بيت المقدس فأرسل من احتال عليه حتى أتى به فصل به وقتله هامش قال المفسرون في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الآية الثانية عشر من سورة المجادلة قال المفسرون نهوا عن مناجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي رضي الله عنه قدم دينارا فتصدق به ثم نزلت الرخصة في ذلك ونسخت لقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يحتجوا بشيء من القرآن وما نقل عن محمد صلى الله عليه وسلم إلا مع التصديق برسالته وأنه مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرار بنبوة غيره ولا الاحتجاج بشيء من كلام الأنبياء فتكذيبهم يستلزم تكذيبهم بغيره فإذا ثبتت نبوة غيره ثبتت نبوته وذلك يستلزم بطلان دينهم فكان صحة دليلهم يستلزم بطلان المدلول وفساد المدلول يستلزم فساد الدليل فإن الدليل ملزوم للمدلول عليه وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فإذا ثبت الدليل ثبت المدلول عليه وإذا فسد المدلول عليه لزم فساد الدليل فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لزم بطلان دينهم وإذا بطل دينهم لم يجز أن يقوم دليل صحيح على صحته وإن لم يكن رسول الله لم يجز الاستدلال بقوله فثبت أن استدلالهم بقوله باطل على التقديرين ونحن نذكر هنا أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحد من الأنبياء أو الرسل على صحة دينهم وأيضا فإن الذين احتجوا بقولهم مثل موسى وداود والمسيح وغيرهم إما أن يكونوا عرفوا أنهم أنبياء بدليل على نبوتهم كالاستدلال بآياتهم وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات وإما أن يكونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم ولا دليل وإما أن يكونوا احتجوا بذلك على المسلمين لأنهم يسلمون نبوة هؤلاء لأنهم يسلمون نبوة هؤلاء وعلى كل تقدير لا يصح استدلالهم بقولهم أما على الأول فلأنه أي طريق ثبتت بها نبوة واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام فإنه تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بمثلها وأعظم منها وحينئذ فإن لم يقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع أن كل دليل يدل على نبوة موسى وداود وعيسى وغيرهم يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لازم أن يكونوا قد نقضوا دليلهم فجعلوه قائما مع انتفاء مدلوله وإذا انتقد الدليل بطلت دلالته فإنه إنما يدل إذا كان مستلزما للمدلول فإذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجد لم يكن مستلزما له فلا يكون دليلا فإن من جعل المعجزات دليلا على نبوة نبي وقال المعجزة هي الفعل الخارق للعادة المقرون بالتحدي السالم من المعارضة ونحو ذلك مما يذكر في هذا المقام وجعل ذلك دليلا على نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء قيل له إن كان هذا دليلا فهو دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن دليلا على نبوة موسى وعيسى فإنه قد ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما لم يثبت مثله وعن غيره ونقل معجزاته متواتر أعظم من نقل معجزات عيسى وغيره فلم تنع التصديق بآياته مع التكذيب بآيات محمد صلى الله عليه وسلم وإن قالوا معجزات محمد صلى الله عليه وسلم لم تتواتر عندنا قيل ليس من شرط التواتر أن يتواتر عند طائفة معينة بل هذا كما يقول المشركون والمجوس وغيرهم لم يتواتر عندنا معجزات موسى والمسيح عليهم السلام وأنما تتواتر أخبار كل إنسان عند من رأى المشاهدين له أو رأى من رآهم وهل مجر ومعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين رأوه ونقلوا معجزاته أضعاف أصحاب المسيح عليه السلام والتابعون الذين نقلوا ذلك عن الصحابة كذلك فيلزم من التصديق بمعجزات المسيح عليه السلام التصديق بمعجزات محمد صلى الله عليه وسلم ومن التكذيب بمعجزات محمد التكذيب بمعجزات المسيح وإن قالوا عرفت نبوة المسيح ببشارات الأنبياء قبله قيل وفي الكتب المتقدمة من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل ما فيها من البشارات بالمسيح وأكثر كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى وإن تأولوا تلك البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يمنع دلالتها بما يمنع دلالتها قيل لهم واليهود يتأولون بشارات المسيح بما يمنع دلالتها على المسيح فإذا قالوا تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة بين لهم أن هذه باطلة أيضا بمثل تلك الوجوه وأقوى فما من جنس من الأدلة يدل على نبوة موسى والمسيح إلا ودلالته على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أقوى وأكثر فيلزم من ثبوت نبوة موسى والمسيح ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن الطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الطعن في نبوة موسى والمسيح وإذا قالوا إن المسيح إله قيل لهم ثبوت كونه إلها لو كان ممكن أبعد من ثبوت كونه رسولا فكيف إذا كان ممتنعا وذلك أنه ليس معهم ما يدل على ألوهيته إلا ما ينقلونه من أقوال الأنبياء والخوارق والخوارق لا تدل على الألوهية فإن الأنبياء ما زالوا يأتون بالآيات الخارقة للعادة ولم تدل على ألوهية أحد منهم وأما أقوال الأنبياء عليهم السلام فلا ريب أن دلالتها على رسالته ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم أظهر من دلالتها على ألوهية المسيح فيمتنع الاحتجاج بها على ألوهية المسيح دون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة المسيح ومتى ثبت أن محمدا رسول الله بطلت ألوهية المسيح فإنه كفر من قال إنه الله أو ابن الله بل وكذلك متى ثبت أن المسيح رسول الله بطل كونه إلها فإن كونه هو الله مع كونه رسول الله متناقض وقولهم إنه إله بلاهوته ورسول بناسوته كلام باطل من وجوه منها أن الذي كان يكلم الناس إما أن يكون هو الله أو هو رسول الله فإن كان هو الله بطل كونه رسول الله وإن كان رسول الله بطل كونه هو الله ولهذا لما كان الذي كلم موسى عليه السلام من الشجرة هو الله لم تنطق الكتب بأنه رسول الله وهذا وارد بأي وجه فسر الاتحاد فإنه من المعلوم أن الناس كانوا يسمعون من المسيح كلاما بصوته المعروف وصوته لم يختلف ولا حاله عند الكلام تغيرت كما يختلف الإنسان وحاله عند الكلام إذا حل فيه الجني وإذا فارقه الجني فإن الجني إذا تكلم على لسان المصروع ظهر الفرق بين ذلك المصروع وبين غيره من الناس بل اختلف حال المصروع وحال كلامه وسمع منه من الكلام ما يعلم يقينا أنه لا يعرفه وغاب عقله بحيث يظهر ذلك للحاضرين واختلف صوته ونغمته فكيف بمن يكون رب العالمين هو الحال فيه المتحد به المتكلم بكلامه فإنه لا بد أن يكون بين كلامه وصوته وكلام سائر البشر وصوتهم من الفرق أعظم من الفرق الذي بين المصروع وغير المصروع بما لا نسبة بينهم يبين هذا أن موسى لما سمع كلامه سمع صوتا خارقا للعادة مخالفا لما يعهد من الأصوات ورأى من الآيات الخارقة والعجائب ما يبين أن ذلك الذي سمعه لا يقدر على التكلم به إلا الله وأما المسيح فلم يكن بين كلامه وصوته مع طول عمره وكلام سائر الناس فرق يدل على أنه نبي فضلا عن أن يدل على أنه إله وإنما علم أنه نبي بأدلة منفصلة ولم يكن حاله يختلف مع أنهم يقولون أن الاتحاد ملازم له من حين خلق ناسوته في بطن أمه وإلى الأبد لا يفارق اللهوت لذلك الناسوت أبدا لا يفارق اللهوت لذلك الناسوت أبدا وحينئذ فمن المعلوم أن خطابه للناس إن كان خطاب رب العالمين لم يكن هو رسوله وإن كان خطاب رسوله لم يكن ذلك صوت رب العالمين الوجه الثاني أن خطابه خطاب رسول ونبي كما ثبت ذلك عنه في عامة المواضع الثالث أن مصير الشيئين شيئا واحدا مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة والاختلاط ممتنع في صريح العقل وإنما المعقول مع الاتحاد أن يستحيل ويختلط كالماء مع الخمر واللبن فإنهما إذا صار شيئا واحدا استحال واختلط الرابع أنه مع الاتحاد يصير الشيئان شيئا واحدا فيكون الإله هو الرسول والرسول هو الإله إذ هذا هو هذا وإن كان الإله غير الرسول فهما شيئان ومهما مثلوا به قولهم كتشبيههم ذلك بالنار في الحديد والروح في البدن فإنه يدل على فساد قولهم فإن الحديد متى طرق أو وضع في الماء كان ذلك مصيبا للنار وكذلك البدن إذا جاع أو صلب وتألم كان ذلك الألم مصيبا للروح فيلزم أن يكون رب العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش وكذلك الضرب والصلب على قولهم وهذا شر من قول اليهود أنه فقير وأنه بخيل وأنه مسه اللغوب هامش قول اليهود بأن الله فقير ونسبة اللغوب أي التعب إلى الله بعد خلق الخلق نزلت بسببه آيات من سورة آل عمران الآية 181 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الآية وقوله تعالى في سورة قاف الآية 38 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وانظر في أسباب النزول لباب النقول للسيوطي صفحة 55 وصفحة 205 طبعة الحلبي الطبعة الثانية وأسباب النزول للواحدة صفحة 98 و297 عودة إلى قراءة نص الكتاب فصل وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين قيل لهم أولا هذه حجة جدلية فما مستندكم فيما بينكم وبين الله في تصديق شخص وتكذيب آخر مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة بل هي في الذي كذبتموه أظهر فإن كانت حقا لذن تصديق من كذبتموه وفسد دينكم وإن كانت باطلة بطل استدلالكم بها على دينكم فثبت أنهم مع تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يستقيم لهم الاستدلال بكلام أحد من الأنبياء عليه السلام وقيل لهم ثانيا المسلمون إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بما دلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن محمد صادقا لم يعرفوا صدق هؤلاء فيبطل دليلكم وإن كان صادقا بطل دين النصارى فيبطل دليل صحته فثبت بطلان دليلهم على كل تقدير وإن كان صادقا بطل دين النصارى فيبطل دليل صحته فثبت بطلان دليلهم على كل تقدير وقيل لهم ثالثا المسلمون لم يصدقوا نبوة أحد من هؤلاء إلا مع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن قيل أنهم عرفوا ذلك بطريق آخر فإن الدليل الذي يدل على صدق واحد منهم يدل على صدق محمد بطريق الأولى فلا يمكنهم تصديق نبي مع تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وقيل لهم رابعا هم إنما يصدقون موسى وعيسى الذين بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن كان قد بشر به فثبتت نبوته وإن لم يكون بشر به فهم لا يؤمنون إلا بالمبشرين به وبالتوراة والإنجيل الذين هو مكتوب فيهما فإن قدر عدم ذلك فهم لا يسلمون وجود موسى وعيسى وتوراة وإنجيل فهم لا يسلمون وجود موسى وعيسى وتوراة وإنجيل منزلين من الله ليس فيهما ذكره صلى الله عليه وسلم وإن قالوا نحن صدقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطريق يدل على صدقهم لأن هذا دين آبائنا وأجدادنا يعظمون هؤلاء ويقولون هم أنبياء فاتبعنا آبائنا في ذلك من غير علم وهذا هو الواقع من أكثرهم قيل فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء وفيما شهدوا به إن كانوا شهدوا فيلزم أن لا يكونوا عالمين به بل متبعين فيه لآبائهم بغير علم بطريق الأولى وبهذا يحصل المقصود وهو أن ما أنتم عليه من اعتقاد دين النصرانية لا علم لكم ولا دليل لكم على صحته بل أنتم فيه متبعون لآبائكم كاتباع اليهود والمشركين لآبائهم ولا ريب أن هذا حال النصارى ولهذا سماهم الله ضلالا في قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم وقال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وقال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ولهذا كان النصارى معروفين بالجهل والضلال كما أن اليهود معروفون بالظلم والقسوة والعناد فتبين بما ذكرناه أنه لا يمكنهم مع تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة الاحتجاج بقول واحد من الأنبياء على شيء من دينهم ولا دين غيرهم عنوان فصل وأما كون القرآن أنزل باللسان العربي وحده فعنه أجوبة أحدها أن يقال والتوراة إنما أنزلت باللسان العبري وحده وموسى عليه السلام لم يكن يتكلم إلا بالعبرية وكذلك المسيح لم يكن يتكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعبرية وكذلك السائر الكتب لم ينزلها الله إلا بلسان واحد بلسان الذي أنزلت عليه ولسان قومه الذين يخاطبهم أولا ثم بعد ذلك تبليغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم إما بأن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب وإما بأن يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه وإما بأن يبين للمرسل إليه معاني ما أرسل به ما أرسل به الرسول إليه بلسانه وإن لم يعرف سائر ما أرسل به وقد أخبر الله في القرآن ما قالته الرسل لقومهم وما قالوا لهم وأكثرهم لم يكونوا عربا وأنزله الله باللسان العربي وحينئذ فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم وذلك يحصل بأن يرسل بلسان يعرف به مراده ثم جميع الناس متمكنون من معرفة مراده بأن يعرفوا ذلك اللسان أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يترجم معناه وهذا مقدور للعباد ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول إلا بتعلم اللغة التي أرسل بها وجب عليه ذلك فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه ليس بواجب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا في الأصل ولا في التمام فلا نحتاج أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب فإن ما ليس مقدورا عليه لا يكلف به العباد بل وقد يكون مقدورا عليه ولا يكلفون به فلما كانت الاستطاعة شرطا في وجوب الحج لم يجب تحصيل الاستطاعة بخلاف قطع المسافات فإنه ليس شرطا في الوجوب فلهذا يجب الحج على الإنسان من المسافة البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعا وجمهور الناس لا يعرفون معاني الكتب الإلهية التورا والإنجيل والقرآن إلا بمن يبينها ويفسرها لهم وإن كانوا يعرفون اللغة فهؤلاء يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه وهذا هو طلب العلم المفروض على الخلق وكذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه إذا كان معرفة ذلك لا تحصل بمجرد اللسان كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير القرآن على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى فمن ادعى علمه فهو كاذب والله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم لم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه لكن لم يرسله إلا بلسان قومه الذي خاطبهم أولا ليبين لقومه فإذا بيّن لقومه ما أراده حصل بذلك المقصود لهم ولغيرهم فإن قومه الذين بلغ إليهم أولا يمكنهم أن يبلغوا عنه اللفظ ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة ويمكن غيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول تارة المعنى وتارة اللفظ ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى والقرآن يجوز ترجمته يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء وجوز بعضهم أن يقرأ بغير العربية عند العجز عن قراءته بالعربية وبعضهم جوزه مطلقا وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية وإن جاز أن يترجم للتفاهم بغير العربية كما يجوز تفسيره وبيان معانيه وإن كان التفسير ليس قرآنا متلوا وكذلك الترجمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقها غير فقيه فرب حامل فقها غير فقيه ورب حامل فقها إلى من هو أفقه منه وقال أيضا في الحديث الصحيح مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فزرعوا وسقوا وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من تفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فدع النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبلغ حديثه وإن لم يتفقه في وقال رب حامل فقها غير فقيه ورب حامل فقها إلى من هو أفقه منه رب حامل فقها غير فقيه ورب حامل فقها إلى من هو أفقه منه وقد كان العارفون باللغة العربية حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يوجدون في جزيرة العربي وما ولاها كأرض الحجاز واليمن وضعض الشام والعراق ثم انتشر فصار أكثر الساكنين في وسط المعمورة العربية حتى اليهود والنصارى الموجودون في وسط الأرض يتكلمون العربية كما يتكلم بها أكثر المسلمين بل كثير من اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجود مما يتكلم بها كثير من المسلمين وقد انتشرت هذه اللغة أكثر مما انتشرت سائر اللغات حتى أن الكتب القديمة من كتب أهل الكتاب ومن كتب الفرس والهند واليونان والقط وغيرهم عربت بهذه اللغة ومعرفة الكتب المصنفة بالعربية والكلام العربي أيسر على جمهور الناس من معرفة الكتب المصنفة بغير العربية فإن اللسان العبري والسرياني والرومي والقطي وغيرها وإن عرفه طائفة من الناس فالذين يعرفون اللسان العربي أكثر ممن يعرف لسانا من هذه الألسنة وأيضا فمعرفة ما أمر الله عباده أمرا عاما هو مما نقله الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا وأجمعت عليه مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه أرسل إلى جميع الناس أميهم وغير أميهم وإقام الصلاوات الخمس وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيلا وإيجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم والأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت هو ما يعرفه المسلمون معرفة عامة ولا يحتاج الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن بل يمكن الإنسان معرفة ما أمر الله به على لسان رسوله وإن لم يعرف اللغة العربية ويكفيه أن يقرأ فاتحة الكتاب وصورا معها يصلي بهن وكثير من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم لا يعرفون أن يتكلموا بالعربية الكلام المعتاد وقد أسلموا وصاروا من أولياء الله المتقين ومنهم من يحفظ القرآن كله وإذا كلم الناس لا يستطيع أن يكلمهم إلا بلسانه لا بالعربية وإذا خوطب بالعربية لم يفقه ما قيل له الوجه الثاني أن المسيح عليه السلام كان لسانه عبريا وكذلك ألسنت الحواريين الذين اتبعوه أولا ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم ويترجمون لهم ما قاله المسيح عليه السلام فإن قالوا إن رسل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنت من أرسل إليهم قيل هذا منقول في رسل المسيح وفي رسل محمد صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى الأمم ولا ريب أن رسل الله كرسل محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام إلى الأمم لا بد أن يعرفوا لسان من أرسلهم الرسول إليهم أو أن يكون عند أولئك من يفهم لسانهم ولسان الرسول لترجم لهم فإذا لم يكن عندما أرسل المسيح إليهم من يعرف بالعربية فلا بد أن يكون رسوله ينطق بلسانهم وكذلك رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى الأمم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية أرسل رسله إلى أهل الأرض فبعث إلى ملوك العرب باليمن والحجاز والشام والعراق وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام ومصر قبطهم ورومهم وعربهم وغيرهم وأرسل إلى الفرس المجوس ملوك العراق وخرسان وقال محمد بن سعد في الطبقات ذكر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل بكتبه إلى الملوك وغيرهم يدعوهم وذكر ما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من العرب وغيرهم ثم قال أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال حدثنا معمر بن راشد ومحمد بن عبد الله عن الزهرية عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال وعن الواقدي حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رافعة وحدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده الشفاء وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي وحدثنا ابن محمد الأنصاري عن جعفر بن عمرو ابن جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري عن أهله عن عمرو ابن أمية الضمري دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتابا فقيل يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتما من فضة فصه منه نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله وختم به الكتاب فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل دحية بن خليفة الكلبي وإلى المقوقس صاحب مصر والإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة وإلى كسرة عبد الله بن حذافة السهمي وأرسل إلى الحارس بن أبي شمر الغساني وكان مصرانيا بظاهر دمشق فبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي وأرسل إلى غير هؤلاء صالح وأبو بكر الهزلي عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي وأرسل إلى غير هؤلاء وقال أيضا أخبرنا الهيثم بن عدي قال أخبرنا دلهم بن صالح وأبو بكر الهزلي عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان والزهري وحدثنا الحسن بن عمارة عن فراث عن الشعبي دخل حديث بعضهم في حديث بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ائتوني بأجمعكم ائتوني بأجمعكم بالغداة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صل الفجر يجلس في مصلاه قليلا يسبح ويدعو ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة وقال صلى الله عليه وسلم انصحوا لله في أمر عباده فإن من أخبر عن شيء من أمور المسلمين ثم لم ينصح حرم الله عليه الجنة انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل وعيسى بن مريم فإنهم أتوا القريبة وتركوا البعيد فأصبحوا يعني الرسل وكل منهم يعرف بلسان القوم الذين أرسل إليهم وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أعظم ما كان من حق الله عز وجل عليهم في أمر عباده والوجه الثالث أن النصارى فيهم عرب كثير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يفهم اللسان العربي فإنه يمكن فهمه للقرآن وإن كان أصل لسانه فارسيا أو روميا أو تركيا أو هنديا أو قبطيا وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا المصحف وفهموا منه ما فهموا وهم يفهمونه بالعربية واحتجوا بآيات من القرآن فكيف يسوغ لهم فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا كيف تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفهمه الوجه الرابع أن حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين ومعلوم أن المشركين فيهم عرب وفيهم عجم ترق وهند وغيرهما فكما أن جميع المشركين كمشرك العرب وكذلك جميع أهل الكتاب كأهل الكتاب من العرب وفي اليهود والنصارى ممن يعرف بلسان العرب من لا يحصيه إلا الله عز وجل الوجه الخامس أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضا على كل مسلم وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به وما نهاه عنه بأي عبارة كانت وهذا ممكن لجميع الأمم ولهذا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم من الفرس والترك والهند والسقالبة والبربر ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه الترجمة وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصلاة والتعبير كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين وإنما تنازعوا هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأ في الصلاة فجمهور العلماء منعوا ذلك وحينئذ فإذا قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب وسورتين معها بالعربية أجزاءه وكذلك التشهد وغيره من الذكر المأمور به وهذا أمر يسير أيسر من أكثر الواجبات فكيف ينتنع أن يأمر الله تعالى عباده بذلك وأما جمل ما أمر الله به الرسول صلى الله عليه وسلم وأما جمل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة والصلة الرحم وما حرمه الله من الشرك والفواحش والظلم وغير ذلك فهذا مما يمكن أن يعرفه كل واحد بتعريف من يعرفه إما باللسان العربي وإما باللسان آخر لا يتوقف تعريف ذلك على لسان العرب هامش ذكر العلماء أن الترجمة على أربعة أنواع ثلاثة منها جائزة والرابع محال ومحرم شرعا وهي رقم واحد ترجمة القرآن بمعنى تبليغ ألفاظه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويسمعه للغير وكذلك أتباعه من بعده بل وعدم القيام بهذا كتمان للعلم وهذا محرم شرعا قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية رقم اثنان ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغته العربية ودليله قوله تعالى أمرا نبيه آمرا نبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية ولقد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار على نهجه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا رقم ثلاثة ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية وهذا ما يجري مجرى تفسيره بلسان عربي وكلاهما توضيح وبيان لما يستطاع من المعاني والمقاصد لا لجميع المقاصد رقم أربع ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى لغة أخرى وهي التعبير عن معاني ألفاظه العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد وهذه الترجمة الحرفية تخرج القرآن عن أن يكون قرآنا ولا يقال فيها أنها كلام الله فلا يشك عاقل في أنها محرمة كما لا تخفى آثارها السيئة على أمة الإسلام بل قد يصل الأمر إلى كتاب الله وهذا خطر كبير وشر عظيم وقد انجر الحكم إلى قراءة الترجمة والصلاة بها فاتفقت كلمة الفقهاء على منع ذلك وحرمته بل وبطلان الصلاة به لأنه ليس كلام الله راجع في هذه المسألة مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 2 تقسيم 27 فيما بعدها ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان صفحة 312 فيما بعدها فما بعدها والبرهان في علوم القرآن للزرقاشي 1 تقسيم 464 ونقض المنطق لابن تهمية صفحة 97 إلى 99 والمغني لابن قدامى 1 تقسيم 526 والمدونة في الفقه المالكي 1 تقسيم 62 والمجموع في الفقه الشافعي 3 تقسيم 379 قهامش السرياني هو لسان السريان وهم أمة قديمة قيل تكلم آدم وبنوه بالسرياني وملتهم ملة الصابئين وملتهم ملة الصابئين وذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس ولهم كتاب يسمونه صحف شيث والله أعلم اللسان الرومي هو لسان الروم وسبق في أول الكتاب التعريف بالروم القبطي هو لسان الأقباط وهم من ولد حام أهل ملك بديار مصر منهم الفراعنة وهم ملوك وكانوا سالفا صابئة زوي هياكل وأصنام ومنهم علماء بالفلسفة هامش محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري روى عنه عمه الزهري لينه ابن معين ووثقه أبو داود وقال ابن حجر صدوق له أوهام مات سنة مائة سبعة وخمسين وقيلة مائة اثنان وخمسين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد فقهاء المدينة تابعي ثقة فقيه سبت مات سنة أربع وتسعين المسور بن رفاعة بن أبي مالك القربي قال الحافظ بن حجر مقبول من الرابعة عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري صدوق رمي بالقدر ربما وهم مات سنة مائة ثلاثة وخمسين جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري والد عبد الحميد ثقة من الثامنة الشفاء الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف العدوية القراشية صحابية لها أحاديث وقد روى عنها ابنها سليمان بن أبي حسمة وابن ابنها أبو بكر وقيل اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء أسلمت قبل الهجرة وهي من المهاجرات الأول أبو بكر بن سليمان بن أبي حسمة ثقة عارف بالنسب قال في الخلاصة روى عن جدته عن جدته الشفاء عمر بن سليمان بن أبي حسمة العدوي الذي وجدته أهامش محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي المدني الأعرج ثقة ثبت مات سنة 142 هجريا تقريبا السائب بن يزيد بن سعيد الكندي صحابي صغير كما قال ابن حجر وله أحاديث قليلة مات سنة 91 هجريا وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة عمر بن أمية الضمري صحابي مشهور روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أولاده وغيرهم أسلم بعد أحد كان شجاعا له إقدام وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور مهمة مات بالمدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه الحارث بن أبي شمر الغساني من أمراء غسان في أطراف الشام كانت إقامته بغوطة دمشق وأدرك الإسلام فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مع شجاع بن وهب ومات في عام الفتح الهيثم بن عدي الطائي المنبجي الكوفي نقل الزهبي وابن حجر عن البخاري وابن معين وأبي داود وغيرهم أنه كذاب وليس بثقة وقال الزهبي كان كان إخباريا علاما مات سنة 207 هجرية دلهم بن صالح الكندي الكوفي ضعيف من الطبقة السادسة ولم أقف على تاريخ وفاته أبو بكر الهزلي قيل اسمه سلمي بضم المهملة ابن عبد الله وقيل روح كما ذكر ابن حجر وقال عنه إخباري مات سنة 167 عبد الله بن بوريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة مات سنة 105 هجريا وقيل 115 هجريا محمد بن إسحاق ويزيد بن رومان والزهري سبقت ترجمتهم الحسن بن عمارة البجلي مولاهم قاضي بغداد مطروك مات سنة 153 هامش كانوا قبل أن تغلبهم الروم منبسطين ما بين بحر الروم والبحر المحيط وهم عشرة أصناف ولكل صنف منهم ملك التعبير هو التفسير ومنه عبر الرؤية يعبرها عبرا وعبارة وعبرها فسرها وأخبر بما يؤول إليه أمرها والعابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وأما قوله تعالى إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي أكمل الألسن وأحسنها بيانا للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم وكان إقامة الحجة به على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وقال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللد واللد جمع الألد واللد جمع الألد وهو الأعوج في المناظرة الذي يروغ عن الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الألد الخصم الألد الخصم أما قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فهو كما قال تعالى وقوم محمد صلى الله عليه وسلم هم قريش وبلسانهم أرسل وهو سبحانه لم يقل وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا 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 قَوْمِهِ بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه كما تقول النصارى أنه ضعث المسيح عليه السلام والحواريين إلى غير بني إسرائيل وليسوا من قومه فكذلك بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قومه وغير قومه ولكن إنما يبعث بلسان قومه ليبين لهم ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهم إما بلغتهم ولسانهم وإما بالترجمة لهم ولو لم يتبين لقومه أولا لم يحصل مقصود الرسالة لا لهم ولا لغيرهم وإذا تبين لقومه أولا حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسطهم وقومه إليهم بوعث أولا ولهم دعا أولا وأنذر أولا وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم لكن إذا تبين لقومه لكونه بلسانهم أم كان بعد هذا أن يعرفه غير قومه إما بتعلمه بلسانهم وإما بتعريف بلسان يفهم به والرجل يكتب كتاب علم في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه ثم يترجم ذلك الكتاب وينقل إلى لغات أخر وينتفع به أقوام آخرون كما ترجمت كتب الطب والحساب التي صنفت بغير العربي وانتفع بها العرب وعرفوا مراد أصحابها وإن كان المصنف لها أولا وإن كان المصنف لها أولا إنما صنفها بلسان قومه وإذا كان هذا في بيان الأمور التي يتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من عذاب الله فكيف يمتنع في العلوم التي يتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من العذاب والنجاة من العذاب أن ينقل من لسان إلى لسان حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها المتكلم بها أولا باللسان الأول وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم من عناية بهذا لما كان لهم من عناية بهذا ترجموا مصاحف كثيرة فيكتبونها بالعربي ويكتبون الترجمة بالفارسية وكانوا قبل الإسلام أبعد عن المسلمين من الروم والنصارى فإذا كان الفرس المجوس قد وصل إليهم قد وصل إليهم معاني القرآن بالعربي وترجمته فكيف لا يصل إلى أهل الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين منهم وعامة الأصول التي يذكرها القرآن عندهم شواهدها ونظائرها في التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من النبوات بل كل من تدبر بل كل من تدبر نبوات الأنبياء وتدبر القرآن جزم يقينا بأن محمدا رسول الله حقا وأن موسى رسول الله صدقا لما يرى من تصاديق الكتابيين التوراة والقرآن مع العلم بأن موسى عليه السلام لم يأخذ عن محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأخذ عن موسى فإن محمدا صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحاله كان أميا من قوم أميين مقيما بمكة ولم يكن عندهم من يحفظ القرآن ولم يكن عندهم من يحفظ التوراة والإنجيل والزبور ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج من بين ظهرانيهم ولم يسافر قط إلا سفرتين إلى الشان خرج مرة مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام ولم يكن يفارقه ومرة أخرى مع ميسرة في تجارته وكان ابن بضع وعشرين سنة مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله ولم يجتمع قط بعالم أخذ عنه شيئا لا من علماء اليهود ولا النصارى ولا من غيرهم لا بحيرة ولا غيره لا بحيرة ولا غيره ولكن كان بحيرة الراهب لما رآه عرفه لما كان عنده من ذكره ونعته فأخبر أهله بذلك وأمرهم بحفظه من اليهود ولم يتعلم لا من بحيرة ولا من غيره كلمة واحدة وسنبين إن شاء الله الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحد من أهل الكتاب كلمة واحدة وقصة بحيرة مذكورة ذكرها أرباب السير وأصحاب المسانيد والسنن قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي في جامعه حدثنا الفضل أبو العباس البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح أن يونس بن أبي إسحاق أنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن موسى الأشعري عن أبيه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخلى لهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غرضوف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتهم به وكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبلوا عليه غمامة تظله فلما دنى من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجر إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم يناشدهم أن لا يذهب به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم الراهب فقال ما جاء بكم قالوا فالتفت فقال ما جاء بكم قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بطريق كهذه فقال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قال لا قال فتابعوه فتابعوه وأقاموا معه قال أنشدكم الله يا معشر العرب أيكم وليه فقال أبو طالب أنا فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وزوده الراهب من الكعك والزيت قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث العباث بن محمد عن قراد بن نوح وقال العباث لم يحدث به يعني بهذا الإسناد وغير قراد وسمعه يحيى وأحمد من قراد قال البيهقي أراد أنه لم يحدث بهذا الإسناد سوى هؤلاء فأما القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة وقال ابن سعد في الطبقات حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنى عشرة سنة خرج به أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة فنزلوا بالراهب بحيرة فقال بحيرة لأبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وأمره أن يحتفظ به فرده أبو طالب معه إلى مكة وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريده به من كرامته حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قوم أفضل قومه مرؤة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى فمن رؤيا ملاحيا فما رؤيا ملاحيا ولا مماريا أحدا حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه من الأمور الصالحة وقال ابن الجوزي خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اثنتين عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام فنزل الركب ببصرة وبها راهب فنزل الركب ببصرة وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له وكان ذا علم بالنصرانية ولم يزل في تلك الصومعة راهب تنتهي إليه علم النصرانية صاغرا عن كابرا وفيها كتب يدرسونها وكان كثيرا ما يمر الركب فلا يكلمهم حتى إذا كان في ذلك العام نزلوا منزلا قريبا من الصومعة فصنع لهم الراهب طعاما ودعاهم وإنما حمله على ذلك لشيء رآه فلما رأى بحيرة ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فحضر وأرسل إلى القوم فقال يا معشر قريش أحب أن تحضروا طعامي ولا يتخلف منكم أحد فقال وهذا شيء تكرموني فلما حضر عنده جعل يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لحظا شديدا وينظر إلى جسده وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب ثم قال الراهب لأبي طالب ارجع بابن أخيه فإنه كائن له شأن عظيم فإن نجد صفته في كتبنا ويرونه عن آبائنا فلما فرغوا من التجارة رجع به أبو طالب سريعا إلى مكة فما خرج بعدها أبو طالب خوفا عليه هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الكتاب في بعض ما حرفوه مثل دعواهم أن المسيح عليه السلام صلب وقول بعضهم أنه إله وقول بعضهم أنه ساحر وطعمهم على سليمان عليه السلام وقولهم أنه كان ساحرا وأمثال ذلك ما يبين وأنه لم يؤخذ عنهم وفي القرآن من قصص الأنبياء عليه السلام ما لا يوجد في التوراة والإنجيل مثل قصة هود وصالح وشعيب وغير ذلك وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل بل التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد وعامة ما فيها من الوعد والوعيد فهو في الدنيا كالوعد بالرزق والنصر والعاقبة والوعيد بالقحط والأمراض والأعداء وإن كان ذكر المعاد موجودا في غير التوراة من النبوات ولهذا كان أهل الكتاب يقرون بالمعاد وقيام القيامة الكبرى وقد قيل إن ذلك مذكور في التوراة أيضا لكن لم يبسط كما بسط في غير التوراة أهامش ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها قال الحافظ بن حجر ذكر في السيرة وكان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة قبل أن يتزوجها وحكى بعض أدلة نبوته وترجم له ابن عساكر ولم أقف على رواية صريحة بأنه بقي إلى البعثة فكتبته على الاحتمال الفضل بن سهل الأعرج أبو العباس البغدادي بن خرسان صدوق مات سنة 255 هجريا عبد الرحمن بن غزوان بمعجمة مفتوحة وزاين ساكنة الضبي أبو نوح المعروف بقراد بقراد المعروف بقراد بضم القاف وتخفيف الراء ثقة له أفراد مات سنة 187 يونس بن أبي إسحاق السبعي أبو إسرائيل الكوفي صدوق يهم قليلا مات سنة 152 على الصحيح الغردوف بوزن عصفور مالان من اللحم قاله الفارابي وبعضهم يقول كل مالان من العظم وقد يقال غدروف بتقديم الضاضي على الرأي لغة على القلب محمد بن صالح بن دينار التمار المدني قال ابن سعد كان جيد العقل قد لقي الناس وعلم العلم والمغازي وقال ابن حجر صدوق يخطئ مات سنة 168 عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المصور بن مخرم المدني قال ابن حجر ليس به بأس مات سنة 170 وعمره بضع وسبعون سنة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني أبو إسماعيل قال ابن حجر ضعيف من السابع وفي ميزان الاعتدال للذهبي قال البخاري عنده مناكير مات سنة 165 داود بن الحسين الأموي أبو سليمان المدني محدث مشهور وثقة وثقه ابن معين وغيره قال الحافظ ابن حجر ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج مات سنة 135 هامش وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل الراجح عدم التصريح بالثواب والعقاب أما المعاد فقد ورد ذكره وإن لم يسرح به فيها وقد أورد ابن كمون اليهودي في كتابه تنقيح الأبحاث للملل الثلاث صفحة 40 إلى 43 من جملة الاعتراضات على التوراة عدم تصريحها بالثواب والعقاب الأخرويين وعندما دافع عن ذلك لم ينفيه وإنما قال وهو منهزم أما هذا الاعتراض إن خلو التوراة من التصريح بذلك لا يضر إذا كان قد أنزل على موسى عليه السلام وخاطب به بني إسرائيل وانستفاض منهم فإن قيل فلم فلم لم يكتبه في التوراة مصرحا قيل إن الأمور الإلهية لا يجوز المعارضة فيها ثم ولا السؤال عنها فلربما يكون لذلك حكم لا نعرفها إلى أخير كلامه ونحن نقول إن خلو التوراة الموجودة من هذا الأصل العظيم من أبلغ الأدلة على تحريفها وأنها ليست التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى وإذا ثبت هذا فإنها ليست من الأمور الإلهية وتسقط دعواة عدم جواز الاعتراض بل يبقى الاعتراض قائما ومعه غيره من الاعتراضات الكثيرة التي تحط من قدر هذه الكتب المحرفة وتضعف قيمتها وتفقد الثقة بها مطلقا عودة إلى قراءة نص الكتاب فإن قالوا إن الكتب التي عندنا من التوراة والإنجيل وغيرهما ترجمها لنا الحواريون وهم عندنا رسل معصومون وترجموها لجميع الأمم بخلاف القرآن فإنه إنما يترجمه من ليس بمعصوم فعن هذا أجوبة أحدها أن هذا كذب بين فإن من العرب من النصارى من لا يحصي عدده إلا الله تعالى وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وكان فيهم قوم على دين المسيح الذي لم يبدل وهم مؤمنون من أهل الجنة كسائر من كان على دين المسيح عليه السلام فإن كل من كان على دين المسيح الذي لم يبدل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن مسلم من أهل الجنة ومع هذا فليس على وجه الأرض توراة ولا إنجيل معرب من عهد الحواريين بل التوراة العبرية تنقل من اللسان العبري أو غيره إلى العربية وكذلك الإنجيل ينقل من اللسان الرومي أو السرياني أو اليوناني أو غيرها إلى اللغة العربية فلو كان عند كل أمة من الأمم توراة وإنجيل ونبوات بلسانهم لكان نصارى العرب أحق بهذا من نصارى الحبشة والسقالبة والهند فإنهم جيران البيت المقدس وهم بنوا إسماعيل عليه السلام والأنجيل عندهم أربع وهم يدعون أن كل واحد كتبها بلسان كتبت بلسان العبري والرومي واليوناني مع أن في بعض الأنجيل ما ليس في بعض مثل قولهم عمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس الذي جعلوه أصل دينهم وهذا إنما هو قوله في إنجيل متى وإذا كان كل واحد من الأربعة كتب إنجيلا بلسانه لم يكن هناك إنجيل واحد أصلي ترجع إليه الأنجيل كلها ثم مع هذا يدعون أنها ترجمت باثنتين وسبعين لسانا وهذا فيه من الكذب والتناقض أمور سننبه إن شاء الله على بعضها لكن غاية ما يدعون أنه ترجم باثنتين وسبعين لسانا ومعلوم أن الألسن الموجودة في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا وقبل زماننا أكثر من هذا كما يعرفه من عرف أحوال العالم بل اللسان الواحد كالعربي والفارسي والتركي جنس تحته أنواع مختلفة لا يفهم بعضهم لسانا بعض إلا أن يتعلمه منهم والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق بني إسرائيل والعيص فإنهم بني إسماعيل وجيرانهم فإن أهل الحجاز جيران الشام ومكة لم تزل تحج إليها العرب ولم يكن قط عند العرب تورا ولا إنجيل عربيان من عهد المسيح عليه السلام بل ولا كان بمكة ولا تورا ولا إنجيل لا معرب ولا غير معرب ولهذا قال تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك فكيف يدعي أن التورا والإنجيل ترجمهما الحواريون لكل قوم من جميع بني آدم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بلسان يفهمونه به وهل يقول هذا إلا من هو من أكذب الناس وأجهلهم الوجه الثاني أن يقال ترجمة الكلام من لغة إلى لغة لا تحتاج إلى معصوم بل هذا أمر تعلمه الأمم فكل من عرف اللسانين أمكنه الترجمة ويحصل العلم بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرقين لا يتواطؤون على الكذب وبقراء تقترن بخبر أحدهم وبغير ذلك وهذا موجود معلوم بل إذا ترجمه اثنان كل منهما لا يعرف ما يقوله الآخر ولم يتواطؤوا حصل بذلك المقصود في الغالب وهم يذكرون أن التورا ترجمها اثنان وسبعون حبرا من اليهود ولم يكونوا معصومين وأن الملك فرقهم لألا يتواطؤوا على الكذب واتفقوا على ترجمة واحدة وهذا كان بعد الخراب الأول فهكذا يمكن ترجمة غير التوراة وهذه التوراة في زماننا والإنجيل والزبور يترجموا باللغة العربية ويعرف المقصود به بلا ريب فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله معناه ويفسرونه ويترجمونه أكمل وأحسن مما يترجم أهل التوراة والإنجيل التوراة والإنجيل الوجه الثالث أن دعوة العصمة في كل واحد من الحواريين وأنهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى عليهما السلام دعوة ممنوعة وهي باطلة وإنما هم رسل المسيح عليه السلام بمنزلة رسل موسى ورسل إبراهيم ورسل محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر النصارى أو كثير منهم أو كلهم يقولونهم رسل الله وليس بأنبياء وكل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس بمعصوم وإن كانت له خوارق عادات كأولياء الله من المسلمين وغيرهم فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق فليسوا معصومون من الخطأ والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحابها أولياء الله عند أكثر العلماء فضلا عن كونهم معصومين فإن ولي الله من يموت على الإيمان ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت على الإيمان فإن ولي الله من يموت على الإيمان ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت على الإيمان بل قد يتغير عن ذلك الحال وإذا قطعنا بأن الرجل ولي الله كما أخبر النبي بأنه من أهل الجنة فلا يجب الإيمان بكل ما يقوله وإن لم يوافق ما قالته الأنبياء بخلاف الأنبياء عليه السلام فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأ ولهذا أوجب الله الإيمان بهم ومن كفر بواحد منهم فهو كافر ومن يسب واحدا منهم وجب قتله في شرع الإسلام كما قال تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهذا مقصوط في موضع آخر أهامش إسرائيل لقب على نبي الله يعقوب عليه السلام وهي كلمة عبرية مركبة من إسراء وإيل ومعنى إسراء عبد ومعنى إيل الله فمعناها إذن عبد الله أهامش ألف الشيخ رحمه الله كتابا عظيما في هذا الموضوع وما يدور حوله تحت عنوان الصارم المسلول على شاتم الرسول ويقع في قرابة 600 صفحة طبعة مجلس دائرة المعارف حيدر أباد سنة 1322 هجريا وانظر في هذا الكتاب صفحات 4 و28 و116 و124 و570 فما بعدها بين أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله قال رحمه الله هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي وقال الخطابي لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله وقد ساق رحمه الله الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله وذكر أن الساب أعظم جرما من المرتد وذلك أن جماعة ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوا إلى التوبة وعرضت عليهم حتى تابوا فقبلت توبتهم أما الذين شتموا فقد اهدرت دماؤهم ولم تقبل توبتهم ثم ذكر من قتلوا أو أمر بقتلهم كابن أبي سرح وابن خطل والحويرث ابن معبد وغيرهم وكذلك حكم سب سائر الأنبياء كحكم سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان بهم واجب عموما وواجب خصوصا بمن قصه الله علينا في كتبه وسبهم كفر ورده إن كان من مسلم ومحاربته إن كان من زمي ورده إن كان من مسلم ومحاربته إن كان من زمي قال رحمه الله وما أعلم أحدا فرق بينهما وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذكر من سب نبينا فإنما ذلك لمسيس الحاجة إلي انظر الصارم المسلول صفحة 116 وغيرها عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وأما قولهم لا يلزمنا اتباعه لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلغتنا على ما يشهد لهم الكتاب الذي أتى به هذا الرجل حيث يقول في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول فالجواب عنه من وجوه أحدها أن إثبات رسول من قبله إليكم لا يمتنع إتيان رسول ثان فإن بني إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى عليه السلام وكانوا على شريعة التوراة ثم بعث الله تبارك وتعالى إليهم المسيح عليه السلام ووجب عليهم الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافرا وإن قال إني متمسك بالكتاب الذي أنزل إلي فكذلك إذا أرسل الله رسولا بعد المسيح وجب الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافرا كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافرا وبني إسرائيل أكثر اختصاصا بموسى والتوراة من الروم وغيرهم فالمسيح والإنجيل فإنهم كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية الوجه الثاني دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي نقله الحواريون عن المسيح عليه السلام كذب ظاهر بل هم عامة ما هم عليه من الدين عقائده وشرائعه كالأمانة والصلاة إلى المشرق واتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس واتخاذها وصائط والاستشفاع بأصحابها وجعل الأعياد بأسمائهم وبناء الكنائس على أسمائهم واستحلال الخنزير وترك الختان والرهبانية وجعل الصيام في الربيع وجعله خمسين يوما والصلاوات والقرابين والناموس لم ينقله الحواريون عن المسيح ولا هو موجود لا في التوراة ولا في الإنجيل وإنما هم متمسكون بقليل مما جاءت به الأنبياء وأما كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جدا لم ينقل أحد عن المسيح والحواريين أنهم أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية تعالوا بنا نسجد للمسيح إلهنا وفي الصلاة الثانية والثالثة يا والدة الإله مريم العذراء افتحي لنا أبواب الرحمة الوجه الثالث قولهم أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلغاتهم إنما يستقيم إن كان صحيحا في بعض النصارى لا في جميعهم فإن العرب من النصارى وغير العرب لم يسلم أحد إليهم توراة ولا إنجيلا بلسانهم وهذا أمر معروف ولا توجد قط توراة ولا إنجيل معرب من زمن الحواريين وإنما عربت في الأزمان المتأخرة فإذا كانت النصارى من العرب تقوم عليهم الحجة قبل محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب لهم فكيف لا تقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم بلسانهم الوجه الرابع أن يقال الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل إليها وبدلته أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله ويرضاه كما أن بني إسرائيل لما غيروا دين موسى وبدلوه بعث الله إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي يحبه ويرضاه وكذلك النصارى لما بدلوا دين المسيح وغيروه بعث الله إليهم وإلى غيرهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الذي يحبه ويرضاه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وأولئك البقايا الذين كانوا متمسكين بدين المسيح قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على دين الله عز وجل وأما من حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار الوجه الخامس أن يقال دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة والإنجيل وسائر النبوات باثنين وسبعين لسانا وأنها باقية إلى اليوم على لفظ واحد دعوا يعلم أن قائلها يتكلم بلا علم بل هو مفتر كذاب وذلك أن هذا يقتضي أنه الآن في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لسانا كلها منقولة عن الحواريين وكلها متفقة غير مختلفة للبتة فهذا أربع دعاوة أنها موجودة باثنين وسبعين لسانا وأنها متفقة وأنها كلها منقولة عن الحواريين الرابعة أنهم معصومون فيقال من الذي منكم لو قدر أن هذه الكتب التي باثنين وسبعين لسانا هي عن الحواريين وهي موجودة اليوم فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة بعضها بعضا وذلك لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين وسبعين لسانا ويكون ما عنده من الكتب يعلم أنها مأخوذة عن الحواريين ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة التي عنده وإلا فلو جمع ثنين وسبعين نسخة باثنين وسبعين لسانا لم يعلم أن كل نسخة من هذه هي المأخوذة عن الحواريين إن قدر أنه أخذ عنهم اثنان وسبعون لسانا ولا يعلم أن كل نسخة في العالم توافق تلك النسخة فإنه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا لم تزل هذه الكتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أنها مما عربت بعد الحواريين أو هي من المأخوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم نسخة بالعربية إذا قدر أنه أخذ عنهم نسخة بالعربية ولا يمكن لأحد أن يجمع جميع النسخ المعربة ويقابل بينها بل وقد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها بعضا في الترجمة مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضها وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ معربة بينها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق بها ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أهل الكتاب فكيف يمكن أن يجمع جميع النسخ التي بالاثنين وسبعين لسانا ويقابل بين نسخ كل لسان حتى يكون فيها النسخة القديمة المأخوذة عن الحواريين ثم يقابل بين نسخ جميع الألسنة ولا يمكن ذلك إلا لمن يكون عارفا بالاثنين وسبعين لسانا معرفة تامة وليس في بني آدم من يقدر على ذلك ولو قدر وجود ذلك فلم يعرف أن القادر على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها ولو وجد ذلك لكان هذا خبر واحد أو أن يترجم كل لسان من يعلم صحة ترجمته حتى تنتهي الترجمة إلى لسان واحد كالعربي مثلا ويعلم حينئذ اتفاقها وإلا فإذا ترجم هذا الكتاب بلسان أو لسانين أو أكثر وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقها إن لم يعلم أن المعنى بهذا اللسان إن لم يعلم أن المعنى بهذا اللسان هو المعني بهذا اللسان وهذا لا يكون إلا ممن يعرف اللسانين أو من يترجم له اللسانين باللسان الذي يعرفه ومعلوم أن أحدا لم يترجم له الاثنان وسبعون لسانا بلسان واحد أو ألسنة يعرفها ولا يعرف أحد باثنين وسبعين لسانا وحينئذ فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لسانا أو الجزم بأن نسخ كل لسان متفقة جزم بما لا يعلم صحته لو لم يكن في الأرض اليوم الاثنان وسبعون لسانا منقولة عن الحواريين لم تختلط بالمترجم بعد ذلك فكيف وأكثر ما بأيد الناس هو مما ترجم بعد ذلك بالعربي وغيره هذا إذا ثبت أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لسانا وأنها باقية إلى اليوم وهذا أمر لا يمكن أحدا معرفته فليس اليوم توراة وإنجيل ونبوات يشهد لها أحد أنها مترجمة باللسان العربي من عهد الحواريين بل ولا بأكثر الألسنة وإلا فإذا قدر أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لسانا مع حصول الترجمة بعد ذلك وكسرت المترجمات أمكن وقوع التغيير في بعض المترجمات وحينئذ فالعلم بأن تلك النسخ القديمة لا تتغير فيها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ما ترجم بعدها أو في بعض ما نسخ منها ولا سبيل إلى العلم باتفاقها مع كونها باثنين وسبعين لسانا بخلاف القرآن الذي هو بلسان العرب وخط العرب فإن العلم باتفاق ما يوجد من نسخة ممكن وهو محفوظ في الصدور ولا يحتاج إلى حفظ في الكتب فهو منقول بالتواتر لفظا وخطا الوجه السادس قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على ما يشهد لهم الكتاب الذي أتى به هذا الرجل فيقال لهم ليس في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة والإنجيل سلمت إليكم بلسانكم فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوة من جنس استشهادكم به على أن دينكم حق ومن جنس استشهادكم بالنبوات على ما أحدثتموه وغيرتم به دين المسيح عليه السلام من التثليث والاتحاد وغير ذلك وقولهم حيث يقول الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول فيقال لا ريب أن قوم موسى عليه السلام هم بنوا إسرائيل وبلسانهم نزلت التوراة وكذلك بنوا إسرائيل هم قوم المسيح عليه السلام وبلسانهم كان المسيح يتكلم فلم يخاطب أحد من الرسولين أحدا إلا باللسان العبراني ولم يتكلم أحد منهما لا برومية ولا سريانية ولا يونانية ولا قبطية وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول كلام مطلق عام كقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ليس في هذا تعرض لكون التوراة والإنجيل سلمت إليهم بألسنتهم الوجه السابع أن يقال عمدتهم في هذه الحجة أنهم يقولون الحواريون هم عندنا رسل الله كإبراهيم وموسى والمسيح عندنا هو الله وهو أرسل إلينا هؤلاء فيجب أن يكونوا أرسلوا إلينا بلساننا وأن يكونوا سلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا فيقال لهم هب أنكم تدعون هذا وتعتقدونه ونحن سنبين إن شاء الله تعالى أن هذه دعاوى باطلة لكن أنتم في هذا المقام تذكرون أن هذا الكتاب الذي هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لكم بذلك وهو كذب ظاهر على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه وأنتم صدرتم كتابكم بأن كتابه يشهد لكم ونحن نبين كذبكم وافتراءكم عليه سواء أقررتم بنبوته أو لم تقروا بها فإنه من المعلوم يقينا عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله بل كفر من قال ذلك ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله بل إنما يشهد للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله كما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله بل وأنهم أفضل من الحواريين لكون أمته خير الأمم كما قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وسيأتي الكلام على هذا مرسوطا ونبين أن الرسل المذكورين في سورة ياسين ليس هم الحواريين ولا كانوا رسلا للمسيح بل كان هذا الإرسال قبل المسيح وأهل القرية كذبوا أولئك الرسل فأهلكهم الله كما قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون والرسل المذكورون في سورة ياسين هم ثلاثة وكان في القرية رجل آمن بهم وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الإرسال قبل المسيح والمسيح عليه السلام ذهب إلى أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السماء ولم يعززوا بثالث ولا كان حبيب النجار موجودا إذاك وآمن أهل أنطاكية بالمسيح عليه السلام وهي أول مدينة آمنت به كما قد بسط في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يشهد للمسيح بالألوهية ولا للحواريين بأنهم رسل الله ولا أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم ولا بأنهم معصومون وما ذكروه من قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إنما يتناول رسل الله لا رسل رسل الله بل رسل رسل الله يجوز أن يبلغ رسالات الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسان وإن لم يكن هناك من يترجم ذلك اللسان كانت رسل الرسل تخاطبهم بلسانهم لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهية بلسانهم بل يكفي أن يقرؤوها بلسان الأنبياء عليه السلام ثم يترجموها بلسان أولئك وهو سبحانه قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه بل محمد أرسل بلسان قومه وهم قريش وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون ذلك عن المسيح عليه السلام أهامش يطلق الناموس على صاحب السر وقد يقيد بصاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر والأول قول الجمهور كما قال ابن حجر وفي المعاجم اللغوية كذلك ويقال للحاذق ومن يلطف مدخله وجبريل صلى الله عليه وسلم وقد اشتهرت هذه الكلمة عند اليهود والنصارى ويعنون بها الشريعة انظر إنجيل متى الإصحاح الخامس فقرى 17 ويحنى 1 تقسيم 17 وسفر الخروج 16 تقسيم 19 ويقسمه القص برسوم شحاتة في كتابه الخلاص صفحة 73 إلى 3 أقسام الناموس الأدبي والناموس المدني والناموس التقفي ثم قال أي الوصايا والأحكام والفرائض وفي الكتاب حديث واسع عن الناموس فانظره بطبعة دار نوبار وانظر في البعنة الأول فتح الباري 1 تقسيم 24 وتفسير غريب الحديث صفحة 246 والقموس المحيط 2 تقسيم 56 هامش صلواتهم تنقسم إلى سبع صلوات منها صلاة الصحر كما ذكر كاتبهم الآب متى المسكين في كتابه التسبيح اليومية ومزامير السواعي صفحة 73 أما القصة فايز فارس فيقسمها في كتابه حقائق أساسية في الإيمان المسيحي صفحة 200 إلى 200 واثنان إلى ثلاثة أنواع رقم واحد الصلاة السرية وتعني ساعات الاختلاء مع الله رقم اثنان الصلاة العائلية رب الأسرة مع أفراد أسرته يجتمعون كل يوم لقراءة كتاب رقم ثلاثة الصلاة الجمهورية يقوم بها البعض في اجتماعات العبادة العمومية نيابة عن جمهور العابدين ويبدو أن الأول تحديد لأوقاتها عندهم والثاني بيان لأنواعها ولم أجد النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله بنصها ولكني وجدتها بمعناها في كتاب الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله لمجموعة من مؤلفهم صفحة 41 تحت عنوان الصلوات اليومية وذكروا أنها تتضمن أناشيد وابتهالات عدة موجهة إلى والدة الإله ومنها أيتها السيدة العذراء النقية عروس الله إلى آخره ومنها أيتها المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية مريم قدمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا متوسلة إليه لكي يخلص نفوسنا قالوا وهذه من صلاة النوم الصغرى ثم ذكروا أناشيد وابتهالات أخرى صفحة 42 الكتاب المذكور وانظر كتبهم التي تحدثت عن ذلك ومنها الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية لأفلاطون تعريب الخوري يحنى صفحة 200 إلى 216 طبعة كرم بيروت وكتاب أو من حوار من الباب المملوكي أو من حوار من الباب المملوكي للمطران أغنط يوس صفحة 105 من منشورات النور بيروت فانظر مدى ما وصلوا إليه من الكفر والإشراك بالله والحكم على هذه النصوص وعلى أصحابها لا يحتاج إلى كبير فطنة وعظيم زكاء فالأمر واضح جلي فنسأل الله العافية والسلامة من الزيغ والضلال ملاحظة الكتب التي أشرت إليها موجودة بين يدي وسأشير إلى طبعاتها في الفهارس إن شاء الله هامش حبيب النجار اسمه حبيب بن مري ثم قيل كان نجارا وقيل حبالا وقيل إسكافيا خرازا وقيل قصارا وقيل كان يتعبد في غار هناك فالله أعلم قال ابن كثير وعن ابن عباس أنه قد أصرع فيه الجزام وكان كثير الصدقة قتله قومه ولهذا قال الله تعالى قيل دخل الجنة يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة رواه ابن أبي حاتم انظر البداية والنهاية واحد تقسيم مئتان وثلاثين وفتح الباري شرح صحيح البخاري ستة تقسيم ثلاثمائة سبعة وثلاثين كتاب الأنبياء باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية أنطاكية بالفتح ثم السكون ولياء مخففة مدينة هي قصبة العواصم من الثغور الشامية من أعيان البلاد وأمهاتها موصوفة بالنزاهة والطيب والفواكه وبينها وبين حلب يوم وليلة وبها كانت مملكة الروم انظر مراصد للطلاع واحد تقسيم عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وأما قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول فحق وتمام الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلى فيها نذير وقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد في أصح الأقوال أي ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته كما أنت هاد أي داع لمن أرسلت إليه والهادي بمعنى الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء بعث إليهم موسى وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون حتى قيل إنهم ألف ألف نبي وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئا ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غير فيها بعض شرائع التوراة بأمر الله عز وجل فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم فكيف يمنع إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولهم من حين المسيح لم يأتهم رسول من الله كما قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وهذه الفترة التي كانت بين المسيح ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه وهي فيما ذكره غير واحد من العلماء كسلمان الفارسي وغيره كانت ستمائة سنة كانت ستمائة سنة وقد قيل ستمائة سنة شمسية وهي ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية وذلك أن كل مئة سنة شمسية تكون مئة وثلاف سنين هلالية كما قال تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وهذه التسعة وبعض العشرة والتاريخ قد تحسب فيه التامة وتحسب فيه الناقصة فمن قال عشرين حسب الناقصة ومن قال ثمانية عشر حسب التامة فقط هامش قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية والنهاية اثنان تقسيم مئة اثنان وخمسين روى البزار قال حدثنا عمر بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لخاتم ألف نبي أو أكثر وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال وأنه قد تبين لي فيما لم يتبين لأحد منهم وأنه أعور وأن ربكم ليس بأعور ثم قال رحمه الله وهذا إسناد حسن إلى آخره وسيأتي زيادة بيان لعدد الأنبياء وتحديده هامش أبو عبد الله سلمان الخير الفارسي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله من فارس كان أبوه دهقان رامر هيمز دهقان رام هيرمز وسيدها وسادان نارها وسيدها وسادان نارها روى أصحاب التراجم قصة إسلامه العجيبة وتدرجه من دينه إلى النصرانية إلى الإسلام حتى أطلق عليه الباحث عن الحقيقة وأول مشاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو الذي أشار بحفره ولم يتخلف عن مشهد بعده فضائله كثيرة مات رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين هجريا في خلافة عثمان رضي الله عنه عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وأما قولهم نعلم أن الله عدل وليس من عدله أن يطالب أمة يوم القيامة باتباع إنسان لم يأتي إليهم ولا وقف له على كتاب بلسانهم ولا من جهة داع من قبله فيقال الجواب من وجوه أحدها أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب ولا أحد يفهم بالعربية فإن هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربية وقد قرؤوه وناظروا بما فيه وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربية كان ذلك أبلغ في قيام الحجة عليهم فإنهم يمكنهم فهم ما قيل بالعربية وتفهيم ذلك لقومهم باللسان الآخر الثاني كما أنهم يفهمون ما في كتبهم الرومية والسريانية والقبطية وغيرها ويترجمونها للعرب من النصارى بالعربية فإذا قامت الحجة على عرب النصارى باللسان الرومي فلأن تقوم على الروم باللسان العربي أو لا فإن اللسان العربي أكثر انتشارا في العالم من اللسان الرومي والناطقون به بعد ظهور الإسلام أكثر من الناطقين بغيره وهو أكمل بيانا وأتم تفهما وحينئذ فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر لكمال معنى ولكثرة العارفين به وهؤلاء علماء النصارى يقرؤون كتب الطب والحساب والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي مع أن مصنفيها كانوا عجما من رومي ويوناني وغير ذلك فما المانع أن يقرأ القرآن العربي وتفسيره وحديث النبي صلى الله عليه وسلم باللسان العبري مع أنه أخذ عن الرسول بالعربي فهو أولى بأن يعرف به مراد المتكلم به الوجه الثالث أن يقال الناس لهم في عدل الله ثلاثة أقوال قيل كل ما يكون مقدورا فهو عدل وقيل العدل منه نظير العدل من عباده وهما قولان ضعيفان وقيل من عدله أن يجزي المحسن بحسناته لا ينقصه شيئا منها ولا يعاقبه بلا ذنب ومعلوم أنه إذا أمر العبد بما يقدر عليه كان جائزا باتفاق طوائف أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى وإن كان الفعل مكروها للإنسان فإن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقد كلفت بنو إسرائيل والنصارى من الأعمال ما هو مكروه لهم وشاق عليهم فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغة يبين بعض المسلمين معناها لهم والعرب الذي نزل القرآن بلسانهم طبقوا الأرض ومنهم نصارى لا يحصون فكل من عرف بالعربية من النصارى أم كانه فهم ما يقال بالعربي ومن كان منهم روميا كان له أسوة من أسلم من سائر طوائف الأعاجم كالفرس والترك والهند والبربر والحبشة وغيرهم وهو متمكن من معرفة ما أمره الله والعمل به كما يمكن هؤلاء كلهم بل الروم أقدر على ذلك من غيرهم فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله بذلك وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدورا للعبد فعليه أن يفعله باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى وإنما تنازع الناس فيه هل يسمى واجبا فقيل يسمى واجبا وقيل لا يسمى واجبا فإن الأمر لم يقصده بالأمر وقد لا يخطر بباله إذا كان الآمر مخلوقا قال هؤلاء ولأن الواجب ما يذم تاركه شرعا أو يعاقب تاركه شرعا أو ما يستحق تاركه الذم أو ما يكون تركه سببا للذم أو العقاب وقالوا وما لا يتم الواجب إلا به لا يستحق تاركه الذم والعقاب فإن الحج إذا وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب ولم يفعله لم تكن عقوبة البعيد على الترك أعظم من عقوبة القريب مع أن المسافة التي لا بد لهما من قطعها أكثر وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء من ماله ليست عقوبته على الترك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى بيع مال له ليقضي به دينه وفصل الخطاب أن ما لا يتم الواجب إلا به هو من لوازم وجود الواجب ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع فالمأمور به لا يمكن فعله إلا بلوازمه والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته لكن هذا الملزوم لزوم عقلي أو عادي فوجوبه وجوب عقلي عادي لا أن الآمر نفسه قصد إجابه والذم والعقاب على تركه وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان وجوبه شرعيا أو عقليا أو يحتاج أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى وبعض المتأخرين قيدوها بالقدرة ولا حاجة إلى ذلك فإن ما لم يكن مقدورا ينتفي الوجوب مع انتفائه فيكون شرطا في الوجوب لا في فعل الواجب والجمهور قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب والمقصود هنا أن الله إذا أوجب على العباد شيئا واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجبا فإذا كان معرفة العبد لما أمره الله به تتوقف على أن يعرف معنى كلام تكلم به بغير لغته وهو قادر على تعلم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلغته أو على معرفة ترجمتها بلغته ووجب عليه تعلم ذلك ولو جاءت رسالة من ملك إلى ملك بغير لسانه لطلب من يترجم مقصود الملك المرسل ولم يجوز أن يقول أنت لم تبعث إلي من يخاطبني بلغتي مع قدرته على أن يفهم مراده بالترجمة فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالمين ولو أمر به بعض الملوك بعض رعاياه وجنوده بلغته وهم قادرون على معرفة ما أمرهم به إما بتعلم لغته وإما بمن يترجم لهم ما قاله لم يكن ذلك ظلما فكيف يكون ظلما من رب العالمين مع أنه ليس بظلم من المخلوقين ولو وجب لبعض الرعية حق على بعض أو ظلم بعضهم بعضا لوجب على الملك أن ينصف المظلوم ويرسل إلى الظالم ويرسل إلى الظالم من يأمره بالعدل والإنصاف ويعاقبه إذا لم ينصف إذا كان الظالم متمكنا من معرفة أمر الملك بالترجمة أو غيرها وهذا هو العدل ليس العدل أن يترك الناس ظالمين في حق الله وحق عباده والله تعالى أرسل رسله ليس العدل أن يترك الناس ظالمين في حق الله وحق عباده والله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقصد كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط فليس لأحد ممن أرسل إليه رسول وهو قادر على معرفة ما أرسل به إليه بالترجمة أو غير الترجمة أن يمتنع من شرع الله الذي أنزله وهو القصط الذي بعث به رسوله لكون الرسول ليس لغته لغته مع قدرته على أن يعرف مراده بطرق متعددة والناس في مصالح دنياهم يتوسل أحدهم إلى معرفة مراد الآخر بالترجمة وغيرها فيتبايعون وبينهما ترجمان يبلغ بعضهم عن بعض ويتراسلون في عمارة بلادهم وأغراض نفوسهم بالتراجم الذين يترجمون لهم وأمر الدين أعظم من أمر الدنيا فكيف لا يتوسلون إلى معرفة مراد بعضهم من بعض وكيف يكون أمر الدنيا أهم من أمر الدين إلا عند من أغفل الله قلبه عن ذكر ربه واتبع هواه وأعرض عن ذكر ربه ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم قال تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الوجه الرابع أنه من العجب أن تعد النصارى مثل هذا ظلما خارجا عن العدل وهم قد نسبوا إلى الله من الظلم العظيم على هذا الأصل ما لم ينسبه إليه أحد من الأمم كما سبوه وشتموه مسبة ما سبهوا إياها أحد من الأمم فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتنجيده وحمده واستناء عليه وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب الرب عليه وعقبه وأن تلك العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح وصلب وأنه كانت الزرية في حبس إبليس فمن مات منهم ذهبت روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وغيرهم ومعلوم أن إبراهيم كان أبوه كافرا ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه فكيف يؤاخذه بذنب آدم وهو أبوه الأبعد هذا لو قدر أن آدم لم يتب فكيف وقد أخبر الله عنه بالتوبة ثم يزعمون أن الصلب الذي هو من أعظم الزنوب والخطايا به خلص الله آدم وذريته من عذاب الجحيم وبه عاقب إبليس مع أن إبليس ما زال عصيا لله مستحقا للعقاب من حين امتنع من السجود لآدم ووشوس لآدم إلى حين مبعث المسيح والرب قادر على عقوبته وبن آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم فمن كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاء والتي لا تصلح أن تضاف إلى أجهل الملوك وأظلمهم إلى أجهل الملوك وأظلمهم فكيف يبدعون مع هذا أنهم يصفون الله بالعدل ويجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسان بتعلم ما يقدر على تعلمه وفيه صلاح معاشه ومعاده ويجعلون مثل هذا موجبا لتكذيب كتابه ورسله والإصرار على تبديل الكتاب الأول وتكذيب الكتاب الآخر وعلى أنه يتضمن مخالفة موسى وعيسى وسائر الأنبياء والرسل والنصار يقولون إن المسيح الذي هو عندهم اللهوت والناسوت جميعا إنما مكن الكفار من صلبه ليحتال بذلك على عقوبة إبليس قالوا فأخفى نفسه عن إبليس لأن لا يعلم ومكن أعداءه من أخذه وضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك على رأسه وصلبه وأظهر الجزع من الموت وصار يقول يا إلهي لما صلطت أعداء علي ليختفي بذلك عن إبليس فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله ويريد إبليس أن يأخذ روحه إلى الجحيم كما أخذ أرواح نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين فيحتج عليه الرب حينئذ ويقول بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي فيقول له إبليس بخطيئتك فيقول ناسوتي لا خطيئة له كنواسيت الأنبياء فإنه كان لهم خطايا استحقوا بها أن تأخذ أرواحهم إلى جهنم وأنا لا خطيئة لي وقالوا فلما أقام الله الحجة على إبليس جاز للرب حينئذ أن يأخذ إبليس ويعاقبه ويخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحيم وهذا الكلام فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه فمن هذا قوله فقد قدح في علم الرب وحكمته وعدله قدحا ما قدحه فيه أحد وذلك من وجوه أحدها أن يقال إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسوتي المسيح وغيره وإن كان بخطاياهم فلم يأخذهم بذنب أبيهم وهم قالوا إنما أخذهم بذنب آدم الثاني أن يقال من خلق بعد عيسى من الذرية كمن خلق قبله فكيف جاز أن يمكن إبليس من الذرية المتقدمين دون المتأخرين وكلهم بالنسبة إلى آدم سواء وهم أيضا يخطئون أعظم من خطايا الأنبياء المتقدمين فكيف جاز تمكين إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدمين ولم يمكن يمكن من عقوبة الكفار والجبابرة الذين كانوا بعد المسيح الوجه الثالث أن يقال أخذ إبليس لذرية آدم أخذوا إبليس لذرية آدم وإدخالهم جهنم إما أن يكون ظلما من إبليس وإما أن يكون عدلا فإن كان عدلا فلا لوم على إبليس ولا يجوز أن يحتال عليه ليمتنع من العدل الذي يستحقه بل يجب تمكينه من المتأخرين والمتقدمين وإذا كان ظلما فلم يمنعه الرب منه قبل المسيح فإن قيل لم يقدر فقد نسبوه إلى العجز وإن قيل قدر على دفع ظلم إبليس ولم يفعله فلا فرق بين دفعه في زمان دون زمان إن جاز ذلك جاز في كل زمان وأن امتنع في كل زمان الوجه الرابع أن إبليس إن كان معذورا قبل المسيح فلا حاجة إلى عقوبته ولا ملام عليه وإن لم يكن معذورا استحق العقوبة ولا حاجة إلى أن يحتال عليه بحيلة تقام بها الحجة عليه الوجه الخامس إنه بتقديري أنه لم يقم عليه الحجة قبل الصلب لم يقم عليه الحجة قبل الصلب فلم يقم عليه حجة بالصلب فإنه يمكن أن يقول أنا ما علمت أن هذا الناسوت هو ناسوت الرب وأنت يا رب قد أذنت لي أن أخذ جميع ذرية آدم فأوديهم إلى الجحيم فهذا واحد منهم وما علمت أنك أو ابنك اتحد به ولو علمت ذلك لعظمته وما علمت أنك أو ابنك اتحد به ولو علمت ذلك لعظمته فأنا معذور في ذلك فلا يجوز أن تظلمني الوجه السادس أن نقول أن إبليس يقول حينئذ يا ربي فهذا الناسوت الواحد أخطأت في أخذ روحه لكن سائر بني آدم الذين بعده لي أن أحبس أرواحهم في جهنم كما حبست أرواح الذين كانوا قبل المسيح إما بذنب أبيهم وإما بخطاياهم أنفسهم وحينئذ فإن كان ما يقوله النصار حقا فلا حجة لله على إبليس الوجه السابع أن يقال هب أن آدم أذنب وبنوه أذنبوا بتزين الشيطان فعقوبة بني آدم على ذنوبهم هي إلى الله وإلى إبليس إلى الله أو إلى إبليس فهل يقول عاقل إن إبليس له أن يغوي بني آدم بتزينه لهم ثم له أن يعاقبهم جميعا بغير إذن من الله في ذلك وهل هذا القول إلا من قول المجوس السنوية من قول المجوس السنوية الذين يقولون إن كل ما في العالم من الشر من الزنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس لم يفعل الله شيئا من ذلك ولا عاقب الله أحدا على ذنب ولا ريب أن هذا القول سرى إلى النصارى من المجوس لهذا لا ينقلون هذا القول في كتاب منزل ولا عن أحد من الحواريين ولهذا كان المانوية دينهم مركبا من دين النصارى والمجوس وكان رأسهم ماني نصرانيا مجوسيا فالنسب بين النصارى والمجوس بل وسائر المشركين نسب معروف والوجه الثامن أن يقال إبليس عاقب بني آدم وأدخلهم جهنم بإذن الله أو بغير إذنه إن قالوا بإذنه فلا ذنب له ولا يستحق أن يحتال عليه ليعاقب ويمتنع وإن كان بغير إذنه فهل جاز في عدل الله أن يمكنه من ذلك أم لم يجز فإن جاز ذلك في زمان جاز في جميع الأزمنة وإن لم يجز في زمان لم يجز في جميع الأزمنة فلا فرق بين ما قبل المسيح وما بعده الوجه التاسع أن يقال هل كان الله قادرا على منع إبليس وعقوبته بدون هذه الحيلة وكان ذلك عدلا منه لو فعله أم لا فإن كان ذلك مخدورا له هو عدل منه لم يحتج أن يحتال على إبليس ولا يصلب نفسه أو إذنه ثم إن كان هذا العدل واجبا عليه واجب منع إبليس وإن لم يكن واجبا جاز تمكينه في كل زمان فلا فرق بين زمان وزمان وإن قيل لم يكن قادرا على منع إبليس فهو تعجيز للرب عن منع إبليس وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل من جنس قول الثنوية الذين يقولون لم يكن يقدر النور أن يمنع الظلمة من الشر ومن جنس قول ديمقراطيس والحنانين الذين يقولون لم يكن واجب الوجود أن يمنع النفس من ملابسة الهيلوي بل تعلقت النفس بها بغير اختياره الوجه العاشر أن ما فعله به الكفار اليهود الذين صلبوه طاعة لله أو معصية فإن كان طاعة لله استحق اليهود الذين صلبوه أن يثيبهم ويكرمهم على طاعته كما يثيب سائر المطيعين له والنصار متفقون على أن أولئك من أعظم الناس إثما وهم من شر الخلق وهم يستحلون من دمهم ولعنتهم ما لا يستحلونه من غيرهم بل يبالغون في طلب اليهود وعقوبتهم في آخر صومهم الأيام التي تشبه أيام الصليب بل يبالغون في طلب اليهود وعقوبتهم في آخر صومهم الأيام التي تشبه أيام الصليب وإن كان أولئك اليهود عصال الله فهل كان قادرا على منعهم من هذه المعصية أم لا فإن لم يكن قادرا على منع إبليس من ظلم الذرية في الزمن المستقبل وإن كان قادرا على منعهم من المعاصي ولم يمنعهم كان قادرا على منع إبليس بدون هذه الحيلة وإذا كان حسنا منه تمكينهم من هذه المعصية كان حسنا منه تمكين إبليس من ظلم الذرية في الماضي والمستقبل فلا حاجة إلى الحيلة عليه واعلم أن الوجوه الدال على فساد دين النصارى كثيرة جدا وكلما تصور العاقل مذهبهم وتصور لوازمه تبين له فساده لكن المقصود هنا بيان تناقضهم في أنهم يقيمون عذر أنفسهم في ترك الإيمان بكتابه ورسوله ودينه لكونه سبحانه عدلا لا يأمر الناس بما يعجزون عنه وهو سبحانه لم يأمرهم إلا بما يقدرون عليه وقد نسبوا إليه من الظلم ما لم ينسبه إليه أحد من بني آدم يوضح هذا الوجه الحادي عشر وهو أنه إما أن يقال في الظلم بقول الجهمية المجبرة الذين يقولون يفعل ما يشاء بلا حكمة ولا سبب ولا مراعاة عدل وإما أن يقال بقول القدرية أنه يجب عليه العدل الذي يجب على المخلوقين وإما أن يقال هو عادل منزه عن الظلم ولكن ليس عدله كعدل المخلوق فهذه أقوال الناس الثلاثة فإن قيل بالأول جاز أن يصلط إبليس على جميع الذرية بلا ذنب وأن يعاقبهم جميعا بلا ذنب ولا حاجة حينئذ إلى الحيلة على إبليس وإن قيل بالثاني فمعلوم أن الواحد من الناس لو علم أن بعض مماليكه أمر غيره بذنب يكرهه السيد ففعله كان العدل منه أن يعاقب الآمر والمأمور جميعا وأما تسليطه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل وكذلك تسليط الآمر الظالم على جميع ذرية المأمور الذين لم يذنبوا ذنب أبيهم ليس من العدل وإن قيل بل هو استحق أن يستعبدهم لكون أبيهم أطاعه قيل فحينئذ يستحق أن يأسر الأولين والآخرين فلا يجوز أن يمنع من حقه بالاحتيال عليهم وإذا قيل إنما يستحق أخذهم خطاياهم وإذا قيل إنما يستحق أخذهم خطاياهم قيل فله أن يأخذ الأولين والآخرين وإن قيل هو لما طلب أخذ روح ناسوث المسيح منع بهذا الذنب منع بهذا الذنب قيل هذا إن كان ذنبا فهو أخف ذنوبه فإنه لم يعلم أنه ناسوث الإله وإذا استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره فطلب رجلا ليسترقه لظنه أنه منهم ولم يكن هذا ذنبا يمنع استرقاق الباقين استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره فطلب رجلا ليسترقه لظنه أنه منهم ولم يكن هذا ذنبا يمنع استرقاق الباقين وإذا قيل إن عدل الرب ليس كعدل المخلوقين بل من عدله أن لا ينقص أحدا من حسناته لا ينقص أحدا من حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه لم يجز حينئذ أن يعاقب ذرية آدم بذنب أبيهم ولم يجز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب إلا ذنب تابوا منه بذنب غيرهم فإن الأنبياء معصومون أن يقروا على ذنب فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم وإن قدر أنه مات مصرا على الذنب مع أن هذا تقدير باطل ولو قدر أن الأنبياء لهم خطايا يستحقون بها العقوبة بعد الموت وتصليف إبليس على عقوبتهم مع أن هذا تقدير باطل فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك فكيف يجوز في العدل الذي يوجب التسوية بين المتماثلين عقوبة الأنبياء ومنع عقوبة من هو دونهم بل من هو من الكفار الوجه الثاني عشر أن الرب إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس فهل لا اتحد بنسوتي بعض أولاد آدم ليحتال على إبليس فيمنعه من ظلم من تقدم فإن المنع من الشر الكثير أولى من المنع من الشر القليل أتراه ما كان يعلم أن إبليس يعلم هذا الشر كله فهذا تجهيل له أو كان يعرف وعجز عن فعله فهذا التعجيز له ثم ما الفرق بين زمان وزمان أم كان ترك منعه عدلا منه فهو عدل في كل زمان أم كان ترك منعه عدلا منه فهو عدل في كل زمان هامش عقد الشيخ محمد أبو زهرة فصلا في كتابه مقارنة الأديان أديانات القديمة قارن فيه بين البوذية والنصرانية وبين أوجه الاتفاق والصلة القائمة بينهما من صفحة 53 إلى صفحة 68 وهذا يعطينا صورة واضحة على مدى ما وصلت إليه النصرانية من تحريف وصل بها إلى درجة كبيرة من الأوهام والأساطير التي لا يقرها عقل ولا شرع ويبين مدى عبث العابثين وتحريف المحرفين وانتحال المبطلين حيث تحولت إلى عقيدة وثنية منافية لملة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام وجميع الرسل من قبل ومن بعد ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز يضاهئون قول الذين كفروا وانظر كتاب أديان الهند الكبرى في سلسلة مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي الجزء الرابع صفحة 203 و206 إلى 223 وكتاب الشيخ محمد رشيد رضا عقيدة الصلب والفداء صفحة 163 والمسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد عبدالوهاب صفحة 127 هامش ديمقراطيس فيلسوف من فلسفة اليونان وحكمائهم وأطبائهم ولد حوالي 460 قبل الميلاد درس الفلسفة وأنشأ جيلا من تلامذته وكان ذا مال وثروة ثم طوف في أنحاء الديار واستقر به المقام أخيرا في أثينا له تصنيف في الطبيع في الطبعيات وعلم الفلك والسلوك والرياضيات والهندسة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة المتوفى سنة 728 هجريا تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر الدكتور حمدان بن محمد الحمدان المجلد الثاني الشريط الثاني فصل وأما تفسيرهم لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإن مراده قومه كما قالوا وأما قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأما تفسيرهم لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بأن مراده قومه كما قالوا وأما قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهم لا غيرهم ممن لم يأتيهم بما جاء فيه فيقال لهم من فسر مراد متكلم أي متكلم كان بما يعلم الناس أنه خلاف مراده فهو كاذب مفتر عليه وإن كان المتكلم من آحاد العامة ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين فإن من عرف كذبه فإن من عرف كذبه إذا تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه فيقال أراد كذا وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقا أو كاذبا فكيف بمن يفسر مراد الله ورسوله وبما فكيف بمن يفسر مراد الله ورسوله بما يعلم كل من خبر حاله علما ضروريا يعلم كل من خبر حاله علما ضروريا أنه لم يرد ذلك بل يعلم علما ضروريا أنه أراد العموم فإن قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا صيغة عامة وصيغة من الشرطية من أبلغ صيغ العموم كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم فإن هذا في سورة آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى فإنها نزلت لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصراني وروي أنهم كانوا ستين راكبا وفيهم السيد والأيهم والعاقب وقصتهم مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها وقد قال قبل هذا الكلام وقد قال قبل هذا الكلام بذنب دين النصارى الذي ابتدعوه وغيروا به دين المسيح ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه حتى صار دينهم مركبا من حق وباطل واختلط أحدهما بالآخر فلا يكاد يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره والمسيح قرر أكثر شرع التوراة وغير المعنى وعامة المصارى إلا يميزون ما قرره مما غيره فلا يعرف دين المسيح فلا يعرف دين المسيح قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فمن اتخذ من دونهم أربابا كان أولى بالكفر وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو دونهم أربابا بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ثم قال تعالى في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاقا لما آتاكم من كتاب وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال ابن عباس وغيره من السلف لما بعث الله نبيا قال ابن عباس وغيره من السلف ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه والآية تدل على ما قالوا فإن قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يتناول جميع النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطأة الموطأة للقسم واللام الثانية تسمى اللام جواب القسم والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم ما سد جواب الشرط والقسم والقسم كقوله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجن معهم ولئن قوتلوا لا ينصرنهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتنا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم ومنه قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وقوله لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم وقوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك وقوله وقوله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وقوله ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين وقوله ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون وقوله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه ومثل هذا كثير وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف مراد تقدير الكلام والله مراد تقدير الكلام والله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم والله ولئن قتلوا لا ينصرونهم وفي محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصارا وإجازا لا فيما فيما يكثر استعماله كالقسم وقوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة هي ماء الشرطية والتقدير أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ولا تكتفوا بما عندكم عما جاء به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه وإن كان معكم من قبله من كتاب وحكمة فلا يغنيكم ما آتيتكم عما جاء به فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله فدل ذلك على أنه من أراد محمدا من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه أن يؤمن بمحمد وينصره كما قال لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به كما قال تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصغي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ثم قال تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ثم قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال الطائفة من السلف لما أنزل الله هذه الآية قال من قال من اليهود والنصارى نحن مسلمون فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فكل من لم يرى حج البيت واجبا عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن واليهود والنصارى لا يرونه واجبا عليهم فهم من الكفار حتى أنه روي في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة والصيام شهر رمضان وحج البيت فإنه كافر وأيضا فقد قال تعالى في أول السورة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فقد أمره تعالى بعد قوله إن الدين عند الله الإسلام أن يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وأن يقول للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم أأسلمتم فالعرب الأميون يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس وأما من سواهم فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس قال تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين وإن لم يسلموا فقد قال إنما عليك البلاغ أي تبلغهم رسالات ربك رسالات ربك إليهم والله هو الذي يحاسبهم فدل هذا كله على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ الأميين وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إله رقل ملك النصارى من محمد رسول الله من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوح وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى الحواريين وهذا تحقيق لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وأن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان قال تعالى عن نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته وجعل جميع الآدمين من ذريته يذكر أنه أمر أن يكون من المسلمين وأما الخليل فقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد أخبر تعالى أنه أمر الخليل بالإسلام وأنه قال أسلمت لرب العالمين وأن إبراهيم وصى بنيه ويعقوب وصى بنيه أن لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال تعالى عن يوسف الصديق ابن يعقوب أنه قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال تعالى عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال عن السحرة الذين آمنوا بموسى قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أولى المؤمنين وقالوا أيضا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال تعالى في قصة سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وقال قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وقال وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وقال عن بلقيس التي آمنت بسليمان رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال عن أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال تعالى عن الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فهؤلاء الأنبياء وأتباعهم كلهم كلهم يذكر تعالى أنهم كانوا مسلمين وهذا مما يبين أن قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقوله إن الدين عند الله الإسلام لا يختص بمن بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو حكم عام في الأولين والآخرين ولهذا قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فصل قولهم ثم وجدنا في هذا الكتاب من تعظيم السيد المسيح وأمه حيث يقول في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وقال في سورة آل عمران وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكي وطهرك واصطفاكي على نساء العالمين مع الشهادات للسيد المسيح بالمعجزات وأنه حبلت بهمه من غير مباضعة رجل لبشارة ملائكة الله لأمه وأنه تكلم في المهد وأحيى الميت وأبرأ الأكمة ونقى الأبرس وأنه خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طيرا بإذن الله أي بإذن اللهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت ووجدنا أيضا في الكتاب أن الله رفعه إليه وقال في سورة النساء وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه وفي سورة آل عمران إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وقال في سورة البقرة وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وقال في سورة الحديد وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ورهبانية بتدعوها ما كتبها ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وقال في سورة آل عمران من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الكتاب آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ثم وجدناه يعظم إنجيلنا الجواب أما تعظم المسيح وأمه فهو حق وكذلك مدح من كان على دينه الذي لم يبدل قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم أو بقي على ذلك إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به فإن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون وكذلك من كان على دين موسى الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح فآمن به فهؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون وقد قدمنا أن المسلمين هم عدل متوسطون لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير وأما اليهود والنصارى فهم على طرفين نقيد هؤلاء ينحرفون إلى جهة وهؤلاء ينحرفون إلى الجهة التي تقابلها كما ذكرنا تقابلهم في النسخ وكذلك تقابلهم في التحريم والتحليل والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وهم يبالغون في اجتناب النجاسات حتى أن الحائض لا يآكلونها ولا يساكنونها ولا يجامعونها وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب بل يقرب موضعها واستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآثار والأغلال التي كانت عليهم وأما النصارى ففي مقابلتهم تجد عمتهم لا يرون شيئا حراما ولا نجسا إلا ما كرهه الإنسان بطبعه ويصلون مع الجنابة والحدث وحمل النجاسات ويأكلون الخبائث كالدم والميتة ولحم الخنزير إلا من كره منهم شيئا فتركه والمسلمون وسط كما قال تعالى فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي عدلا خيارا قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولهذا كان من انحرف المسلمين إلى شبه اليهود والنصارى مأمورا بترك ذلك الانحراف واتباع السراط المستقيم سراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم كاليهود وغير الضالين كالنصارى وذلك مثل من يبالغ في اجتناب النجاسات فينجس ما لم ينجسه الله ورسوله ويحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ويأخذه الوسوات في اجتناب النجاسات ويحرم طيبات أحلها الله للمسلمين مثل من يرى أن القياس مثل من يرى أن القياس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره أو يرى أنها وإن زالت فلم يبقى لها أثر فالمحل نجس إن لم تزل بما يشترطه هو من الماء أو غيره أو يرى أن الطيبات التي أحلها الله حرام خبيثة لأنها مستحيلة على المحرم مع أن الخل حلال وإن كان قد كان مع أن الخل حلال وإن كان قد كان خمرا باتفاق المسلمين إذا بدى إلى حالته أو يرى أن الماء الطيب والمائعات الطيبة التي ليس فيها أثر من الخبيث حرام لكون الخبيث لاقاها أو استهلك فيها مع أنها من الطيبات لا من الخبائث أو يرى تحريم ما سوى موضع الدم الذي هو أذى إلى غير ذلك من أقوال قالها بعض العلماء ولكن غيرهم نازعهم في ذلك واتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأعظم من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين ويرى نجاسة الكفار كما عليه كثير من أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم فإذا أكل غيرهم من وعائهم نجسه عندهم وأما ما يفعله كثير من الناس من غير أن يقول عالم من غير أن يقول له عالم مثل من يغسل يده وثيابه وحصر بيته بتوههم نجاستها أو يأمر الحائض إذا طهرت أن تبدل ثيابها الأول أو تغسلها أو يمنع الجنب أن يأكل أو يشرب حتى يغتسل فهذا كثير في من يشبه اليهود بل يشبه سامرة اليهود وأما من يشبه النصارى فمثل من يحسن الظن بمن لا يتطهر ولا يصلي من المنسوبين إلى الفقر والزهد والعبادة مثل من يكون في مواضع الشياطين والنجسات كالحمام والأتاتين والمزابل وهو متلوث بالبول والعذرة ويعاشر الكلاب ولا يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة بل ولا يصلي أو يصلي بلا وضوء وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد وأن الوضوء هو من الحدث وأن الوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلي إلا به مع القدرة ولا يتيمم مع القدرة لا يصلى إلا به مع القدرة ولا يتيمم مع القدرة فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق مثل نوع من الكشف والتصرف الذي يكون من الشياطين والجهال يظنون أنه من كرمات أولياء الله إذا لم يكن يصل الصلوات الخمس ويتوضأ ويغتسل من الجنابة من المؤمنين أو من أولياء الله فهو كافر باتفاق المسلمين ومن لم يحرم الخبائث التي حرمها الله ورسوله كالبول والعذرة والدم والميتة ولحم الخنزير والخمر فهو كافر باتفاق المسلمين ومن جعل مستحل ذلك مع العلم بمخالفته لدين الرسول وليا لله فهو كافر باتفاق المسلمين وكذلك في من ينتحل الإسلام ويذم أهل الكتاب من يكون منافقا في الدرك الأسفل من النار ويكون كثير من اليهود والنصارى أخف عذابا في الأخيرة منه قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وكذلك المسلمون وأهل السنة في المسلمين وكذلك في التوحيد فإن اليهود شبه الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها يجب تنزيه الرب عنها والنصارى شبه المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى فقال من قال من اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة وهو بخيل وقالوا إنه خلق العالم فتعب فاستراح وحكي عن بعضهم أنه قال بكى على الطفان حتى رمض حتى رمض وعادته الملائكة وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما ينوح المصاب على ميته وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه ويتقدس سبحانه وتعالى وأيضا فهم يستكبرون عن عبادة الله وطاعة رسوله ويعصون أمره ويتعدون حدوده ولا يجوزون له أن ينسخ ما شرعه بل يحجرون عليه والنصارى يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فاجعلونه رب العالمين خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ولهذا قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يصفونه بالصفات الكمال وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق ولا يتصف بها إلا المخلوق فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعدل والإحسان وينزهونه عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال فلا أحد يعلم كعلمه ولا يقدر كقدرته ولا يرحم كرحمته ولا يسمع كسمعه ولا يبصر كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي كاستوائه ولا يأتي كأتيانه ولا ينزل كنزوله كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا يصفون أحد من المخلوقين بخصائص الخالق جل جلاله بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق سقير إليه عبد له وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء وأسأله كل أحد وهو غني بنفسه لا يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياء كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وكذلك هم في المسيح فالنصار يقولون هو الله ويقولون أيضا هو ابن الله وهو إله تام وإنسان تام واليهود يقولون هو ولد زنى وهو ابن يوسف النجار ويقولون عن مريم إنها بغي بعيسى كما قال تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما ويقولون هو ساحر كذاب وأما المسلمون فيقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه وهو وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويصفونه بما وصفه الله به في كتابه ولا يغلون فيه غلو النصارى ولا يقصرون في حقه تقصير اليهود وكذلك قولهم في سائر الأنبياء والمرسلين وفي أولياء الله فاليهود قتلوا النبيين والذين يأمرون بالقصد من الناس والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ومع هذا فقد شارك النصارى اليهود في نقص حق كثير من الأنبياء فيقولون أن سليمان لم يكن نبيا ويقولون إن الحواريين مثل موسى وإبراهيم ويقولون إن من عمل بوصايا الله من غير الأنبياء صار مثل الأنبياء وكان له أن يشرع شريعة وبعض اليهود غلوا في العزير حتى قالوا إنه ابن الله ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله والله تعالى ذكر في القرآن في صورة كافها يا عين صاد قصة ابناء الخالة يحيى وعيسى ويحيى يسمونه النصارى يحنى وهو يحنى المعمداني عندهم فقال تعالى بعد أن ذكر قصة يحيى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ثم قال الله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فذكر سبحانه قصة مريم والمسيح في هذه الصورة المكية التي أنزلها في أول الأمر بمكة في الصور التي ذكر فيها أصول الدين المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين لما قدم عليه نصار نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الزكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا من الشيطان إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم ذكر قصة زكريا ويحيا ثم قال هناك دعا زكريا ربه قال ربها بلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فهو سبحانه قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين إحداهما مكية نزلت في أول الأمر مع الصور الممهدة لأصول الدين وهي سورة كافها يا عين صاد والثانية مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهاد ولهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب ومباهلتهم كما نزلت في براءة مجاهدتهم فأخبر في الصورة المكية أنها لما انفردت بالعبادة أرسل الله إليها روحه فتمثل لها بشرا سوية فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال أبو وائل علمت أن المتقي ذو نهية أي تقواه ينهاه عن الفاحشة وأنها خافت منه أن يكون قصده الفاحشة فقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي أي تتقي الله وما يقول بعض الجهال بأنه كان فيهم رجل تاجر اسمه تقي فهو من نوع الهذيان وهو من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل ثم قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا وفي القراءة الأخرى لأهب لك غلاما زكيا فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها بشرا سوية أنه رسول ربها فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرها وأنه رسول من الله ليست صفة من صفات الله ولهذا قال جماهير العلماء أنه جبريل عليه السلام فإن الله سماه روح الأمين وسماه روح القدس وسماه جبريل وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن روح القدس لكن ظلالهم لكن ظلالهم حيث يظنون أن روح القدس حياة الله وأنه إله يخلق ويرزق ويعبد وليس في شيء من الكتب الألوهية ولا في كلام الأنبياء أن الله سم صفته القائمة به روح القدس ولا سم كلامه ولا شيء من صفاته ابن وهذا أحد ما يثبت ما يثبت به ضلال النصارى وأنه محرفوا كلام الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادت الأنبياء فإن أصل تثليفهم مبني على ما في أحد الأنجيل من أن المسيح عليه السلام قال لهم عمدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس فيقال لهم هذا إذا كان قد قاله المسيح وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد من الأنبياء أنهم يسمون صفة لا القائمة به ولا كلمته ولا حياته لا ابنا ولا روح قدس ولا يسمون كلمته ابنا ولا يسمونه نفسه ابنا ولا روح قدس ولكن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم يصفون المصطفى المكرم ابنا وهذا موجود في حق المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل أنت ابني بكرا أنت ابني بكرا أنت ابني بكرا أي بني إسرائيل وروح القدس يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره فإن في كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره وأن المسيح قال لهم أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فسماه أبا للجميع لم يكن المسيح مخصوصا عندهم باسم الإبن ولا يوجد عندهم لفظ الإبن إلا اسما للمصطفى المكرم لسما لشيء من صفة الله ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه وإذا كان كذلك كان في هذا ما يبين أنه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية التي يقولون أنها تولدت من الله عندهم مع كونها أزلية ولا بروح القدس حياة الله بل المراد بالابن ناسوة المسيح وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله وبرسوله وبما أنزله على رسوله والملك الذي نزل به وبهذا أمرت الأنبياء كلهم وليس للمسيح خاصة استحق بها أن يكون فيه شيء من اللهوط لكن ظهر فيه نور الله وكلام الله وروح الله كما ظهر في غيره من الأنبياء والرسل فإن غيره أيضا فيما ينقلونه عن الأنبياء يسمى ابنا وروح القدس حلت فيه وهذا مقصود في غير هذا الموضع والمقصود هنا التنبيه على أن كلام الأنبياء عليه السلام يصدق بعضه بعضا وأنه ليس مع النصارى لا حجة سمعية ولا عقلية توافق ما التدعوه ولكن فسروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه وعندهم في الإنجيل أنه قال إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الإبن وإنما يعلمها الأب وحده فبين أن الإبن لا يعلم الساعة فعلم أن الإبن ليس هو القديم الأزلي وإنما هو المحدث الزمني أهامش المسلمون هم عدل متوسطون لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير قال القرافي رحمه الله الجواب على هذا من وجوه رقم واحد أن تعظيمهما لا نزاع فيه ولم تكفر النصارى بالتعظيم وإنما كفرت بنسبة أمور إليهما لا يليق بجلالة الربوبية ولا بدنات البشرية من الأبوة والبنوة والحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والأولاد رقم اثنان أنه إذا اعترف بأن القرآن العظيم وورد بما يعتقد أنه حق فهذا دليل على أن القرآن الكريم حق فإن الباطل لا يؤكد الحق بل المؤكد للحق حق جازما فيكون القرآن حقا قطعا وهذا هو سبب إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان النصارى رقم ثلاثة أن هذا برهان ناطق على وجحان الإسلام على سائر الملل والأديان فإنه مجتمل على تعظيم جميع الرسل وجميع الكتب المنزلة أنظر الأجوبة الفخرة للقرآن في رسالة ماجستير تحقيق الدكتور سالم من محمد القراني أهمش مذهب مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر ورواية عن أحمد أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة ورجح هذا ابن قدامة في المغني واحد تقسيم تسعة والمقنع واحد تقسيم تسعة وسبعين وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل ماء طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد وماء الشجر وهذه رواية عن الإمام أحمد واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن عقيل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فأطلق الغسل وتقييده بالماء يحتاج إلى دليل ويأنه مائع طاهر مزيل فزالت النجاسة به هامش ذكر ابن الجوزي رحمه الله جملا مفيدا في كتابه القيم تلبيس إبليس فيما يتعلق بتلبيس الشيطان على العباد في الوضوء وغيره في صفحة 135 إلى 137 وأرجع ذلك إلى الجهل وقال أعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل فهو يدخل منه على الجهال بأمان وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد ولم يحكم العلم إلى آخره ما ذكره من كلام مفيد في هذا الباب هامش يشير المؤلف إلى الصوفية الذين ابتدعوا في دين الله وأحدثوا فيه ما ليس منه واتبعوا ما رتبه لهم مشائخهم الجهال الذين رتبوا لهم تركبات في المطاعم وصنفوا مصنفات في رياضة النفوس وابتلعوا كثيرا من الأقوال والأعمال التي لم يرد بها كتاب ولا سنة ولا إجماع من سلف الأمة يقول ابن الجوزي رحمه الله وكان أصل تلبس إبليس عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات وقد مرت الصوفية بمراحل عديدة كان آخرها مرحلة وحدة الوجود التي يبطن أصحابها الكفر والإلحاد ويبيحون المحظورات بل يجعلونها عبادة يدينون بها ويؤثرونها على الصلوات عاذن الله من الزيغ والضلال انظر تلبس إبليس لابن الجوزي صفحة 162 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 11 تقسيم 195 وصفة الصفوى لابن الجوزي 1 تقسيم 25 بتحقيق محمد الفاخوري ومقدمة ابن خلدون صفحة 473 والصلة بين التصوف والتشاية ولدكتور مصطفى كامل الشايبي صفحة 276 والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر الشقفة وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل هامش الأتاتين قال في مصباح المنير 1 تقسيم 4 الآتون وذان رسول قال الأزهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب أتاتين بتائين نقلا عن الفراء وجاء في مختار الصحاح صفحة 4 الآتون بالتشديد الموقن والعامة تخففه وجمعه أتاتين وانظر القاموس المحيط 4 تقسيم 194 باب النون فصل الهمزة هامش ورد في سفر التكوين اصحاح 6 6 إلى 8 صفحة 6 إلى 8 ما نصه وراء الرب أن شر الناس قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض إلى آخره وجاء في التلمود الذي هو كتاب تشريعاتهم وأخلاقهم أن الله ندم وحزن بعد خراب هيكل أورشالين وأنه من ذلك الوقت لم يعود له جلد على اللعب والرقص كما كان يصنع في الأزمان السالفة وأول رقص رقصها مع حواء أما من بعد تدمير الهيكل فإنه لم ينقطع عن البكاء والنحيب لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة وهو يطوي ثلاثة أربع الليل منكمشا على ذاته ما لأن الدنيا زئيرا كالأسر الصريع ثم يصرق الويل لي لأني تركت بيتي ينهب وهيكل يحرق وأولادي يتشتتون تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا أهامش فيقولون أن سليمان لم يكن نبيا ويرجع ذلك إلى أن كتاب العهد القديم قد خلعوا صورا نقيتة على أنبياء الله جميعا وقد صور النبي الكريم سليمان عليه السلام في سفر الملوك الأول في الإصحاح الأول منه بأنه رجل ملك وسياسة صارع أدونيا بن حجيس الذي حاول أن يتولى الملك بعد داود عليه السلام فأخذ سليمان يقتل ويبطش إلى آخره ما وصفه به الكاتب كعادتهم في وصف كثير من الأنبياء عليهم السلام وقبح الله أعداءه وأعداء أنبيائه وانظر تفصيلا عن النبي سليمان عليه السلام في كتاب التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه للدكتور الصابر طعيمة صفحة 517 إلى 545 وصفحة 764 حيث تحدث عن النبي سليمان في رؤية العهد القديم وعنه في أعطاء القرآن الكريم هامش في سفر الخروج الإسحاح 4 فقرة 22 و23 فنقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر إلى آخره وفي سفر التكوين إسحاح 49 تقسيم 3 رأوا بين أنت بكري قوتي وأول قدرتي فضل الرفع وفضل العز وفي إرمية إسحاح 31 تقسيم 9 إني صرت ابنا لإسرائيل وأفرام هو بكري عود إلى قراءة نص الكتاب فصل والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقوله ذلك أمر الله أنزله إليكم والثاني إضافة عين كقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين وقوله ناقة الله وسقياها وقوله عين يشرب بها عباد الله فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق ومن هذا الباب قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها بشرا سويا وأنها استعاذت بالله منه إن كان تقيا وأنه قال إنما أنا رسول ربك وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسها وهي التي تسمى في اصطلاح النظار جوهرا وقد تسمى جسما إذا كانت مشارا إليها مع اختلاف الناس في الجسم هل هو مركب من الجواهر المفردة أم من المادة والصورة أم ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا وإذا كان الله قد بيّن أن المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرها بل من الأعيان القائمة بنفسها وعلم أن المضاف مملوك لله مخلوق له لكن إضافته إلى الله تدل على تخصيص الله له من الاستفاء والإكرام بما أوجب التخصيص بالإضافة وقد ذكرت فيما كنت كتبته قبل هذا من الرد على النصارى الكلام في ذلك وغيره وبينت أن المضافات إلى الله نوعان وبينت أن المضافات إلى الله نوعان أعيان وصفات فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضى والغضب ونحو ذلك دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة ليست مخلوقة لأن الصفة لا تقوم بنفسها فلابد لها من موصوف تقوم به فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول بها فيسمى المقدور قدرة والمخلوق بالكلمة كلاما والمعلوم علما والمرحوم به رحمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة وقوله تعالى فيما يروي عنه نبيه أنه قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ويقال للمطر والسحاب هذه قدرة قادر وهذه قدرة عظيمة ويقال في الدعاء غفر الله لك علمه فيك أي معلومه وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدورة ونحو ذلك فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله هذا خلق الله وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميزت به عن سائر النياق وكذلك اختصاص الكعبة واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح فإن المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقباؤه وقدره وهذه الإضافة لا اختصاص فيها ولا فضيلة للمضاف على غيره وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه ويأمر به ويعظمه ويحبه فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة البيت والناقة والروح وعباد الله من هذا الباب وقد قال تعالى في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية وجعلناها وبنها آية للعالمين وقال في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا أمرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فذكر امرأة فرعون التي ربت موسى بن عمران وجمعت بينه وبين أمه حتى أرضعته أمه عندها وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته فهاتان المرأتان ربت هذين الرسلين الكريمين فلما قال هنا فنفخنا فيها أي في المرأة وفيه أي في فرجها من روحنا وقال هنا فأرسلنا إليها روحنا إلى قوله إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا دل على أن قوله روحنا ليس المراد به أنه صفة لله لا الحياة ليس المراد به أنه صفة لله لا الحياة ولا غيرها ولهو رب خالق فلا هو الرب الخالق ولا صفة الرب الخالق بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله فأرسلنا إليها روحنا وأن الأكثرين على أنه جبريل وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملكاته أصل عظيم ظل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم فإن كتب الأنبياء التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه وأشياء على هذا الوجه فاختلف الناس في هذه الإضافة فقالت المعطلة نفات الصفات من أهل الملل إن الجميع إضافة ملك وليس لله حياة قائمة به إن الجميع إضافة ملك وليس لله حياة قائمة به ولا علم قائم به ولا قدرة قائمة به ولا كلام قائم به ولا حب ولا ضغض ولا غضب ولا رضا بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية وإنما ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان وكان مقدمهم رجل يقال له الجهم ابن صفوان فنسبت الجهمية إليه ونفو الأسماء والصفات واتبعهم المعتزلة وغيرهم فنفو الصفات دون الأسماء فوافقهم طائفة من الفلاسفة أتباع أرسطو وقالت الحلولية بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له وإن كان بائنا عنه بل قالوا هو قديم أزلي فقالوا روح الله قديمة أزلية صفة لله حتى قال كثير منهم إن أرواح بني آدم قديمة أزلية وصفة لله وقالوا إن ما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد المصاحف قديم أزلي وهو صفة لله وقال حذاق هؤلاء بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه وإرادته لما يخلقه قديم أزلي وهو صفة الله وكلامه الذي سمعه موسى قديم أزلي وأنه لم يزل راضيا محبا لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلقه ولم يزل غضبانا صاخطا على من علم أنه يكفر قبل أن يخلق ولم يزل ولا يزال قائلا يا آدم يا نوح يا إبراهيم قبل أن يوجدوا وبعد موتهم ولم يزل ولا يزال يقول يا معشر الجن والإنس قبل أن يخلقوا وبعد ما يدخلون الجنة والنار وأما سلف المسلمين أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم كالأربع وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسنة فيفرقون بين مملوكاته وبين صفاته فيعلمون أن العباد مخلوقون وصفات العباد مخلوقة وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم بالكتب الإلهية وغيرها ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء وغيرها وأعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة كعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحياته وسمعه وبصره ورضاه وغضبه وحبه وبغضه بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يتأولون كلام الله بغير ما أراده ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق بل يعلمون أن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائص وليس له مثل في شيء من صفاته ويقولون إنه لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال لم يزل متكلما إذا شاء بمشيئته وقدرته ولم يزل عالما ولم يزل قادرا ولم يزل حيا سميعا بصيرا ولم يزل مريدا فكل كمال لا نقص فيه يمكن اتصافه به فهو موصوف به لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال والإكرام سبحانه وتعالى والنصارى من أعظم الناس اضطرابا في هذا الأصل فتارة يجعلون كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإنجيل مخلوقا منفصلا عنه وأنفون عنه الصفات وتارة يجعلون كلمته قديمة أزلية متولزة عنه لم تزل ولا تزال ثم يقولون هذه الكلمة هي ابنه ويجعلون هذه الكلمة علمه أو حكمته ويقولون إن هذه الكلمة هي إله خالق وهو الذي خلق السماوات والأرض وأن هذه الكلمة هي المسيح والمسيح إله خالق العالم ويقولون مع هذا أن هذه الكلمة ليست هي الآب الذي خلق السماوات والأرض فأجعلون كلمته صفة قديمة أزلية ويجعلونها ابنا له ويجعلون الصفة إلها خالقا ويجعلون المسيح هو الإله الخالق ويقولون مع هذا هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه ولهم في كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب ومخالفة كلام الأنبياء وتفسيره بغير ما أرادوه ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ما سنذكر إن شاء الله منه ما ييسره الله سبحانه وتعالى إذ بيان إذ بيان فساد أقوال النصارى بالاستقصاء لا يتسع له هذا الكتاب ولما قصت تعالى قصة المسيح قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون ويتمارون كتمار اليهود والنصارى ثم قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فاختلف اليهود والنصارى فيه ثم اختلف النصارى فيه وصاروا أحزابا كثيرة جدا كالنصورية واليعقوبية والملكية والباروبية والمريمانية والسمياطية وأمثال هذه الطوائف كما سنذكر إن شاء الله كثيرا من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم كما حكى ذلك عنهم أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره فإنه ليس في الأمم أكثر اختلافا في رب العالمين منهم فويل للذين كفروا من هذه الطوائف كلها من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يقول تعالى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم كنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال مبين ضلوا عن الحق في المسيح وقد وصف الله النصارى بالضلال في مثل قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لأن الغالب عليهم الجهل بالدين وأنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه ليس منقولا عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم ابتدعوه وإذا سألتهم عن معناه قالوا وإذا سألتهم عن معناه قالوا هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون كلاما يعرفون بأنهم لا يعقلونه وهو كلام متناقض ينقض أوله آخرة ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم حتى قال بعض الناس لو اجتمع عشرة نصارى افترقوا على أحد عشر قولا افترقوا على أحد عشر قولا وقال الربعي النصارى أشد الناس اختلافا في مذاهبهم وأقلهم تحصيلا لها لا يمكن أن يعرف لهم مذهب ولو سألت قصا من أقسائهم عن مذهبهم في المسيح وسألت أباه وأمه لاختلفوا عليك الثلاثة ولقال كل واحد منهم قولا لا يشبه قول الآخر وقال بعض النظار وما من قول يقوله طائفة من العقلاء إلا إذا تأملته تصورت منه معنا معقولا وإن كان باطلا إلا قولا نصارى فإنك كلما تأملته لم تتصور له حقيقة تعقل لكن غايتهم أن يحفظوا الأمانة أو غيرها وإذا طلبوا بتفسير ذلك فسره كل منهم بتفسير يكفر به الآخر كما يكفر اليعقوبية والملكانية والنصطورية بعضهم بعضا لاختلافهم في أصل التوحيد والرسالة إذ كان قولهم في التوحيد والرسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضا كما بين في موضع آخر هامش حديث الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم الضني به قال ويسمي حاجته هامش امرأة فرعون هي آسيا بنت مزاحم آمنت بدعوى موسى عليه السلام فعذبها فرعون زوجها أشد العذاب ولكنها كانت مثلا يستحق أن يضرب في كتاب الله في الثبات على الطاعة والصبر في الشدة والتمسك بدين الله وهذه المرأة صارت بذلك في جنات النعيم قال المفسرون استجاب الله لها فبنى لها بيتا في الجنة وذلك حينما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة الآية وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أخرجاه في الصحيحين أهمش الجهم بن صفوان هو أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية من أبرز أقواله القول بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه وقوله بنفي الصفات وبالجبر والاضطرار في الأعمال هلك في زمان صغار التابعيين صغار التابعين قتل سنة 128 هجريا وسببه أنه كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء خرسان فقبض عليه نصر بن سيار فقال له استبقني فقال نصر لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت وأمر بقتله فقتل عود إلى قراءة نصر الكتاب فرصل وأما قولهم فكان طيرا بإذن الله أي بإذن اللهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير أن يقولوا أن محمدا أراده تكلمنا معهم في ذلك وبينا فساد ذلك عقلا ونقلا وأما قولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول أن المراد إذن اللهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت فهذا من البهتان الظاهر على محمد صلى الله عليه وسلم وهو من جنس قولهم أن قوله اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم أراد به النصارى ومن جنس قولهم أن قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا أراد به العرب ومن جنس قولهم إن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أراد بهم الحواريين ومن جنس قولهم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أراد به الإنجيل فهذه المواضع التي فسروا بها القرآن هو زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بيّن للناس ما أنزل إليهم كان يريد بما يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروها هي من الكذب الظاهر الذي يدل على غاية جهل قائلها أو غاية معاندته ولكن مثل هذا التأويل غير مستنكر من النصارى فإنهم قد فسروا مواضع كثيرة من التوراة والإنجيل والزبور والنبوات بنحو هذه التفاسير والنبوات بنحو هذه التفاسير التي حرفوا فيها الكلام الذي جاء به الأنبياء عن مواضعه تحريفا ظاهرا فبدلوا بذلك كتب الله ودين الله وضاهوا بذلك اليهود الذين حرفوا وبدلوا وإن اختلفت جهة التحريف والتبديل فتحريفهم للقرآن من جنس تحريفهم للتوراة والإنجيل وهم من الذين يدعون المحكم ويتبعون ما نشأ به منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهم من الذين يدعون المحكم ويتبعون ما تشابه به منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لكن في هذه المواضع حرف المحكم الذي معناه ظاهر لا يحتمل إلا معنا واحدا فكانوا من الجهل والمعاندة أبعد عن الصواب ممن حرف معنى المتشابه وذلك أنه قد علم بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أن المسيح عبد الله مخلوق كسائر المرسلين وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو الله أو ابن الله قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فقد ذكر كفر النصارى في قولهم هو الله مرتين وذكر أنه ليس المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فغايته الرسالة كما قال في محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وغاية أمه أن تكون صديقة وذل بهذا أنها ليست بنبيه ثم قال كانا يأكلان الطعام وهذا من أظهر الصفات النافية للألوهية لحاجة الأكل إلى ما يدخل في جوفه إلى ما يدخل في جوفه ولما يخرج منه مع ذلك من الفضلات والرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والنصارى يقولون إنه يلد وإنه يولد وأن له كفوا كما قد بيّن في موضع آخر وقد أخبر بعبودية المسيح في غير موضع كقوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وأخبر تعالى أن أول شيء نطق به المسيح قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآيات إلى قوله شهيد وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم الآيات كلها فإذا كان قد علم بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم وبالنقل المتواتر عنه وبإجماع أمته إجماعا يستندون فيه إلى النقل عنه وبكتابه المنزل عليه وسنته المعروفة عنه أنه كان يقول أن المسيح عبد الله ورسوله ليس هو إلا رسول وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو الله وهو ابن الله والذين يقولون ثالث ثلاثة وأمثال ذلك كان بعد هذا تفسيرهم لقول الله الذي بلغه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيكون طيرا بإذن الله أي بإذن اللهوت الذي هو كلمة الله المتحدة بالناسوت كذبا ظاهرا على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مما يعرف كذبهم فيه على محمد صلى الله عليه وسلم يعرف كذبهم فيه على محمد صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض العالم بحال محمد صلى الله عليه وسلم سواء أقروا بنبوته أو أنكروها فالمقصود في هذا المقام أن هؤلاء كذبوا على محمد صلى الله عليه وسلم كذبا ظاهرا معلوما للخلق المؤمنين به والمكذبين له ليس هو كذبا خفيا وإن قدر أن ما قالوه يكون معقولا فكيف إذا كان ممتنعا في صرائح العقول بل هو قول غير معقول أي غير معقول ثبوته في الخارج أي غير معقول ثبوته في الخارج وإن كان يعقل ما يختلفون ويعلم به فساد عقولهم لمن قال سائر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج وذلك كما قد بسط في موضع آخر فإن قولهم بإذن الله الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت باطل من وجوه كلمة الله المتحدة في الناسوت باطل من وجوه منها أن تلك الكلمة إما أن تكون هي الله أو صفة لذاته أو لا هي ذاته ولا صفة له أو الذات والصفة جميعا فإن لم تكن هي ذات الله ولا صفته ولا الذات ولا الصفة كانت بائنة عنه مخلوقة له ولم يكن لاهوتا بل ولا خالقه وحينئذ فلم يتحد بالمسيح لاهوت بل إن لم يتحد به إنه كان اتحد به إلا مخلوق بل إن لم يتحد به إنه كان اتحد به إلا مخلوق وإن كانت الكلمة هي الذات أو الذات والصفة فهي رب العالمين وهي الآب عندهم وهم متفقون على أن المسيح ليس هو الآب ولم يتحد به الآب بل الإبن وإن كانت الكلمة صفة لله عز وجل فصفة الله ليست هي الإله الخالق والمسيح عندهم هو الإله الخالق وأيضا فصفة الله قائمة بذاته لا تفارق ذاته وتحل بغيره وتتحد به وكلمة الله عندهم اتحدت بالمسيح وإن قالوا قولنا هذا كما تقول طائفة من المسلمين إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل حل في القراء واتحد بهم وأن القديم حل في المخلوق واتحد به ونحو ذلك قيل لو كان قول هؤلاء صوابا لم يكن لهم فيه حجة فإنه على هذا التقدير لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وأنتم تبدعون أن المسيح هو الله أو ابن الله مخصوصا بذلك دون غيره وأيضا فهؤلاء وجميع الأمم متفقون على أن قراء القرآن وسائر الكتب الإلهية ليس واحدا منهم هو الله ولا هو ابن الله ولا أنه خالق للعالم فإذا جعلتم قولكم مثل قول هؤلاء لزمكم أن لا يكون المسيح هو الله ولا ابن الله ولا ربا للعالم وأيضا فلم نعلم أحدا من هؤلاء قال أن اللاهوت اتحد بالناسود ولا أن القديم اتحد بالمحدث ولا أن كلام الله صار هو والمخلوق شيئا واحدا فالاتحاد باطل باتفاق هؤلاء وغيرهم ولكن طائفة منهم أطلقت لفظ الحلول وطائفة أنكرت لفظ الحلول وقالوا إنما نقولوا ظهر القديم في المحدث لا حل فيه لكن قالوا ما يستلزم الحلول وسلف المسلمين وجمهورهم يخطئون هؤلاء ويبينون خطأهم عقلا ونقلا وقولهم ليس هو قول أحد من أئمة المسلمين ولا قول طائفة مشهورة من طوائف المسلمين كالمالكية والشافعية والحنفية والحنبلية والثورية والداودية والإسحاقية وغيرهم ولا قول طائفة من طوائف المتكلمين من المسلمين للمنتسبين إلى السنة كالأشعرية والكرامية ولا غيرهم كالمعتزلة والشيعة وأمثالهم إنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء المسلمين مثل قليل من المالكية والشافعية والحنبلية وهؤلاء غايتهم أن يقولوا بحلول صفة من صفات الله وكذلك من قال بحلول الرب واتحاده في العبد من طوائف الغلاة المنتسبين إلى التشيع والتصوف أو غيرهم فهم ضلال كالنصارى مع أنه لا حجة للمصارى على هؤلاء إذ كان ما يقولونه لا يختص به المسيح بل هو مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء والصالحين والنصارى تدعي اختصاص المسيح بالاتحاد مع أن المتحد بالنسوت صار هو والناسوت شيئا واحدا ومع الاتحاد فيمتنع أن يكون لأحدهما فعل أو صفة خارج عن الآخر والنصارى يدعون الاتحاد ثم يتناقضون فمنهم من يقول جوهر واحد ومنهم من يقول جوهران ومنهم من يقول مشيئة واحدة ومنهم من يقول مشيئتان كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ذلك هامش قول جمهور العلماء أن مريم رضي الله عنها ليست نبية وإنما هي صديقة أما ابن حزم في كتابه الفصل خمسة تقسيم سبعة عشر إلى تسعة عشر فقد عقد فصلا بعنوان نبوة النساء وانتصر فيه للقول بأنها نبية كذلك فعل القرطبي في تفسيره ورجح أنها نبية إحدى عشر تقسيم تسعين مجلد ستة الآية ستة عشر من سورة مريم فقال واختلف الناس في نبوة مريم فقيل كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك وقيل لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر ورؤيتها للملك كما رؤية جبريل عليه السلام في صفة دحيا الكلبي دحيا الكلبي والأول أظهر وقد تناول هذا أكثر وذكر أدلته في تفسير سورة آل عمران أربعة تقسيم ثلاثة وثمانين إلى أربعة وثمانين وقد زاد عليه ابن حزم بإثبات نبوة أم موسى عليه السلام في الفصل خمسة تقسيم ثمانية عشر والصحيح قول جمهور العلماء رحمهم الله أن مريم لم تكن نبية وكذلك أم موسى جاء في شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض هذا الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وأسيا إلى آخره هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسيا ومريم والجمهور على أنهما ليست بنبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى ثم قال النووي وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف وقد نقل عن جماعة الإجماع نقل عن جماعة الإجماع على عدمها والله أعلم هامش المالكية نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة ولد في المدينة سنة 93 هجريا وتوفى بها سنة 179 هجريا كان قويا صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك صنف الموطأ وله رسالة في الوعظ وفي الرد على القدرية وتفسير غريب القرآن وغيرها هامش الشافعية نسبة إلى محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القراشي المطلبي الشافعي أحد الأئمة الأربعة ولد في غزة سنة 150 هجريا وحمل إلى مكة وهو صغير وتوفى بمصر سنة 204 برع في العلوم وصنف وأفتى وهو ابن عشرين سنة ومن تصانيفه الأم في سبع مجلدات وهو في الفقه والرسالة والمسند وغيرها هامش الحنفية نسبة إلى أبي حنيف النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي الفقيه المجتهد أحد الأئمة الأربعة ولد سنة 80 هجريا بالكوفة ونشأ بها من تصانيفه المسند في الحديث والمخارج في الفقه والفقه الأكبر مات رحمه الله ببغداد سنة 150 الحنبلية نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة أصله من مارو ولد ببغداد سنة 164 رحل في سبيل العلم رحلات طويلة وكثيرة امتحن بالقول بخلق القرآن في زمن المعتصم وسجن سنتين وأربعة أشهر رضي الله عنه من تصانيفه المسند في ستة مجلدات والناسخ والمنسوخ والرد على الزنادق والجهمية وغيرها مات رحمه الله سنة 241 هجريا في زمان المتوكل الثورية نسبة إلى سفيان بن سعيد بن مصروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث سيد أهل زمانه ولد سنة 97 هجريا في الكوفة مات بالبصرة سنة 161 هجريا ومن تصانيفه الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث وكتاب في الفرائد الداودية نسبة إلى داود بن علي الأصفهاني الملقب الظاهري تنسب إليه الظاهرية وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة دون التأويل والرأي والقياس ولد في الكوفة سنة 201 هجريا له تصانيف كثيرة ذكرها بن النديم في زهائي صفحتين توفى ببغداد سنة 270 هجريا الإسحاقية نسبة إلى إسحاق بن إبراهيم بن راهوي الحنظلي التيميل المروزي ولد سنة 161 هجريا عالم خرسان في عصره من سكان مرو أحد كبار الحفاظ وطاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمزي والنسائي وغيرهم من تصانيفه المسند وغيره ما ترحمه الله سنة 238 هجريا بن سابور عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وأما قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فهذا حق كما أخبر الله به فمن اتبع المسيح عليه السلام جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود وأيضا فالنصارى فوق اليهود فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به بل لما بدل النصارى دينه وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء جعل الله محمدا وأمته فوق النصارى إلى يوم القيامة كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فكل من كان أتم إيمانا بالله ورسله كان أحق بنصر الله تعالى فإن الله يقول في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال في كتابه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون واليهود كذبوا المسيح ومحمدا صلى الله عليهما وسلم كما قال الله فيهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فالغضب الأول تكذيبهم المسيح والثاني فالغضب الأول بتكذيبهم المسيح والثاني بتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى لم يكذبوا المسيح فكانوا منصورين على اليهود والمسلمون منصورون على اليهود والنصارى فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله ولم يكذبوا بشيء من كتبه ولا كذبوا أحدا من رسله بل اتبعوا ما قال الله لهم حيث قال قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولما كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسيح وغيره وكان الله قد وعد أن ينصر الرسل وأتباعهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وقال وقال أيضا سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها الحديث فكان ما احتج به حجة عليهم لا لهم فصل وأما قوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فهو حق كما أخبر الله به وقد ذكر تعالى تأييد عيسى بن مريم بروح القدس في عدة مواضع فقال تعالى في سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال تعالى يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وقال تعالى في القرآن وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين وهو جبريل وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت أجب عني اللهم أيده بروح القدس وفي صحيح مسلم عن عائشة وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت إن روح القدس لا ينزل إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله وفي الصحيحين عن البراء بن عاذب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت وهجهم أو هاجهم وجبريل معك فهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسوله وهج المشركين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو جبريل عليه السلام وأهل الأرض يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل اللاهوت متحدا بن ناسوت حسان بن ثابت فعلم أن إخباره بأن الله أيده بروح القدس لا يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوت فعلم أن التأييد بروح القدس ليس من خصائص المسيح وأهل الكتاب يقرون بذلك وأن غيره من الأنبياء كان مؤيدا بروح القدس كداود وغيره بل يقولون إن الحواريين كانت فيهم روح القدس وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنصارى أن روح القدس يكون في غير المسيح بل في غير الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله وإنما المقصود في هذا المقام بيان كذبهم على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا التأييد نظير قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فهذا التأييد بروح منه عام لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه بل يحب من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب ويبغض من لم يؤمن بالرسل وإن كانوا أقارب وهذه ملة إبراهيم وقال وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقال فلما تبين له أنه عدو لله تبر وأمن وهذا التأييد بروح القدس لمن ينصر رسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم وليس في القرآن ولا في الإنجيل ولا غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله القائمة به وهي حياته ولا أن روح القدس رب يخلق ويرزق فليس روح القدس هي الله ولا صفة من صفات الله بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمى ابنا ولا روح القدس فإذا تأول النصارى قول المسيح عمدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس على أن الابن صفته التي هي العلم وروح القدس صفته التي هي الحياة كان هذا كذبا بينا على المسيح فلا يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء تسمية الله ولا شيئا من صفاته ابنا ولا حياته روح القدس وأيضا فهم يذكرون في الأمانة أن المسيح تجسد من مريم ومن روح القدس وهذا يوافق ما أخبر الله به من أنه أرسل روحه الذي هو جبريل وهو روح القدس فنفق في مريم فحملت بالمسيح فكان المسيح متجسدا مخلوقا من أمه ومن ذلك الروح وهذا الروح ليس صفة لله ولا حياته ولا غيرها بل روح القدس قد جاء ذكرها كثيرا في كلام الأنبياء ويراد بها إما الملك ويراد بها إما الملك وإما ما يجعله الله في قلوب أنبيائه وأوليائه من الهدى والتأييد ونحو ذلك كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقال تعالى ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق فسمي الملك روحا وسمي ما ينزل به الملك روحا وهما متلازمان والمسيح عليه السلام مؤيد بهذا وهذا ولهذا قال كثير من المفسرين إنه جبريل وقال بعضهم إنه الوحي وهذا كلفظ الناموس يراد به صاحب سر الخير كما يراد بالجاسوس صاحب سر الشر فيكون الناموس جبريل ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع ولما قال ورقه بالنوفل للنبي عليه صلى الله عليه وسلم هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى فسر الناموس بهذا وهذا وهما متلازمان هامش حسان بن سابت هو حسان بن سابت ابن المنزر الخزرجي الأنصاري صحابي جليل شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش في الجاهلية ستين سنة ومثلها في الإسلام وعمي قبل وفاته وعمي قبل وفاته مات رضي الله عنه بالمدينة سنة 54 هجريا حفظ بعض شعره في ديوان مطبوع عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وأما قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتضاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فهو حق كما قال تعالى وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة حيث يقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ثم قال ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم أي وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة لهم بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقوله لكل أمة جعلنا مناسكها لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فالرهبانية اكتبعوها لم يشرعها الله ولا الناس في قوله ورهبانية قولان أحدهما أنها منصوبة يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر يفسره ما بعده أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر والمظهر كما هو قول الكوفيين حكاه عنهم ابن جرير وثعلب وغيرهما ونظيره قوله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وقوله فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة والقول الثاني إنها معطوفة عليهما فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأف والرحمة والرهبانية المبتدعة ويكون هذا جعلا خلقيا كونيا والجعل الكوني يتناول الخير والشر كقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب فثبت على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية ثم قال إلا بتضاء رضوان الله أي لم يكتب عليهم إلا اكتغاء رضوان الله وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا بما يكتبع وهذا يسمى استثناء منقطعا كما في قوله اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وقوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا وهذا أصح الأقوال في هذه الآية كما هو مبسوط في موضع آخر ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله فإن الله لا يفعل شيئا ابتغاء رضوان نفسه ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه كما يظن هذا وهذا بعض الغالطين كما قد بسط في موضع آخر وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية وما رعوها حق رعايتها وليس في ذلك مدح لهم بل هو ذم كما قال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكثير منهم فاسقون ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضا فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يبدل وإلا فكلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسيح وبكل حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع المسيح على دينه الذي لم يبدل ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل قد قال بعض الناس إن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة وإن المعنى أن الله جعل في قلوب عطف على رأفة ورحمة وأن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أيضا ابتدعوها وجعلوا وجعلوا الجعل شرعيا ممدوحا قيل قيل هذا غلط لوجوه منها أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه بل الذين صحبوه كالحواريين لم يكن فيهم راهب وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه ومنها أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة فإنهم لم يبتدعوها وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم فإن كان المراد هو الجعل الشرعي الديني للجعل الكوني القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدحل الرهبانية في ذلك ومنها أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب والرهبانية لا تختص بالقلوب بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك وقد كان طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم هموا بالرهبانية فأنزل الله تعالى نهياهم عن ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وثبت في الصحيحين أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحم فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال رجال ما بال رجال يقولون أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي السنن عن العرباد بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال الترمذي حديث حسن صحيح وقد بيّنت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة بدعة وضلالة وما كان بدعة وضلالة لم يكن هدى ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعها كما لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فإن قيل قد قال طائفة معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وقال الطائفة ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله قيل كلا القولين خطأ والأول أظهر خطأ فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم بل لم يشرعها لا إيجابا ولا استحبابا لكن ذهب الطائفة إلى أنهم لما ابتدعوها كتب عليهم إتمامها وليس في الآية ما يدل على ذلك فإنه قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها فإن قيل قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين قيل ليس في الكلام ما يدل على ذلك بل يدل على أنهم مع عدم الرعاية يستحقون من الذنب ما لا يستحقونه بدون ذلك فيكون زم من ابتدع البدعة ولم يرعاها حق رعايتها أعظم من زم من رعاها وإن لم يكن واحد منهما محمودا بل مذموما مثل نصارى بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتها بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم فكان كفرهم وذنبهم أغلض ممن هو أقل شر منهم والنار دركات كما أن الجنة دركات وأيضا فالله تعالى إذا كتب والنار دركات كما أن الجنة درجات وأيضا فالله تعالى إذا كتب شيئا على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه بل العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله وأيضا فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير موجب فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه فكيف بالرهبانية وأما قول من قال ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية فإن من فعل ما لم يأمر الله به بل نهاه عنه مع حسن مقصده غايته أن يثاب على قصده لا يثاب على ما نهي عنه ولا على ما ليس بواجب ولا مستحب فكيف والكلام لا يذل عليه فإن الله قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ولم يقل ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ولا قال ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله لكان منصوبا على المفعولية ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداء بل أثبته لهم وإنما تقدم لفظ الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب وأنه استثناء منقطع فتقديره وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحذور لا بفعل ما لم يؤمر بفعله وبترك ما لم ينهى عنه وبترك ما لم ينهى عن تركه والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به وترك ما لم ينهى عنه هامش سعلب هو أحمد بن يحيا سعلب الشيباني مولاهم اشتهر بالحفظ ومعرفة الغريب ورواية الشار القديم وكان محدثا ولد سنة 200 هجريا ببغداد ومات بها سنة 291 هجريا له تصنيف كثيرة منها معاني القرآن وإعراب القرآن والفصيح وقواعد الشعر وغيرها هامش أبو إسرائيل هو أبو إسرائيل الأمصاري أو القراشي العامري قال ابن حجر ذكره البغوي وغيره في الصحابة وقال أبو عمر قيل اسمه يسير بتحت نية ومهملة مصغرا وأورده ابن السكن والباوردي ابن السكن والباوردي في حرف القاف وفي قشير بقاف ومعجمة قلت هذا ما ذكره ابن حجر ولم نقف على مولده ووفاته وشيء من حياته غير هذه الإشارة من ابن حجر في الإصابة هامش العرباض ابن سارية العرباض بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة ابن سارية السلمي أبو نجيح صحابي مشهور من أهل الصفة أسلم قديما وهو ممن نزل فيه قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم حديثه في السنن الأربع نزل حمص ومات بعد السبعين قيل سنة خمس وسبعين هجريا وقيل في فتنة ابن الزبير هامش البحيرة هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن عمد إلى الخامس فما لم يكن ذكرا شق آذانها ثم لا يجز لها وبرا ولا يذوق لها لبنا وسماها لآلهتهم والسائبة ما يسيب من ماله ولا يمنع من حوض ولا حما والوصيلة الشاء إذا ولدت سبعا عمد إلى السابع فإن كان ذكرا ذبح لآلهتهم وإن كان أنثى تركت وإن كان في بطنها إثنان ذكر وأنثى فيتركان جميعا لا يذبحان وقالوا وصلت أخاها هو الحام الفحل يكون عند الرجل فإذا لقح عشر سنين قيل قد حمى ظهره قد حمى ظهره وسمي بحام هامش النصارى بني تغلب بني تغلب بن وائل بن قاصة يتصل نسابهم إلى أسد بن ربيعة بن زار ومنهم بن جشم وبن مالك ابني بكر بن حبيب بن عمر بن غنم بن تغلب بن وائل وقد ذكر السمعاني في الأنساب نفرا من الصحابة والتابعين من بني تغلب عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وأما قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى بل هي مذكورة بعد قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون بربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وبربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ومعلوم أن الصفة المذكورة في قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق صفة اليهود وكذلك قوله وضربت عليهم المسكنة فقوله عقب ذلك من أهل الكتاب أمة قائمة لابد أن يكون متناولا لليهود ثم قد اتفق المسلمون والنصارى على أن اليهود من كفرهم بالمسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس فيهم مؤمن وهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم والآية إذا تناولت النصارى كان حكمهم في ذلك حكم اليهود والله تعالى إنما أثنى على من آمن من أهل الكتاب كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتغون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلده لكون أهل بلده النصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى عليه لما مات لأجل هذا فإنه لم يكن هناك من يظهر الصلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة كما يصلي المسلمون على جنائزهم ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بمنزل من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه كما قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن كما كان مؤمن آل فرعون قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإيك كاذبا فعليه كذبه وإيك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقد أخبر سبحانه أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء قال الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بنلي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وامرأة الرجل من آله بدليل قوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم ومن هو في الباطن يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يعمل بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علما وعملا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام كعجز نجاشي وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون وفيهم من هو منافق كافر في الباطن إما يهودي وإما نصراني وإما مشرك وإما معطل كذلك في أهل الكتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم ومن هو في الباطن من أهل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يفعل ما يقدر على علمه وعمله ويسقط ما يعجز عنه في ذلك وفي حديث حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فقال بعض القوم تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج يموت بأرض الحبشة فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم ذكره بن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم وذكره حماد بن سلم عن ثابت عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم النجاشي فذكر مثله وكذلك ذكر طائفة من المفسرين عن جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس وقتاد أنهم قالوا نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية وذلك أنه لما مات نعاه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم قالوا من هو قال النجاشي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وزاد بعضهم وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له وقال لأصحابه استغفروا له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على دينه فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وقد ذهب الطائفة من العلماء إلى أنها نزلت في من كان على دين المسيح عليه السلام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به كما نقل ذلك عن عطاء وذهب الطائفة إلى أنها نزلت في مؤمن أهل الكتاب كلهم والقول الأول أجود فإن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأظهر الإيمان به وهو من أهل دار الإسلام يعمل ما يعمله المسلمون ظاهرا وباطنا فهذا من المؤمنين وإن كان قبل ذلك مشركا بعبد الأوثان فكيف إذا كان كتابيا وهذا مثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهما وهؤلاء لا يقال إنهم من أهل الكتاب كما لا يقال في المهاجرين والأنصار إنهم من المشركين وعباد الأوثان ولا يمكن أحد من المنافقين ولا من غيرهم أن يصلي على واحد منهم بخلاف من هو في الظاهر منهم وفي الباطن من المؤمنين وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثير يكتمون إيمانهم إما مطلقا وإما يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخصتهم وهؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فيمنعونهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأما قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى ونظيرها قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهذا مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح ولا فيها مدح لمن كذب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يفسره سياق الكلام فإنه قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ثم قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فقد جعلهم نوعين نوعا مؤمنين ونوعا فاسقين وهم أكثرهم وقوله تعالى منهم المؤمنون يتناول من كان منهم مؤمنا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كما يتناولهم قوله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة إلى قوله وكثير منهم فاسقون وكذلك قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون وقوله عن إبراهيم الخليل وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ثم لما قال وأكثرهم الفاسقون قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وضربوا الزل عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم بغضب الله وما ذكر معه من قتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتداؤهم كان اليهود متصفين به قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قال بعد ذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكا بها قبل النسخ بغير تببيل كذلك آية أهل عمران لما وصف أهل الكتاب بما كان متصفا به أكثرهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الكفر قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وهذا يتناول من كان متصفا منهم بهذا قبل النسخ فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ كما قال في الأعراف ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقوله وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقد قال تعالى ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهذا خبر من الله عن من كان متصفا بهذا الوصف قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به كان له أجره مرتين هامش العلج بكسر العين المهملة العير والحمار والرجل الضخم من كفار العجم وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مصلقا وجمعه علوج وأعلاج هامش حماد بن سلم بن دينار البصري أبو سلم ثقة عابد أثبت الناس في ثابت أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره مات سنة 167 هامش ثابت بن أسلم البناني بضم الباء الموحدة ونونين المخففتين أبو محمد البصري ثقة عابد الله بن سلام ابن الحارث من ذرية يوسف عليه السلام الإسرائيلي ثم الأنصاري كان من بني قينقاع كان من بني قينقاع وأسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على الصحيح وكان اسمه الحسين فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله معلومة مشهورة مات رضي الله عنه سنة 43 بالمدينة عودة إلى قراءة نص الكتاب فصل قالوا ثم وجدناه يعظم إنجيلنا ويقدم صوامعنا ويشرف مساجدنا ويشهد بأن اسم الله يذكر فيها كثيرا وذلك مثل قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا والجواب أن فيها ذكر الصوامع والبيع وأما قوله ويذكر فيها اسم الله كثيرا فإنما ذكراه عقب ذكره المساجد والمساجد للمسلمين وليس المراد بها كنائس النصارى فإنها هي البيع ثم قوله تعالى يذكر فيها اسم الله كثيرا إما أن يكون مختصا بالمساجد فلا يكون في ذلك إخبار بأن اسم الله يذكر كثيرا في البيع والصوامع وإما أن يكون ذكر اسم الله في الجميع فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل ويذكر فيها اسم الله كثيرا وقد قيل إنها بعد النسخ والتبديل يذكر فيها اسم الله كثيرا وإن الله يحب أن يذكر اسمه قال الضحاك إن الله يحب أن يذكر اسمه وإن كان يشرك به يعني أن المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال وأهل الكتاب خير من المشركين وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم وانتصرت الفرس ساء ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره انتصار الفرس على النصارى لأن النصارى أقرب إلى دين الله من المجوس والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان ودفع شر الشرين بخيرهما فهدموا صوامع النصارى وبيعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركون وأما إذا هدمها المسلمون وجعلوا أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فهذا خير وصلاح وهذه الآية ذكرت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وهذه الآية أول آية نزلت في الجهاد ولهذا قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهما كما دفع المجوس بالروم النصارى ثم دفع النصارى بالمؤمنين قمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال تعالى في سورة البقرة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وأما التقديم في اللفظ فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وقوله والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا ونظائره متعددا وكذلك في قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فبين سبحانه أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مواضع العبادات وهدمها فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها وأدناها هي الصوامع فإن الصوامع تكون لواحد أو لطائفة قليلة فبدأ بأدنى المعابد وختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلها وأهلها قبل النسخ والتبديل مؤمنون مسلمون وهدم معابد المؤمنين المسلمين فساد وبعد النسخ والتبديل إذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهم كالمجوس والمشركين وهدم معابدهم كان ذلك فسادا وإذا هدمها من هو خير منهم كأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأبدلها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا يشرق به ويذكر فيها الإيمان بجميع كتبه ورسله كان ذلك صلاحا لا فسادا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المساجد مواضع معابد الكفار كما كان لثقيف أهل الطائف معبد يعبدون فيه اللات التي قال الله فيها أفرأيتم اللات والعزاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم ذلك المعبد ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده فيه فإن المساجد هي بيوت الله في الأرض قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم الآية إلى قوله المهتدين وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره الآية إلى قوله بغير حساب ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين فذكر أهل الجهل المركب والبسيط فقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فقد تبين أنه ليس لهم حجة في شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بل ما جاء به حجة عليهم من وجوه متعددة شكرا شكرا